اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة القمة مية وستاشر موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حتى لو النادي الاهلي او الزمالك كانوا انهوا البطولة من فترة او من قبل ما الدور يخلص او قبل هذين مباراة ولكن بيبقى لها طابع خاص بطولة خاصة لكل واحد من اللاعبين لكل الاجهزة الفنية بتبقى متواجدة في التوقيت ده كله بيبقى مستعد بشكل قوي احنا كمان بيبقى لها ترتبات يعني هكنا بقى ايام ما كنت لعيب اللعيب النهاردة يعني بنفس الاسلوب اللي كانوا بيتابعوه اللعيب اكيد بتختلف طبعا من الاجيال الاجيال لكن النهاردة المعذكر اكيد مختلف هتلاقي فيه لعيبة بتستعد بشكل مختلف عن التاني النهاردة كابتن حسام البادر اكيد فيه محاضرة من خلال طبعا قاعة الفيديو وقاعة الصبورة اللي بتبقى موجودة وبيبتدي يشرح عليها كل التفاصيل لعيبة وتركيزها وهدوءها في المباراة لان الصراحة ان انت ما تيجي تبص لمباراة الاهلي والزمالك هي وضع مختلف ترتيب مختلف من حيث التجهيز النفسي والتجهيز البدني والفني للمباراة دي يعني عشان نبقى متفقين فبالتالي ده بيكتب في التاريخ القمة 116 كان بيلعب فيها كذا وكذا وكذا من كل اللعبين والمباراة انتهت بفوز مين يعني عشان نبقى المتفقين انها فعلا مباراة مختلفة بغض النظر طبعا عن ان الاهلي حسن بطولة الدوري بقبل ما ينتهي الدوري بست اسابيع وده حاجة جميلة طبعا لكن النهاردة بطولة خاصة واعتقد ان الجمهوري الاهلي النهاردة عنده امل كبير جدا النهاردة بفوز فريقه ويعني استكمال المشوار بقى واستكمال بطولة الدوري والاحتفالية الكبيرة اللي احنا بنحتفلها سواء بقى بمرور 111 سنة على انشاء النادي الاهلي وتأسيس النادي الاهلي او بالنجمة 40 وحصولنا على بطولة رقم 40 في تاريخ النادي الاهلي في الدوري الممتاز والنجمة الرابعة كل ده مهم جدا النهاردة وانت بتلاعب غريمك التقليدي هو نادي الزماني طبعا نادي كبير ونادي لما انت بيبقى في حالة مميزة وانت بتكسبه بتبقى اعتقد بتبقى شيء مميز جدا فبالتالي النهاردة تقديم اداء مميز وتقديم نتيجة مميزة اعتقد بيخليك انت كمان للمباراة القادمة مباراة الترجي الحالة النفسية والمعنوية بالنسبة لك تبقى عالية جدا وده اللي احنا نتمنى النهاردة ان المباراة تبقى مباراة جيدة من حيث طبعا الروح الرياضية الشكل الفني بالنسبة للفرقتين والنتيجة ايضا بالنسبة لفريقنا فريق نادي الاهلي بالفو طبعا اذكر حضراتكم بمباراة الدور الاول الاهلي فاز بهدفين مقابل لشيء عن طريق اجايه ومؤمن ذكرية دي كانت مباراة الدور الاول 2-0 في الدور 3-0 نقاسب للنادي الاهلي ده اكيد فريق مباراة الزمالك هتلاقي اهدف كتير ده دربة الجزاء عن طريق علم علول ايضا في هذه المباراة وبيحرزها طبعا واحد من اللاعبين المميزين للنادي الاهلي عبدالله السعيد ايضا كانت مباراة رائعة ثم بيحرز جونيور اجايه الهدف الثالث وليد ازاره انا اسف وليد ازاره الهدف الثالث كان طبعا من الاوقات اللي وليد ازاره ابتدى يفوق فيها في التوقيت ده الهدف ده فوقوا كتير في حتة التهديف ويعتبر حاجة مميزة جدا لواليد ازاره لكن في الاوقات والاخر ثلاث اهدف فيه الدور الاول لنادي الاهلي في نادي الزمالك وتأكيد على تفوق النادي الاهلي في السنين السابقة في الدور الممتاز من 2006-2007 نادي الزمالك لم يتغلب على النادي الاهلي تماما منذ طبعا يعني منتكلم اكثر من 11 سنة ودي حاجة تحسب ليه النادي الاهلي 116 لقاء قمة النهاردة ان شاء الله هيتم ان شاء الله عدد 116 يكون ايضا في صالح النادي الاهلي خلينا اقول لكم احنا بنتكلم على المباراة اليوم بعد طبعا الامور هتلسح هتكلم طبعا في جزئية الصحافة ورؤية الصحافة لهذه المباراة عن طريق القادر الرديني المميزين أستاذ عصام سالم أستاذ شريف عبدالقادر ولكن يعني كان فيه منشط كان موجود في مجلة النادي الاهلي ويمكن المنشط ده خلى يعني أمور مثلا ممكن تكون الأمور إحاءة مثلا بشكل معين كده في المنشطات اللي خاصة به المباراة ولكن كابتن الخطيب من خلال هذا المنشط أو من خلال اللي كتب فيه مجلة النادي الاهلي بيؤكد على دعم الاهلي لمنظومة رياضية المنظومة رياضية متمثلة في الصحافة رياضية متمثلة في التحكيم متمثلة في الجمهور متمثلة في حاجات كتير جدا أعتقد أن النادي الاهلي دائما بيحترم هذه الأطراف كلها أو الأطراف دي كلها بيحترمها النادي الاهلي فبالتالي يمكن المنشط جيه مثلا مغالط لبعض الأمور الخاصة بجزئية التحكيم فبالتالي كابتن الخطيب لما اتكلم أبدا طبعا استياءه وانزعاجه الشديد من المنشط الذي خرج من مجلة النادي الاهلي مؤكدا أن النادي الاهلي طول عمره أو طول تاريخه بيقف داعما للمنظومة الرياضية بشكل كبير زي ما قلت لكم منظومة الرياضية متمثلة في أطراف كتير أكيد التحكيم هو جزء من المنظومة دي فبالتالي احنا بنتكلم على دائما احترام جزئية التحكيم بشكل كبير أكد بقى كابتن محمود الخطيب أن إدارة النادي أيضا قدر على حماية الأهلي من أي مساس بحقوقه عن طريق الوسائل المشروعة في إطار السياسة العامة للنادي كما وجه كابتن محمود الخطيب رسالة لعيب النادي وأجهزاته والفنية والإدارية في كل الألعاب مؤكدا على صيقته في خدرتهم على تحمل المسئولية والحفاظ على اسم النادي وانتصاراته وبطولاته وإسعاد جمهيره تحت أي ظروف مؤكدا أن هذه هي شخصية البطل التي يجسدها النادي منذ 111 سنة طبعا دي الروح الراضية اللي احنا بنحبها وبنشوفها من خلال طبعا النجوم كبار زي كابتن محمود الخطيب نادي الأهلي كابتن حسن شحاته في نادي الزمالك هي دي اللي احنا نتمنى أنها تفضل موجودة كانت يعني أعتقد أن في التوقيت ده كانت الأمور نجمين كبار فريقين كبار كانت الأمور مشية بشكل مميز جدا بنشوف مباراة زي كده تلاقي الحالة بالنسبة لكل جمهور عايز فريق ويكساب لكن حاجة زي كده بتمنع أي تعصب ما بين الجمهورين في وضع زي النجمين كبار بيروحوا وشجعوا النادي الأهلي وجمهور نادي الزمالك بكل الأشكال اللي احنا شايفينها والشكل الرائع اللي احنا شايفينه أمامنا على الشاشة طبعا الوضع الحالي الجمهور بالنسبة لنا عدد قليل ولكن جمهور الفريقتين بالملايين سواء بقى الأهلي أو الزمالك لكن في الأول في الآخر اللي احنا نتمناه هو احترام المنافس وده اللي بيأكد عليه كابتن محمود الخطيب دائما من خلال تصريحاته من خلال طبعا المبادئ المرصخة داخل جدران النادي الأهلي واللي احنا بنتحل بها من خلال احترام المنافس واحترام الغير واحترام كل المنظومة الرادية بكافة أطرافها ده يمكن اللي أكد عليك كابتن محمود الخطيب من خلال تصريحه وبيانه من خلال طبعا احترام المنظومة هليني أقول لكم دي ممكن لقطة مهمة جداً وحنا بنتكلم على جزئية التحكيم وكان بيشترك فيها رئيس النادي الحالي كاتل محمود الخطيب النجمة الكبير كاتل محمود الخطيب وهو بينحاني احتراماً لجزئية التحكيم وهو بيدي له انظار يعني ده حاجة جميلة جداً وهي ده ما يكون نجمة كبيرة زي كاتل محمود الخطيب وتصرفاته كانت داخل الملعب بتبين قديه شخصيته بتبين قديه هو كمان في التوقيت الحالي بيصر على احترام المبادئ احترام المنظومة الرياضية بجميع أطرافها وزي ما بقول لكم قدامنا على شاشة جزئية التحكيم واحترامها بشكل كبير من خلال طبعاً كابتن محمود الخطيب دي كانت أمام زنبابوي في تصفيات الأمم الأفريقية ده أمام طبعاً منتخب مصر طبعاً وكانت مباراة رائعة كابتن محمود الخطيب دائماً بدينا مثال في الاحترام دائماً سواء كان لعب أو كان رئيس نادي يعني وإحنا بنتكلم على مباراة اليوم هروح لزميلي محمد سعيد اللي وطلعنا طبعاً على بعض الأخبار الخاصة بفريقنا النهاردة واستعداده للمباراة حمد حسنا الخير كابتن محمد فاروق أهلاً بيك وأهلاً بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يمكن هنا من داخل فندق قامة فريق النادي الأهلي برواصل التغطية والمتابعة الحصرية لفريق النادي الأهلي والذي يستعد بكل جدية وكل قوة لمباراة القمة أمام فريق نادي الزمالك من أجل المزيد من أرقام قياسية ومن أجل مزيد من العديد من الألقاب وأمور كثيرة جداً يسعى إليها الجهاز الفني بقيادة كابتن حسام البدري والعديد من اللاعبين في هذه المباراة رغم أن بطولة الدور العام انتهت بشكل رسمي والأهلي في فارق كبير جداً من النقاط عن أقرب المنافسين سواء الإسماعيلي أو المصري أو فريق نادي الزمالك كابتن فاروق أعيز أقول لك أنا معاك على هواة مباشرة من داخل فندق قامة فريق النادي الأهلي يمكن الفريق منذ الحزطة قليلة انتهى من وجبة الغدى وكابتن حسام البدري خلال الساعات الماضية كان هناك العديد من الاجتماعات وهناك العديد من التدريبات وكان هناك مران مغلق ومعسكر مغلق لمدة يومين وفضل الجهاز الفني حتى هذه اللحظات وأنا بكلم معاك كان الفريق بالكامل قيمة الأهلي بالكامل المحلية كانت متواجدة فيه معسكر فريق النادي الأهلي لكن منذ لحظات يمكن كابتن حسام غالي كابتن فريق النادي الأهلي بعد طبعا كابتن حسام البدري ما أعلن المستبعدين كابتن حسام غالي بالصفة وكابتن الفريق يمكن مر على الغرف وأخطر اللاعبين المستبعدين من قائمة مباراة النادي الأهلي يمكن في هذه اللحظات أنا معاك يمكن أحمد حمودي غادر معسكر فريق النادي الأهلي محمد شريف أيضا غادر معسكر فريق النادي الأهلي أيضا أكرم توفيق غادر منذ لحظات قليلة كل هذه الأمور كانت بعد وجبة الغداء مباشرة من الجياز الفني ابتدى يحضر وابتدى يشتغل على الجزئية الأخيرة أو القيمة النهائية اللي على تخود مباراة القيمة من فريق نادي الزمالك هناك أيضا عدد من اللاعبين المستبعدين كان قيمة الأهل اللي ضمت أو اللي كانت متواجدة في المعسكر كانت حوالي 27 لعب كابتن فاروق لكن بالتالي هناك حوالي 9 لعبين هيكون خارج قيمة المباراة النهائية لأن القيمة النهائية 18 لعب لكن اللي خرج في هذه اللحظات وانا معك على هوا مباشرة من داخل الفندق ثلاثة لعبين فقط أحمد حمود محمد شريف أقرم توفي هناك أيضا عدد أخر من اللاعبين لكن هناك حرية لعدد من اللاعبين اللي كان متواجد في المعسكر اللي حابب يكون متواجد مع الفريق ومتواجد في الساد القاهرة ويتابع مباراة القمة من اللي السادة هيكون موجود مع الفريق هنا في الأوتير وهيغادر مع الفريق حتى اللي الساد اللي بيفضل أن خلاص بعدما خرج من قائمة المباراة ويفضل أن هو يغادر المعسكر بعد قرار الجهاز الفني يعني المسألة فيها حرية كبيرة جدا لعدد من اللاعبين للجهاز الفني فضل بالتأكيد مش عايزة أقول استبعاد فني لكن فضل أنه يعتمد على العدد معين من 18 لعب هما اللي هيكونوا موجودين في مباراة الزمالك النهاردة والأسامي اللي ألقتها أو زكرتها في هذه اللحظات كابتنفروها بالفعل رسميا خارق قائمة المجراء بالإضافة إلى وليد أزارو المصاب وأيضا علي معلول اللي النهاردة صباحا خرج من المعسكر وكان بيؤدي تدريباته التأهلية في ملعب مختار تشري إن الجهاز الفني رغم أن علي معلول أصبح جاهز للمباراة لكن الجهاز الفني بيفضل أن يكون علي معلول جاهز أكتر لمباراة الأسيط وصم ومباراة الترجل تنسل إن هناك بدائل كثيرة جدا في مباراة الزمالك النهاردة بالأمس كان تدريب فريق النازل آلي تدريب مغلق على استاد المقاولين العرب والأمطار والجو البارد بالأمس للأسف يعني ما أداشي الفرصة للجهاز الفني يؤدي تدريب بشكل قوي على ملعب المقاولين العرب لكن بالتأكيد الجهاز الفني اليوم اللي قبله كان استقر بشكل كبير على التشكيل الأساسية اللي هيدا بيها مباراة الزمالك لكن هو لغاية اللحظات الحالية بيحاول أنه يجد تركيز كبير عند عدد من اللاعبين خلق دوافع كثيرة لعدد من اللاعبين ومع كل مباراة الكابتن حسام البدري بيدفع أو بيخلق عدد من الدوافع لللاعبين من أجل المزيد من الانتصارات وكسر الأرقام القياسية يعني مثلا مباراة الزمالك النهاردة آخر مباراة الزمالك فاس فيها على الأهل فيه الدورة العام كانت منذ عام 2007 فبتتكلم في حدود حوالي 11 سنة فوز الأهل على الزمالك النهاردة هيكسر الرقم القياسي للزمالك في الستينات اللي فاس بيها على الأهل لمدة حوالي 11 سنة وكم شهرين أو ثلاث شهور فبالتالي أرقام قياسية أيضا عدد النقاط الزمالك حقق أرقام قياسية 86 نقطة في دوري مسم 2014 كابتن حسام ذكر لللاعبين أن فوز النهاردة النادي الآلي على الزمالك أيضا الأهل يوسع فارق النقاط ويزيد بعدد النقاط عن الزمالك ويقسر رقم الزمالك النقطة الثالثة فوز الأهل على الزمالك النهاردة كابتن حسام قال لللاعيبة دي دوافع نفسية ومعنوية عشان عندك مباراة أهم الفترة القادمة لما تفوز عز مالك في مباراة ديربي وانت عندك مشوار في كأس مصر وعندك مباراة التراجي التونسي كل هذه الأمور وكل هذه الدوافع كابتن حسام يشتغل فيها مع اللاعبين بالإضافة للأمور الفنية يعني هي دي الصورة هي دي الأجواء اللي احنا شوفناها مع الفريق خلال أيام السابقة وحتى السعادة كلها بالنسبة لللاعبين وأكيد الحالة بتبان على الوشوش بالنسبة لللاعيبة وتركيزها في مباراة أعتقد أن دائما إحنا بنستنىها وهم كمان كلعابين بيستنوا لأنه بغض النظر أنت خدت الدوري بقى لك فترة أو بقى لك ست أسابيع واخده لكن المباراة دي بالزاد بتبقى تاريخ بالنسبة لللاعبين الوشوش أكيد أنت بتقراع محمد من خلال تواجدك من خلال نزولهم أمامك اللي رايحين مثلا لتغدوا رايحين المحاضرة أمور بالنسبة لللاعبين أنت شايفها إزاي من خلال الوشوش والكلام حتى ما بينهم وبين بعض كابتن فاروق إمكان هي فيه جزئية أنا لاحظتها من اللعيبة وده جزئية الألأ أو التفاؤل أو الابتسامة أو الاستعداد للمباراة بيبن أكتر في موضوع الفطار أو الغداء اللعيب اللي بتلاقيه مثلا داخل الغداء أو ما فيش بيكملش خمس ذا وبيطلع بسرعة أنا سألت عدد من اللعيبة يعني لحية تتاكل فبيقولك لا أنا بصراحة مركز في المباراة قدر الإمكان بحاول أركز في المباراة أكتر فمسألة الأكل ممكن يكون قلقان فمش قادر يأكل أو مثلا مش مستوعب أنه ممكن محتاج يأكل كويس أو 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 فنتجة أنه مركز أكثر في المباراة عدد من اللعيبة ممكن عايز أقولك مجرد ما داخل المطعم خمس ذا بالضبط خرج بسرعة من المطعم فيه لعيبة نومها بيبقوا ليل ليلة المباراة وده لاحظت من العدد آخر لكن فيه جزئية أنا لاحظته واتكلمت حتى فيها مع لعيبة كبيرة حسن غالي أحمد فتحي اللعيبة كبيرة مختلفة نوعا ما حتى في حادثة وحتى في وجودها مع اللعيبة تقدر تقول لي ممكن تكون أول مباراة قمة لها زي مباراة النهاردة لا اللعيبة كبيرة كان لها دور خلال الأيام الماضية أنها تتكلم عن اللعيبة حتى لو حققت بطولات كثيرة حتى لو فزت بالدور العام لكن مباراة قمة زي مباراة الزماني الجمهور بينزلها وكأنها بطولة خاصة فده الشكل الخاص لما شفته من اللعيبة سواء في تناول وقبة الغداء سواء في ابتسامات بعض اللعيبة سواء في قلق وإحساس اللعيبة أنها مباراة هامة جدا فعايزة تظهر بشكل جيد جدا خاصة أنها بتقترب من نهاية الموسم ففي لعيبة مثلا زي أحمد حمزي أو كريم ندفيد بيحاولوا يسعوا مثلا لو المشاركة في جزء قليل جدا من هذه المباراة أو حتى نيل الشرف وجود في التشكيلة الأساسية وجودهم في هذه المباراة وتقلقهم في هذه المباراة بتقدر تقول مولد نجم جديد بيسبب أقدامه ويكون متواجد مع الأهل كمان في قايمة الموسم القادم يعني بتختلف هي عملية نسبة وتناسب باللاعب وآخر لكن في جزء أيا عايز أقولك عليها أنا يمكن لما أستاهم بارح حتى في متابعتي مع بعض اللعبين مباراة ريال مدريد بالأمس أمام باير ميونيخ كانت فرصة جيدة جدا لعدد كبير من اللعبين أنها تخرج من جو التركيز أو من جو النهاية تبقى متنشنة بمباراة القمة لأن كان فيه دويتات كبيرة جدا من عدد من اللعبين اللعب اللي بيشجع برشلونة يتمنى خروج الريال اللعب اللي بيتمنى أن الريال يفوز يتمنى يصل النهائي لكن جزئية محمد صلاح كانت محور حديث عدد كبير جدا من اللعبين بالأمس لأن كان فيه عدد كبير جدا من اللعبين في الغرف وعدد آخر كان بيتجمع في أماكن أخرى لمتابعة مباراة الريال والبير خاصة للفريق بعدما أنهى التمرين بالأمس في ملعب المقلول العرب كان على طول في فندق الإقامة لانتابعة المباراة اللي انطلقت بالأمس الساعة التسائل لربع مساء يا كابتن محمد فروق شكرا يا محمد وأكيد متابعين معاك اليوم وأكيد لقاءات هتبقى متواجدة قبل المباراة وأثناء طبعا المباراة هتكون متابعة بشكل جيد تدينا كل المعلومات الخاصة بالمباراة اليوم وأكيد مباراة مهمة وحنا بنتكلم آه واخدين الدوري زي ما أنت بتكلم يا كابتن يا محمد وكابتن حسام البدري الحتة المعنوية اللي أنا كنت بتكلم عليه أن أنت محتاج المباراة دي عشان الجزء المعنوي أماما يعني في المستقبل عندك المباراة الترجي ثم مباراة أيضا كامبالا في أغندا فبالتالي أنت محتاج الفترة اللي جاية أنك تستعد من خلال مباراة يكون لها الجزء النفسي بيعلى بيه بشكل كبير في حالة المكسب وهي مباراة الزمالك فريق كبير فريق منافس ليك هو في المركز الرابع قاد في التوقيت الحالي لكن دائما هو الغريم التقليدي بالنسبة للنادي يعني كابتن حسام البدري النهاردة كمان مش بيتكلم بس بيكسر أرقام خاصية بالنسبة للفريق النهاردة كابتن حسام البدري دي المباراة رقم تسعة يعني بالنسبة للقاءات القمة في ظل طبعا موجوده بقياد في أجاز الفني كابتن حسام البدري فاز في ست مباريات وتعادل في ثلاثة ولم يتعرض لأي هزيمة من خلال تواجده كمدير فني للنادي الأهلي يمكن كانت أول مباراة كانت 2009 و 2010 كانت في الدور الأول وانتهت بالتعادل السلبي المباراة الثانية كابتن حسام البدري في ظل توجده كمدير فني جاءت في الدور الثاني أيضا في نفس السنة وانتهت أيضا بالتعادل الإيجابي 3-3 ثم المباراة الثالثة لكابتن حسام البدري كانت في دور 16 من بطولة كاس مصر في نفس السنة 2010 وانتهت بفوز الأهلي 3-1 ثم المباراة الرابعة لكابتن حسام البدري في بطولة أفريقيا سنة 2012 دوري المجموعات وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون مقابل للنادي الأهلي كانت بأخضاء محمد أبو تريكا ثم المباراة الخامسة في ظل قائد كابتن حسام البدري كانت في 2012 أيضا في دوري المجموعات وانتهت بالتعادل الإيجابي واحد واحد ثم كابتن حسام البدري طبعا مباراة زي ما أقولوكم دائما يعني بنقدم فيها مباراة جيدة كان جيل رائع ما دمتعب زي ما احنا شايفين على الشاشة بطولة أبو تريكا بركات مجموعة من اللعبين المميزين حتى الآن دلوقتي طبعا جيل بقى مميز جدا جيل يعني شايفينه نوعه هيبقى مستقبل بالنادي في المرحلة القادمة في ظل طبعا عدد من اللعبين صغار السن المباراة ستة كانت في الدور الأول من مصابقة الدوري الممتاز في السنة اللي فاتت وانتهت بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل لا شيء أحرز الهدف مؤمن زكريا وجونيور أجيه ثم المباراة السابعة لكابتن حسين البدري مع النادي الأهلي في هذه المباراة القمة كانت في كاس السوبر وفاز تعادل سلبي ما بين الفرقين ويمكن دي كانت مباراة نتذكرها جميعا أيضا المباراة تم لكابتن حسين البدري وانتهت بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل دون مقابل لنادي الزمالك أحرز أهداف وليد سليمان وجونيور أجيه ثم المباراة التسعة كانت في الدور الأول بالنسبة لهذا الموسم وانتهت بفوز النادي الأهلي ثلاث أهداف مقابل لا شيء يعني كابتن حسين البدري في ظل وجوده كمدير فني لنادي الأهلي دائما بيبص لأرقامه هو كمان الشخصية في هذه المباراة النهاردة ربنا سهل كده وتبقى نتيجة إيجابية يبقى عشر مباراة كابتن حسين البدري بياخدها مع النادي الأهلي كمدير فني ان شاء الله يكسب ان شاء الله يحقق نتيجة إيجابية يبقى بيحقق رقم بالنسبة له كمدير فني بشكل كبير خليني أروح سريعا بقى جمهير النادي الأهلي وأعضاء فيه الأهلي فرق النادي الأهلي أو مقر النادي الأهلي بالجزيرة معز منا أدهم نادا وطبعا نقل كل ما هو موجود داخل نادي الأهلي جزيرة تفضل أدهم برحب بيك زميل محمد فروق وبرحب بكل مشاهد قناة النادي الأهلي في كل مكان هنا من مقر النادي الأهلي بالجزيرة نرحب بكم وننقل لكم كواليس استعدادات إدارة النادي الأهلي النهاردة للقمة 116 ما بين النادي الأهلي ونادي الزمالك وتواجد أعضاء الجمعية العمومية الذين يرفعون شعار اليوم الماستر سين أو المشهد الرئيسي والمشهد الختام لتتوجات النادي الأهلي ونجاحات النادي الأهلي وإنجازات النادي الأهلي بفوز النادي الأهلي إن شاء الله على نادي الزمالك في القمة 116 عايز أقول لك كابتن محمد فاروق النهاردة عضاء الجمعية العمومية حرصوا على التواجد مبكرا داخل النادي جميع الفئات العمرية موجودة سواء جان رجال أطفال سيدات كبار سن كل النهاردة مظاهرة في حب النادي الأهلي يمكن النهاردة القمة 116 جاءت لتتزامن مع احتفالية النادي الأهلي ب111 سنة أهلي 111 سنة إنجازات بطولات تاريخ كبير كتبوا مجالس إدارات متعاقبة وأجهزة فنية ولعبين يمكن كلمت مع السيد العميد محمد مرجان مدير التنفيذ النادي الأهلي في استعدادات على أعلى مستوى شاشات عرض تزليل أي عقبات وأي مشاكل لأعضاء الجماعية العمومية أعضاء جماعية العمومية كانت كلمت مع مجموعة منهم النهاردة بيعربوا عن سعادتهم وتفاولهم إن شاء الله بفوز النادي الأهلي على نادي الزمالك كان هذا كل ما لدينا من أخبار وكواليس واستعدادات لإقدارة النادي الأهلي بمقر النادي الأهلي بالجزيرة للقمة 116 ما بين النادي الأهلي وبنادي الزمالك كل الأمنيات كل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي بالفوز وفرحة جماهير النادي الأهلي إن شاء الله عودة مرة أخرى للستوديو لكالكلمة كابتا محمد فاروق بشكرك أدهم وإحنا بنتكلم على المباراة اليوم أقول بس حضراتكم قائمة النادي الأهلي طبعا زمنا محمد سعيد قال إن في بعض اللعبين خرجوا من المعسكر كلهم من حمودي ومحمد شريف وأكرم توفيق كان في بعض اللعبين طبعا خرجوا بشكل الإصابة أو بداعي الإصابة أزاروا علي معلول ورامي ربيع ومحمود الجزار لكن كل اللعبين كانوا في المعسكر بيأزروا الفريق عشان طبعا مباراة مهمة مباراة هي تعتبر احتفالية في نفس الوقت بحصولك على الدوري رقم 40 في تاريخ النادي ده بالنسبة للنادي الآلهي أما نادي الزمالك فقائمته كالتالي محمود عبد الرحيم جنش وعمر صلاح ده حراس المرأة أما في خط الدفاع حمدي النقاز ومحمود حمدي الوينش وإسلام جمال ومحمود علاء وأحمد فتوح وفي خط الوسط محمود عبد العزيز ومحمود عبد العاطي دونجا ومعروف يوسف وعبد الله جمعة ومحمد عنطر وأحمد مدبولي وأيمن حفني وطارق حامد وفي الهجوم كسونجو ويوسف أوباما وباسم مرسي ده بالنسبة للنادي الزمالك طبعا بعض الغيابات الخاصة بالنادي الزمالك كلهم من عماد فتحي والشناوي ربنا يشفيه طبعا نجمنا ونجم متخب مصر يعني حارس مرمى مميز مؤيد العجان وأيضا للإقاف كل من محمد إبراهيم وحازم نامدة إقاف من الجهاز الفني أما للوقف بالنسبة للإنظار الثالث من محمد عبد الغني طبعا نجم المالك في المركز الرابع برصيد 58 نقطة أما الآلفين المركز الأول وهو بطل الدوري لهذا الموسم برصيد 85 نقطة يعني كل توفيق إن شاء الله الفريق النهاردة هنبتدي فقراتنا من خلال طبعا سبالي لديوفي والصحافة ورؤية الصحافة لمباريات القمة وخصوصا المباراة رقم 116 في تاريخ هذه اللقاءات وأكيد لهم نظرة مختلفة ومنشتات مختلفة لهذا اللقاء مع أستاذ شريف عبدالقادر وأستاذ عصام سالم النقدين الرياضيين بعد الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني احنا من خلال قدم 116 أكيد يعني بنشوف كل الأمور الخاصة بمباراة اليوم طبعا جزئية الصحافة والاهتمام الإعلامي دائما بالمباراة القمة بيبقى مميز جدا النهاردة من خلال الاثنين نقاط ردين مميزين أيضا هيكونوا متواجدين معنا من خلال طبعا تغطية اليوم لهذه المباراة أستاذ عصام سالم طبعا الناقد الرياضي برحب أستاذ عصام أهلا كابتن محمد أهلا بيك أيضا أستاذ شريف عبدالقادر الناقد الرياضي برحب أهلا بيك أهلا بيك كابتن فاروق أهلا بك من نورين طبعا حناة النادي الآلي والنهاردة من خلال طبعا مباراة دائما يعني كل الناس بتسنها سواء بقى في مصر أو الوطن العربي للصحفيين لعيب الكرة محللين جازل الفني نفسه بتاع كل فريق اللعبين كل الناس بتسنها هذه المباراة خلينا أكلمك على الحدث اليوم أو المباراة اليوم ويمكن نادي الأهلي أنهى البطولة من ست أسابيع تريبا ولكن دائما مباراة القمة حتى لو كان أي فريق منهم أنهى البطولة من قبل هذه المباراة بيبقى الوضع مختلف للاستعادلات حتى للاستعادلات الصحافة نفسها لها هذه المباراة بالتأكيد يا كابتن محمد يعني يكفي أنكم التغطية دي بتحامل شرق القمة معناه الفريقين بيمسلوا قمة الكرة المصرية مهما كانت المسافة بينهم مهما كان الترتيب اللي بينهم مهما كان مين الأول ومين الأخير في الجدول المباراة حتى لو كانت ماتش ودي هو أهل وزمالك في نهاية المطاف مباراة بتحظى بكل الاهتمام بلع حتى لو كان مباراة وديه فبالك بقى لأ مباراة رسمية في دور رسمي في نهاية مسابقة أعتقد كل واحد من خلال المباراة كابتن محمد ويبحث عن تحقيق أهداف معينة بالتأكيد رغم البطولة حسمة من زمان وأنا أعتقد أن حسم البطولة مبكرا يضر كثيرا بصحة الدور المصري لأن احنا نكلم عن مسابقة خلصانة تعطار بالدور الأول ما يدورش بصحة الأهلوية ما طبعا بس الأهلوية الوحيدين اللي سعداء بالحالة دي كل فرق الدوري كلها شايفة المسابقة بتقع هو العقل اللي بيقول صحيح أن مدام القمة أو النادين الكبار في حالة جيدة الكرة المصرية بتبقى في حالة جيدة بالضبط لأن ده يعنكس على منتخب مصر في نهاية المطاف النهار ده لما نيجي المباراة أولا بتستمد أهمية كابتن محمد من جماهيرية مش قضية النقط كام ولا مش النقط كام جماهيرية المباراة المباراة على الصعيد المحلي على الصعيد العربي على الصعيد الإفريقي كتير يعني العدد المشجعين بتوع الفريقين هم اللي بيخلقونها حالة خاصة في الدور المصري مش قضية مين معاك كام ومين الفريق 27 نقطة درت بين الأهل والزمالك لكن في النهاية لا في أهل والزمالك خطبين كبيرين في الكرة المصرية لهم قيمتهم في كل الأحوال وكل الحالات النهار ده بدليل الإعلام مهتم اهتمام كبير ما قالش بقى المباراة مثلا يخدها حفوا يعني بدغت الصحافة خبر على عمود او شيء مقتصر لعكس فرد بساحات اختار عنوين بنشد الناس عامل حالة من الإصارة مهما كانت الفارق من الفارقين لسه لسه نتكلم على جزئية العنوين ده بالتأكيد لكن خالي أسأل بقصة شيء نبض الجماهير اللي احنا مفروض يعني اكيد جزئية الصحافة بتشوف حيثة النبض بتدي تشتغل عليه من خلال منشتات من خلال المواضيع اللي بتكتب عن هذه المباراة او مباراة القمة بالاخص يعني هل انت شاف ان الفرقتين او جمهوري الفرقتين او شريف خلاص يعني كل واحد يعني جمهوري اهلي عارف ان خلاص الدوري خلص مور الزمالك متخوف مثلا من نتيجة المباراة خلاص ان بتبقى مباراة زي كده تعتبر مصالحة بالنسبة لهم لو نادي الزمالك تغلب على نادي الاهلي طبعا يعني متفق طبعا معك سيد عصام على حكاية ان القمة لا جماهيريا القمة قمة اهلي وزمالك واهم الجمهورين في الوطن العربي وفي مصر وفي افريقيا والاكبر شعبية وفي المستوى الجماهيري وحتفضل كده طول العمر يعني هيفضل مواطش الاهلي والزمالك على المستوى الجماهيري حتى لو زي ما قلنا القمة تحسم من ستة اسابية او اي مفريق يعني حسامها قبل نهاية الدول ولكن هتفضل مباراة قمة وتحذب شعبية وجماهيريا لكن على المستوى الاعلامي نختلف نتطفق بقى بتيجي بقى بتطلع في ناس شايفها لا ما حاجة مهمة لتسويق جرايد لا لا لكن بشكل عام لا القمة هتفضل قمة جماهيرية مهمة وتحذب شعبية واهتمام اعلامي واهتمام كل حاجة نيجي بقى للجمهورين بقى طبعا جمهور الاهلي مباراة الزمالك في الفترة الاخيرة لا هو الاهلي متسايد وعندهم ثقة في لعيبتهم رغم الغيابات والكلام ده كل جمهور الزمالك طبعا الزمالك السنة دي تحديد لا المستوى متراجع جدا أزمات كتيرة الزمالك يعني ما حصلتش يعني متهالي في تاريخ المسابقة ان الفرق يوصل بين الاهلي والزمالك أكتر من 30 بونط أو ما يعادل 30 بونط مرة فعلا فريق داخل قبل قرد القيمة يعني 85 ل58 ايه اللي بالرخمين كتير قوي يعني لا يمكن يكون الزمالك في تاريخه اتغلب 9 مباريات مثلا اتعادل حاجة 15 ماطش او وقت او ما يزيد يعني ما حصلش في تاريخ المسابقة كده بزرق ما حصلش انه باعت كده ما حصلش ان الزمالك يبقى مهدد المعابش في افريقيا ده يعني بي 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 اسمى المركز التالت يعني مشكلة بقت المركز التالت مشكلة عليه مش التاني بزرق يعني هو خلص من دور الابطال مش رايح دور الابطال بقت الكمفدرالية لا أزم طبعا مبارات اليوم تمثل للزمالكوية حقيقيين لا عنق زجاجة توقي الانقاذ لان انت بتنقذ نفسك حتى بعيدا حتى عن عكاية ان انت تبقى تالت او كده توقي الشكل الفريق في شعبيته وجمهرييته لان اولا الزمالك مكسبش الاهلي من 2007 في الدور خل من 394 سنة يعني 11 سنة 11 سنة مكسبش الاهلي في الدور واخر فوز للزمالك كان على الفريق التاني او يعني البودلاء لما لالي برضو كان حصل من الدوري وجزيه سافر فلا في ازمة كبيرة ودي ازمة ثقة كمان يعني انت يعني المطش ده يرجع لعيبة كتير ثقاتها في الزمالك فلا في مشكلة كبيرة في الزمالك او برضو يخلص على لعيبة كتير او يخلص على لعيبة كتير برضو ده موجود ده موجود وده موجود طبعا طبعا الزمالك بيعاني والاهلي بيعانده غيابات والزمالك عنده غيابات مؤسرة لا في المطش في المرعة طبعا برضو قبل ما نخش يا كتب هاجل حضرتك في الصحافة عشان نقفل بس طيب اروح بس لزميلنا أمير الشام عشان مستنينا من أستاذ قاهرة وطبعا مهم جدا ان احنا نعرف الأجواء وكيفية طبعا الأمور الخاصة بكيفية دخول النهاردة عندنا مجموعة من الجمهيرة تبقى متواجدة من خلال طبعا زميلنا أمير الشام والسعداد هاية أستاذ قاهرة لهذه المباراة خصوصا نبقى لها فترة ما كانتش موجودة على أستاذ قاهرة وعودة حميدة لهذه المباراة مباراة القمة تحياتي لك يا كابتن فاروق وتحياتي طبعا لكل ديوفك وكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان أكيد مباراة همى جدا مباراة الأهلي والزمالك ويتظل مباراة القمة بغض النظر طبعا على المستوى الفني ما بين الفرئتين أو حتى المستوى البدني أو حتى عدد النقاط ما بين الأهلي والزمالك لكن تظل هي المباراة رقم واحد في الكرة المصرية ويتم متابعتها من خلال عدد كبير جدا من جماهير الكرة المصرية ومش بس الكرة المصرية أيضا جماهير الكرة العربية اللي بتتركب هذه المباراة لكن خلينا سريعا نتكلم عن أجواء ما قبل هذه المباراة كابتن فاروق طبعا احنا الآن متواجدين في استاذ القاهرة الدولي واللي حيستضيف هذه المباراة للمرة التانية منذ فترة طويلة جدا يمكن من حوالي أربع شهور كانت المباراة الأولى ما بين الأهلي والزمالك والإدري النادي الأهلي يحسمها بنتيجة 3-0 لكن النهاردة أيضا مباراة الدور التاني وهي مباراة الجولة الأخيرة بالنسبة في بطولة الدوري وبالنسبة النادي الأهلي لكن النادي الأهلي لسه ليه مباراة أخرى أمام الفريق المصري البورسعي وهي مباراة مؤجلة لكن الأجواء هنا خلينا أقول لك طبعا عدد الحضور أو حتى الآن بيحضر حوالي 50 فرض من مشجيع النادي الأهلي حتى الآن لسه قبل المباراة بحوالي 3 ساعات وربع تقريبا فبالتالي من المتوقع أن العدد يتزايد حتى معاد المباراة طبعا زي ما هو مقرر من قبل اتحاد الكرة كابتن فاروق حضور 300 مشجع لكل فريق يعني التوتل هيكون 600 مشجع متواجد مشجيع النادي الأهلي هيكونوا في الدرجة الأولى شمال مشجيع النادي الزمالك هتكون في الدرجة الأولى يمين عدد مشجيع الزمالك حتى الآن يمكن حوالي 10 مشجعين وصلوا لغاية دلوقتي لكن من المتوقع أيضا أن الملعب أو طبعا مدرجات الدرجة الأولى بالتحديد تكون ممتلئة من خلال العدد اللي ذكرته لحضرتك يا كابتن فاروق طبعا أرضية الملعب وشيء إيجابي جدا يمكن المطر خلال الإمبارح وأول أيضا اللي كان متواجد طبعا محلة التقس اللي كانت متواجدة ساعدت في تحسين أرضية ملعب استاد الكارينجيلة يمكن شكلها جيد جدا النهاردة والأرضية أيضا شكلها جيد وخليني أقولك يا كابتن فاروق أن النادي الأهلي معتاد على الأرضية المبلولة شوية اللي بيبقى فيها نسبة مية خفيفة وحيكون قبل المباراة أيضا حيتمرش الملعب من قبل طبعا أعمال النادي الأهلي عشان تكون لائقة كما هو معتاد بالنسبة لعبئة النادي الأهلي خلال هذه المباراة الأمور كلها ماشية بشكل جيد خليني بس أتكلم عن دخول الجماهير أو دخول طبعا حتى الصحفين والإعلمين لأرضية استاد الكاهرة أو لاستاد الكاهرة بشكل عام طبعا خليني أقولك بيبقى الدخول بالكشفات والأسماء بتبقى موجودة من قبل طبعا رجال الأمن طبعا من المسؤولين عن تنظيم هذه المباراة طبعا المباراة دي بنظمها النادي الأهلي بحكم أن هي مباراة النادي الأهلي فبالتالي طبعا الأسماء بتبقى متواجدة في الكشفات وبناء على هذه الأسماء طبعا بيكون متواجد الأفراد اللي بيكونوا عايزين يحضروا هذه المباراة خلال الأيام السابقة نتكلم شوية عن فريق النادي الأهلي يا كابتن فاروق وخلال الأيام السابقة كانت تدريبات مكسفة بالنسبة للفريق وبتحديد عقب الفوز على فريق بيتروجات بنتيجة 2-1 كان فيه تركيز كبير جدا من اللاعبين وجهاز الفني بكيادة الكابتن حسام البدري على ضرورة موصلة الانتصارات ضرورة تحقيق الأرقام الكياسية النهاردة فيه رقم كياسي مرتقب بالنسبة لنادي الأهلي وهو تخطي طبعا عدد النقاط يمكن آخر عدد نقاط كان وصل أو أعلى عدد نقاط حققه فريق في بيتولة الدوري كان 87 نقطة وده طبعا باسم نادي الزمالك في موسم 2015-2016 والموسم ده اللي قدر نادي الزمالك يحقق فيه بلوتولاتي الدوري والكاس إن شاء الله النهاردة النادي الأهلي لو حقق الفوز يتخط هذا الرقم ويوصل لنقطة رقم 88 ويتبقى المباراة أخرى لو قدر يتعادل أو يفوز فيها هيوصل لنقطة رقم 89 أو النقطة رقم 91 ويبقى رقم كياسي بالنسبة للنادي الأهلي يضاف للأرقام اللي قدر يحققها خلال هذا الموسم بشكل عام خلينا أقولك أن التركيز كان واضح جدا على اللعبين وجدها كانت واضح جدا على اللعبين خلال التدريبات الأخيرة بالنسبة للنادي الأهلي طبعا عودة بعض اللعبين للمشاركة في هذه المباراة سيكون شيء إيجابي وجايد جدا بالنسبة للجهز الفني بكيادة كابتن حسام البدري في المقابل غياب اتنين من العناصر المؤسرة جدا من التحديد وليد أزر واللي أصيب مع بداية مباراة بيتروجيت بشد في العضلة الخلفية خلاص هو غايب عن هذه المباراة أيضا علي معلول رغم جاهزيته الطبية لكن كابتن حسام البدري فضل أنه ما يدفعش بيه في هذه المباراة وخصوصا أن فيه مباريتين غاية في الأهمية وأكثر أهمية من مباراة الزمالك النهاردة هي مباراة الأسيوتي في كاس مصر إن شاء الله ويوم الاتنين القادم وأيضا مباراة الترجع التونسي في بطولة دوري أبطال أفريكا وافتتاح دوري المجمعات لهذه البطولة بشكل عام نتمنى إن شاء الله النادي الأهلي يكون موفق خلال هذه المباراة مباراة اليوم خصوصا أنها بطولة خاصة وكل جمهور النادي الأهلي طبعا بيبقى عايز يفوز في هذه المباراة وخصوصا أن فيه رقم كبير جدا النادي الأهلي أو نادي الزمالك بالتحديد ما قدرش أن يفوز على النادي الأهلي في بطولة الدوري العام طبعا منذ موسم 2007 ويعني بقالنا حوالي 11 سنة أو 11 سنة إلا شهر بالتحديد نادي الزمالك ما قدرش أن يفوز على النادي الأهلي في هذه المباراة اخر مباراة قدر نادي الزمالك يفوز 2-0 بهدفي جمال حمزة وتامر عبد الحميد ودول اعتزلوا بقالهم فترة لكن ان شاء الله يستمر هذا الرقم بالنسبة لنادي الاهلي عشان نوصل ل11 سنة نادي الزمالك مقدرش يفوز على النادي الاهلي في بطولة الدوري تحديدا ان شاء الله يكون لعب النادي الاهلي موفقين ان شاء الله الاجواء كلها مهيئة كابتن فاروق لصدافة هذه المباراة الهمة جدا في الكرة المصرية كل من تمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي يقدر يفوز في هذه المباراة ويوصل لنقطة رقم 88 عشان يحقق رقم قياسي جديد في بطولات الدوري العام لو فيها استفسار يا كابتن فاروق انا معاك اتفضل اميرة انا بشكرك يعني واضح ان جزئية الارضية مهمة جدا انها تبقى فعلا الوهلة لمباراة زي كده وان شاء الله يعني استاذ القاهرة دائما بيبقى جاهز لهذه المباراة لكن حسناك ازياني كلم رؤية عامة قبل ما نخش في الجزئية الصحافة والرؤية للمنشتات الخاصة بكل الصحاف اليوم قبل المباراة وباختصار يا كابتن محمد بنقول ان المباراة دي بالنسبة للزمالك مباراة البحث عن الذات او الدفاع عن الكبرياء بالنسبة للاهلي مسك الختام هو عايز بقعد المسيرة النجاح الطوال الموسم انهي على المنافس التخليدي بتاعه بنتيجة ترضي جماهيره لان في الاخر زي ما بنقول بغض النظر على الموقع الفريقين في جدور الدوري مهمة اوي النتيجة بالنسبة لجمهور الفريقين الجمهور الاهلي عايز يعني يبقى يعني يخد الحلوة كله السنة دي جمهور الزمالك عايز فعلا ان يستنشق هواء نقي في نهاية المطاف او في نهاية النفق المظلم اللي كان فيه طوال الموسم وان في النهاية يتحول الى بطولة الكاس بمعنوات مختلفة تماما تخرجه من الدوامة الكبيرة اللي عاش فيها طوال الموسم زي ما بنقول ان حسام البدري بالمنازمة دي يعني تسع لقاءات قمة لعبها ضد الزمالك لم يخسر فيهم براءة واحد ستة فوز وثلاثة عادل اعتقد ده رصيد هائل جدا لمدرب النادي الاهلي خالد جلال مدرب مؤقت يسعى جاهدا ان يدخل تاريخ الكرة الزمالكوية بنتيجة ترضي جمهور الزمالك وتؤكد لهم ان الفترة اللي فاتت العصيبة اللي مرة بانت الزمالك انا لها ان تنتهي مباراة اعتقد خارج الحسابات انا ده رأي شخصي دائما مباراة القمة ملاش اي حسابات مسبقة ان ارض الملعب والتسعين دقيقة هم اللي بيحكموا المسألة في نهاية المطاف بغض النظر عن المستوى الفني للفرقين او المقدمات اللي سبقت المباراة انا وانا بتكلم مع دايما على اللقاءات القابلة اصوى شريف ممكن انا لعبت بعض المباراة واشهرة طبعا انا الشريكة في المباراة الستة واحد لكن زي ما بيقول كده سيد الصام ملهاش اي مقاييس احنا مباراة الستة واحد مثلا نازلين لا الكل يكان بقول لك زي ما لك اكسب كده والامور بالنزلان احنا تركزنا العالي جدا وكان مصرين احنا نطلع بشكل كويس ونتيجة كويس لكن طبعا توفيق ربنا ده الاهم في المباراة اللي زي كده وزي ما بتقول كده فين جوم بتستع في مباراة زي كده شوفنا بيبو ماشاء الله في مباراة الستة واحد بنشوف محمد صبري مع نادي الزمالك برضو ظهر من خلال مباراة أهل وزمالك يعني النهاردة من خلال الصحافة برضو بتبقى فيه توقعات بالنسبة لظهور نجم ظهور بعض النجوم من خلال مباراة كده بص حدثك كان لفترة معينة او لفترات طويلة مثلا بتبقى محسومة او يعني ما بتبقى النتيجة مش محسومة قاسف يعني بتبقى خارج الحسابات زي ما قال لكن من الفين والبعض تحديدا الافضل بيكسر الافضل بيكسر كمباريات الفريقين يعني اللي ماشي مشواره حتى الموسم اللي الزمالك خد فيه الدوري من ثلاث سنوات كان الزمالك الافضل اه بس كان الاهلي كسب ماتش الدوري والزمالك كسب الكاس بعد كده والسوبر لما تقابله بعد كده يعني لكن الافضل بيكسر من الفين والبعض تحديدا باستثناء الماتش اللي هو زمالك كسب فيه لما لقال لعب البودلاء وكانجوزين سافر لكن تعال راجع كده كل نتائج مباريات الفريقين من الفين واربعة لغاية دلوقتي هتلاقي الافضل كان هول بيكسر يعني انت موجهة النظر بتاع المباريات اللقاءات القمة ما لعاش مقاييس باقت مختلفة لا ده كمان يا كابتن محمد وتأكيد لكابتن الوستاذ شريف ده قبل المرحلة دي كانت القعدة اللي ماشية الفريق الاسوأ بيكسر ان الاسوأ قبل المباراة بيدخل مباراة يكسر ودعس تعويض عن حالة اخفاق معينة وان رد اعتبار وان رضاء لجمايره لا بعد زي من الوستاذ شريف بيقول جينا في السنوات الاخيرة الافضل بيكسر القعدة ماشية بدون استثناءات هي ملاحظة ولكن احنا ممكن عشان لا دواء لا هو واقع ولكن انت كصحافة بتحاول تسوق الموضوع بشكل مختلف ان لازم يبقى فيه حتة المنافسة خصوصا الامور بالنسبة لنادي الاهلي القدرات والشكل الفني هو عالي لدرجة استقرار اه حتة الاستقرار الاداري والفني كان مهم جدا والدائما النادي الاهلي هو بيشتغل على الحتة دي فيعني جزئية الجزئية اللي انت بتكافحة دي مهمة جدا استقرار فني استقرار اداري كل ده بيتعكس يعني تتكلم حنوشر سنة في بطولة الدوري نادي لزمانك لم يتغلب على النادي الاهلي ده اعتخد عمر مشكلة طبعا يعني معناها اجيال اجيال مش حفيتش الحالة او ان الزمانك يكسب الاهلي اجيال يعني باستثناءة طبعا مرات صوبر ونايكاس لكن بلول على الدوري الدوري فعنا بقى حالة خاصة سنوات طويلة طيب في حاجة مهمة يا كابتن محمد برضو في اطار التحكيم النهار كابتن محمد عشان اتكلم عن رسالة الكابتن محمود الخطيب انا ده كان مهم جدا في التوقيت المناسب جات الرسالة دي لتشد على ايد الحكام وبترد على معلش اخونا ابراهيم المنيسي كلنا بنعتز به كصحفي متميز لكن الانوان مكانش موفق تماما بدليل ان فعلا كل الناس النهاردة خدت بيان الكابتن الخطيب ويتقول ان هذا الموضوع استفز الكابتن محمود الخطيب انا قلنا البيان الخاص لكابتن محمود لا والله أهم من البيانة يا كابتن محمد اللقطة اللي جبتوها لكابتن محمود الخطيب ويأخذ الانذار ويتعامل مع الحكم ازاي في اللحظة والمناسبة ده الانذار الوحيد في حياة الكابتن محمود الخطيب شوف يتعامل ازاي مع الحكم يعني انت عارف منتال احترام وان ده فعلا معلش احنا بنقول الاهل دائما صباق لترسيخ مبادئ امامك على الشاشة هو يعني واضح في اللعب اصلا ان كابتن محمود لا عملش حاجة اصلا بس ولو هو ده عنده مبدأ يعني فيه دعيبة يقول لك انا ما عملش حاجة ويبتدي تكلم على الحكم لكن بس بردو ده معناها يا كابتن محمد معناها وعي كابتن محمود الخطيب عارف ان حتى لو اعترد معناها الاعترد لا نتيجة له بالعكس بيشوي الصورة لا ولا يضيف اليها اي شيء ايجابي ويمكن كابتن محمود في البيان منظومة الرياضية وما تكلمش على مجزئ التحكيم فقط المنظومة كلها يعني موجودة منها الاعلام الرياضي موجود منها التحكيم بس بردو يا كابتن محمود بجمهور كل ده لو ما فيش بعد الحكم والمنشط اللي طلع ما كانش طلع هزا البيان كش فيه المبرر للبيان ده يعني هي بالمناسبة كده بنحترم المنظومة كلها لأ خالص انت بتحتفل بالمقوية بالظبط الوطنية والمبادئ والقيم والموصل وتطلع عنوان بالشكل لا ما كانش موفق مش موفق خالص خالص وبعدين ديري سالة بالمناسبة مش للعبت الاهل بس للعبت الاهل وزا مالك النهار حقيقي حقيقي احنا بقى لنا فترة جزئ التحكيم المصري مش موجود في الوقات القامة كابتن محمد فاروق صحيح والنهاردة كابتن حنا في كل التوفيق لي طبعا النهاردة ويبقى يدير لازم وينجح التحكيم المصري اللعيبة تنجحه ولا جزء الفنية تنجحه احنا في حاجات يا فتاة الشريف ويا كابتن محمد لازم اول رأيها في تصرفاتنا واسلوكياتنا خلال هذه المرحلة عندنا حكم رأي حكاس على يعني العيون كلها على التحكيم المصري عندنا منتخب رأي حكاس على يعني العيون كلها على القرى المصرية واللي بيأصل فيها بدليل الاهتمام الكبير محمد صلاح ولعبتنا المحترفين كل دائم يعني احنا بقينا يعني اونس بوت زي منهم يبقى لازم كل تصرفاتنا تبقى على المستوى اللي يخلي يعلي من قيمة القرى المصرية لكن كل التقدير طبعا لأستوى سبراهيم منيسي لان ذو عن مجالة النادي الاهلي بتبقى بشكل لا طبعا لا احنا بقول لك الصحفين بالمنزع كلنا ممكن نغلط عادي خالص بيحصل لكن في النهاية احنا نحاول نعاجل خطأ سريعا لان ده قبل المباركة ممكن نعمل أزمة لكن الكابتل بيان الكابتل محمود الخطيب نزع فتيل الأزمة بخزار شديد بكل كده الفرق الفرقتين وانا بقولها لك وانا اتفرج على المباراة الفرقتين هيحترموا التحكيم اشد الاحترام بعد هذا المياه شايف انا كنت عايز سألك عن النجوم انت روح تريف جزئية مهمة اللي انت طرحتها بجزئية التفوق للنادي الاهلي والافضل دائما هو لكن جزئية النجوم اللي ممكن تظهر في المباراة زي كده والصحافة ورؤيتها برضو بتبقى ساقبة وتوقعت لكن خلينا روح بس التقرير وتاريخ مواجهات الفرقتين وارجع عليك بالسؤال تاريخ المواجهات في التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع ضيوفنا القمة 116 تختلف عن القمة 115 السابقين لدرب القاهرة بين الاهلي والزمالك في ختام موسم 2017 2018 ينطلق المارد الأحمر حاسما للقبه الأربعين وبفارق كبير عن جريمه التقليدي بسبعين وعشرين نقطة لا سيما أن القمة دائما تعد بطولة خاصة وتأتي والقلعة الحمراء تحضر مرور مئة 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 تحطيم جميع الأرقام القياسية للمسابقة المحلية بعد أن تخط الترسانة في نسبة تهديف بواحد وسبعين هدف في موسم واحد وأصل إلى هدفه الاثنين والسبعين كما أن صاحب الخمس وثمانين نقطة يرغب في إنهاء المسابقة محطما رقم الزمالك في موسم 2014 بإنهاء المسابقة بإنهاء المسابقة برصيد سبع وثمانين نقطة لنعود إلى القمة مئة وستة عشر لنروي تفوق الشياطين الحمر على أبناء ميت عقبة في تاريخ المواجهات في مئة وخمس عشرة مباراة بالدوري نجح الأهلي في الفوز خلال ثلاث واربعين مباراة بينما حقق الزمالك خمسة وعشرين مباراة بينما حقق الزمالك خمسة وعشرين انتصار سيطر التعادل في سبع واربعين مواجهة بين الفريقين سجل الأهلي مئة واثنين واربعين هدف بينما سجل لاعب الزمالك ثمانية وتسعين هدف في التسع من فبراير عام الف وتسعمائة وسبعة عشر كانت أول مواجهة هدية بين الأهلي والزبالك وانتهت بفوز الأحمر بهدف مظيف في العاشر من ديسمبر عام الف وتسعمائة وثمانية واربعين كانت أول مباراة في الدور المصري بينهما وانتهت بالتعادل الهيجابي بين الفريقين بهدفين لكل فريق أكبر انتصار في تاريخ لقاءات الفريقين بالدوري هو لقاء الستة واحد للأهلي موسم 2001-2002 هدف مواجهات القمة عبد الكريم صأر الذي سجل سبعة عشر هدف بوقعي عشرة هدف بقاميص الناد الأهلي وسبعة هدف بقاميص الزمالك يليه اللاعب مصطفى كامل طاها برصيد خمسة عشر هدف بواقع اثنى عشر هدفا مع الزمالك وثلاثة هدف مع الأهلي ثم يحل في المركز الثالث ثنائي الأحمر مختار التتش ومحمد أبو تريكا لكل منهما ثلاثة عشر هدف قمة الأرقام القياسية للمارد الأحمر هي مباراة خاصة لإنهاء المسابقة المحلية وغلق ملفها نهائيا والاحتفال بالنجمة الرابعة بالتزامن مع مرور 111 سنة ليتفرغ الشياطين الحمر عقب ذلك إلى كأس مصر وبطولة إفريقيا لعودة ملك القرة السمراء إلى عرشه من جديد بس للتذكرة يا جزئية 116 لقاء اللي هيتم النهاردة ويبقى 116 هو في الدوري الممتاز يعني عشان بس نبقى مفاهمين الجزئية دي لأن طبعا عدد اللقاءات أكبر من كده تقريبا 161 لقاء ما بين الفريتين ولكن في الدوري الممتاز 115 إن شاء الله النهاردة هي القمة 116 سيد الشريف خانيني أكلمك على جزئية النجوم اللي ممكن بتبزغ فيها هذه الجزئية وفي نفس الوقت تاريخ المواجهات حتة التفوق وسر التفوق بالنسبة ليه فريق عن فريق بيروح أو إيه سببه يعني ده مهم جدا نعرف بداية طبعا التفوق بيرجع للاستقرار استقرار إداري واستقرار فني وجهاز فني ومجموعة لعبين في تفاهم وفي يعني واضح من بداية الدوري إن الأهلي متفوق على يعني في الأهلي في حتة تانية والأندية المصرية كلها في حتة يعني بدليل فرق النقاط اللي بينه وبينه حتى الإسماعيل التاني الدوري وبعديه المصري والزمارك وهكذا فهو الأهلي في حتة تانية وده نتيجة جهاز فني مستقر إدارة سببورت للجهاز الفني لعبين على مستوى جيد جدا طوال الموسم حتى الروتيشن اللي بيعمله الكابتن حسين بدري ماشي بشكل كويس جدا ما بيحسش بفرق كبير رغم اختلاف المنفسين لكن الفرق ما بيحسزش كتير أصل بعض بيكلم إن أنا عندي لعيبة كويسة يبقى أنا بالتأكيد يبقى عندي فريق كويس واللعيبة بتنفس لا يعني مش كويسة بس كمان بتنفس تعليمات برضو أنت مش فاهم سؤاله سالشيب جزيت إن أنا يبقى عندي لعيبة كويسة هو ده السبب من لا 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 طبعا لا 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 طبعا يعني زمالك اللي حفظ لما أرحش دري مثلا خمسوش وستاشر لعيب من أفضل اللعبين لا طبعا هو أعجاب أفضل لعيبة في كل الندير بكل تأكيد عمل تيم جديد خالص بس ده ما ينفعش لأن دول عشان يبقى فيه حالة انسجام وتناغم وهو الأخر واستقرار فني معاهم نفس العكاية أو الجهاز الفني معاهم محتاج وقت الكلام ده خاصة ما برضو لازم نقول برضو مش كل لعيب يبقى كويس في فرقيته في الدوري يرفع يلعب أهل وزمالي صحيح من الآخر 100% لا يمكن مش كل حتى لوهو إيه مش كل لعيب كويس في فرقيته ينفع يلعب أهل وزمالي مع احترام الشديد لما يجيب لعيب من ناصل التعدين أو من الأسيوتي أو الأخ وطموحه إيه لأنه يتعدم مع الأهل طموحه في بعض الفلتات عشان بس ما ليبقى شو بيبقى بقى بيبقى بقى أبو تريكة من ترسان بس حلوضو حديق حد بس استثناءات بس بيبقى إيه بليعب منتخبات أنا عارب للحمة صالح ما لعبش على أهل أو لزمالك مثلا بس بيبقى لعب منتخبات من صغره الفلتات دي بيبقى تلعب مثلا عيب من غزة المحلة فلتة بيلعب مثلا متخب 17 19 19 فرح الممبيل وبعدين الخضة من انت بتلعب الاهلي والتفصفوف الزمالك او بتلعب الزمالك والتفصفوف الزمالك دي ليها خضة الفانيلا تقيلة فمش اي لعب يلبس الفانيلا تلالي او الزمالك ويقدر يجيد فمش كل لعب خاصة عايز اقولك امتى كمان يعني ممكن انت تجيب لعيب مثلا ايه 70-80% بس اللعيب اللي في الملعب شايلاء فيه خبرات في الملعب شايلاء لكن اما يكون كله في نفس الليبل في نفس المستوى هتلاقي ناس هتقع ناس هتقع منك ومفيش استقرار فني ومفيش استقرار اداري ومفيش انسجام بين اللعيبة وفيه حركة تغييرات كتيرة يعني الفترة الاخيرة دي كان فيها الكابتن هاب جلال كل ما شوقيت حدرت تبعك بتشكيل معاقب مصالف فطبعا مفيش استقرار وانا استعجبت من حتى كلام الكابتن هاب جلال لما قال مفيش حاجة اسمها سبب التشكيل اه ما مثبتش تشكيل بس تغرد تبع محدودة فادي الحدود ولازم حفظ على العمود الفقر بتاع فترة بالزبط بالزبط اهي النقطة برضو اللي انا برضو عاجز وصل لها ان مش كل يعني حتة الادارة مرتبطة بالجزء الفنية 100% يعني انا ادارة جيدة فانا بعرف اجيب مدارب كويس وبعرف اجيب لعيبة كويسة فبالتالي بنجح منظومتي من خلال كادارة انا في الاساس بتكلم في جزئية الادارة دايما باستمرار بنجاحها بالادارة الفنية القادة يا كابتن محمد بتقول فاتش عن الادارة معلش هي اساس كل شيء معادرة معناها ايه؟ معناها تنظيم معناها سيستم معناها منظومة المسألة في الاخر ده هو الهد اللي بترتب كل شيء معناها زي ما حضرتك قلت هجيب جهاز فن على الاعلى مستوى مواصفات اللي انا مختنع بيها هجيب لعيبة ادعى من الجهاز ده في كل الظروف اللي بتعرض له بتقس ان فيه سيستم مش قضية ان الدينة دخلة ببعض دائما فيه قاعدة في الادارة لو الرئيس عمل شغل المرؤوس تبقى باسط لو المرؤوس عمل شغل الرئيس تبقى باسط كل واحد حاجة اسمها جوب ديسكريبشن كل واحد معروف يبدأ فين وينتهي فين عشان المسألة بتخش في بعض وعشان اقدر حاسب كمان ما تبقاش الدينة دخلة ببعض انا النهار ده لمرئيس ناديو يدخل في التشكيل احاسب الجهاز الفن ازاي فيه حاجة حصلة في الكرة المصرية لابد ان احنا التفت اليها الاهل والزمالك بالذات في فترة منو الجزيه كان الاهل يعايش معلش انا بكلمه لك بقى رؤية صحفية بحتها على تفريغ الاندية من نجومه منو الجزيه لبن العصفور اللي عايزه وامكانات مادية تسبح يجيب احسن لعيبة في كل الفرق ان اشيء طبيعي ان فيش حدي نفسك كده اه اي اكده الزمالك دخل في اللعبة دي في الاخ وفي نقطة وكمان عندك هسن لأم كان عندك مجموعة من الناشئين بيطلعوا كان عندك عشور كان عندك ان يشتغل ومجموعة من الهلوي زمالك واسامة عشور مجموعة كبيرة اعجاب من الفن واحد بقى يعنى كان حيتة اه انا بجيب افضل اللعبين وده حقك كان افضل مركز التالي بقى بطولة. مش دوري. وبعدين يا كابتن محمد معليش مش قضيت ان ده المصلحة النادي الاهلي. انا بتكلم بوضع عام مصلحة المسابقة فيه. دي سلعة. لازل اقوى. الدور السعودي اقوى دور عرب عشان خمس ستة فرقة بتتنافس. الدور الانجليزي ما انت عرفش كل سنة بطل جديد. او السنة قبل فتل السر سيتي اللي بعدها تشلسي. النهاردة مشي السر سيتي. المسألة الدنيا شغالة. انا بدور على مصلحة النادي الاهلي بقدر معرفة الاخرين. نا عشان نبقى واقعين. معلش يبقى انت كمان تفوق. بحدش قالك ما تفوقش. لكن انا في الاخر كزمالك مثلا. اما اقعد اغار التشكيلة وغار كل سنة 17-18 لعيب. طب امتى تستقر وامتى فيه ملامح رئيسية لفرقة الزمال. وقطع الناشئين عندك. بالضغب فيه انقطع الناشئين. معلش. انا في الاخر احنا عايزين ايه انت عارف شغل الجاهز. على الجاهز. لا مش على الجاهز. انا بصرف على القطاعات دي ادي ايه ملايين. طب انا الناتج فيه. ما هذا في الاخر ما وعلى تغذية وعلى تدريب وعلى. طب وفين الناتج. ما مش بس قاتلنا انا اخد عجاز وخلاص. لا ده انا عالي. وبيع واستثمر. واطلع الفريق الاول. والمنظومة صح. الناردة انا انا بقول للمحمد صلاح احد. مزاق قوته. انه ما طلعش من الاهل ولا الزمالك. باختصار شديد. كيش هيطلع برا مصر. خالص. عمر اي فرقة فيهم ما كاتش هتسيبه. دي مبدئي. الحاجة التانية خلت كل المصرين يحبوه. ما تجيش بقى للزمالكوه اللي هو اهلاوي. نقعد نطلع فيه القطة الفطس. ولا هو العكس. لا كده كله بيحبوا الطريقة. لانه خرج من عبقة القطبين الكبيرين. حقيقة. احنا بنتكلم في عصر احتراف. ومن حق النادي الاهل انه هو يتعامل بهذا الشكل. وهو حق نزز مالك على فكرة. على مدار سنتين. على مدار سنتين. اشترى اشترى خمس شر العيب سنة الفياتر. افتر تول سنتين. من ساعة. يعني. العدد مش طبيع. اه. من حق كل فريق انه يدعم. ولكن اختيار اللعيب اللي انا باتكلم في هو ده. من خلال المنظومة. من خلال لجنة كورة. من خلال. انا بقول لحضرتك احنا في نادي اهلي. ما فيش ملعيب بيبقى عنده مشكلة. هزول حاجة. زمالك برضو في نفس التوقيت جاب لعيبة جامدة جدا. او صرف على لعيبة. اكيد. سيب اجبقى من قوية. اجوجو وريكاردو. كان لعيبة مهمة جدا. كان عندك في يوم من الايام فريل احيان في نادي الزمالك. اه. ده. 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 د ده. 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 ده فاروق بضيوفك وبكل مشاهدة ومتابعة قناة الأهلي في كل مكان لسه مستمرين وهذه التخطية الخاصة للكمة رقم 116 ما بين الأهلي والزمالك وهذه المبرأة الهمة جدا للفارقين وبالتحديد للنادي الأهلي اللي زي ما قلتلك بيسعى لتحقيق الأرقام العديدة القياسية بالنسبة له طبعا نتجا عن هذا الموسم الناجح جدا بالنسبة للجهاز الفني واللعبي لكن الأهم إنها معايا في هذه اللحظات وأستاذ عصام شلتوت أناقض الرياضي الكبير هنتكلم بشكل مفصل أكتر طبعا عن هذه المبرأة الهمة أستاذ عصام برحب بك في البداية أهلا بحضرتك وأهلا بكل جماهير النادي الأهلي في مصر وفي العالم العربي وكل الزملاء في الستوديو طبعا وكابتن فاروق مباراة مهمة أستاذ عصام أكيد رغم الفرقات الواضحة ما بين الأهلي والزمال خلال الفترة الأخيرة بتحديد تحقيق النادي الأهلي لبطولة الدوري لكن تظل مباريات القمة لها طبع خاص لهم طبع جماهيرية كبيرة كيف ترى هذه المبرأة من وجهة نظرك؟ يعني الحقيقة هي طبعا بتحنس بالوعود دائما القمة لأنها لا تعترف بفرق النقاط حتى لو ذهب في منطقة الاقتراب من 30 نقطة وبالتالي لا هي لها استعدادات خاصة لازلنا أجيل وراجيل بنحاول الوصول للتشكيل بنحاول الوصول لفكر الاتنين المدربين حتى مكان المعسكر حتى موعيد المراعن حتى نوعية الغداء لا هي كمة بكل المقاييس هو ديربيا وكلاسيكو كل العرب وأفريقيا واعتقد الجاليات العربية عشان كده يعني أوب نستعيد ذاكرة الشبابية نحاول نوصل أنا والزملة للتشكيل الأمثل وبالتالي هتلاقي الاتنين المدربين يعني اكتهدوا تماما من وجهة نظر المتواضعة كل حد عاوز يكمل سقف طموحه البدري أو البدريولة زي ما جمهور الأهل العظيم بيقوله دايما حاطط تشكيلة اللي هو إدريول لكل اللعيب على مدار العام الكروي انتم النادي الآلي لا فرق بين من يبدأ مباراة أو الذي ينتظر لأنه عند الكبار لا توجد يعني فكرة قلبه دلاء يوجد بنك احتياط جائز دايما لتوفير الاحتياط النجومي بدل الاحتياط النقدي وبالتالي استعد البدريولة بهذه الكتيبة لمواصلة أرقام القاسية زي ما حضرتك قلت أيضا خالد جلال ابن النادي زي ما الناس قالت له لما وصل أول ميران في نادي الزمالك وبالتالي طموحه أنه خلال أسبوع ربما يستطيع أن ينقذ الأبيض من هزيمة بالمقرارات الكروية بالمؤيسة بالبلدي كده بتقول أن النتيجة ذاهبة إلى النادي الآلي حتى مع عدم اعتراف القمة بمستوى الفريقين وقت اللقاء عشان كده هتلاقي أسلحة هذا اللقاء هي الخمس دقائق اللي هتعقب صفرة الحكم محمد الحنفي اللي بنتمنى له التوفيق طبعا علشان تبدأ المباراة مش فكرة جس النبض المعتاد لكن فكرة التأمين الزمالك سيكون لدي حوافز كثيرة جدا مش للهجوم لا لعدم خطفه بلغة الكورة بهدف مبكر خاصة وأنه عارف أنه دايما الأهلي بيعملها واعتقد أن خالد جلال كمدافع قبل ما يكون مدرب هيكون واخد اللقطة دي ومستعدلة حتى هو حاطت فيه تشكيل طبب أستاذ أسام حنيجي لناحية حنيجي لناحية الفنية وحنخذ أكتر في تشكيل فرئتين تشكيل المتوقع لكن خلينا نتكلم عن مباراة الكمة في أستاذ القاهرة أكيد لها طابع خاص وطعم خاص جدا عند كل جمهير الكرة المصرية أستاذ القاهرة دايما تعودنا أن المباراة دايما بتكون عليه مباراة الأهلي والزمالك لكن بعض الفترات وبعض الظروف اللي مرت بها مصر بت嘞 المبارات تحولت لبعض الاستاذات الأخرى لكن استمرار عودة مباراة الكمة هنا في أستاذ القاهرة بعد المباراة الأولى بتاعت الدور الأول وإدى النادي الأهلي يفوز بها بالنتيجة الثلاثة سفر شايف عودة المباريات لأستاذ القاهرة واستمرارها ان شاء الله في التواجد في أستاذ القاهرة شايف إزاي والله العظيم حاجة تفرح شايف الملعب في أبهى صوره كالعادة قياسا بأن احنا نفسنا يعود إستاذ القاهرة ربما من اجتمال عدده ولسه 3 ساعات فريقة عن المباراة انما الاهم ايضا لازم نقول ان الامن النهاردة مبدع الدخول يسير بشكل انا لفت كل البابات مش علشان ادخل علشان اشوف القصة ماشي ازاي علشان لما نتواصل من خلال شاشة الهاتف بالزبط مع الناس نقدر نقول لهم كلام حقيقي تنظيم الاهلي بالزبط كده ايد بايد مع الامن المصري هي عامل حالة برة بطمن الناس اللي جاء في الطريق لكن محدش سيب نفسه على الحركرك لو رجعتلي استاذ القاهرة اتلاعيني بغرب من كلمة امتى الملعب ده يبقى مليان امتى الملعب ده يعني النص الاحمر على النص الابيض او ما شبه ذلك يعود وتعود يعني لقطات جميلة من الاسر المصرية ومن شبابنا المصري ومن ست الدار اللي بتيجي عايزة تتفرج على الماتش مع عائلتها والله فعلا هي جملة مشاعر حقيقية النهاردة وانا واقف معاكو يا شباب فعلا بتمنى عودتها عارف لما تبعت العزيزة ديكت تقول له فيه اسرع وقت ارجع يا حبيبي فيه اسرع وقت وبالتالي لا الكورا المصرية تستحق ده والنادي الاهلي اللي بيرتب دايما كل ما هو سيستم يستحق ايضا الجماهير وتقوده خاصة مع منازلات افريقية عنيدة هذا الموسي تمام ناخد بقى في التشكيل المتوقع للفريقين نبتدي بالنادي الاهلي ونقول التشكيل المتوقع للجمهور النادي الاهلي محمد الشناوي هيعود لحراسة المرمة امامه الرباعي صبر الرحيل ايمان اشرف سعد سمير واحمد فتحي حسام عشور وعمر سلايف نص الملعب امامهم السلاسي وليد سليمان جونيور اجايه ويمكن النهاردة يكون فيه مفاجأة ويبدأ باكماني هذه المباراة وحيكون المهاجم الوحيد مروان محسن باكماني وارد انه يبتدي وارد احمد حمدي وارد ميدو جابر لكن الاقرب من خلال المتابعات الاخيرة تدريبات النادي الاهلي باكماني هو الاقرب للبدء في هذه المباراة وده تشكيل متوقع ليس التشكيل الرسمي لنادي الاهلي استاذ عصام تعليق حضرتك على التشكيل المتوقع لنادي الاهلي ده اللي قلته يعني لحضرتك ولكل الجماهير اللي بتتبعنا انه حسام البدري نجح بتقدير امتياز مع كرة القدم الكبرى مش مرتبة الكرة والشرف ليه؟ لانه استطاع تمرير الاحتراف الى نهايته لما خل 26 لعب على الاقل يوقنوا انهم بالقرب من بعضهم البعض وبالتالي لا غضادة ابدا في انك تلاقي رحيل النهاردة لا غضادة ابدا ان حضرتك وانت بتقدم التشكيل المتوقع انك تقول انه اجا ايه موجود او غير موجود انه باكماني او باكا زي ما الجمهور بيقوله قد تجدوا في الملعب ضمن ال 11 اللي يبدأوا المباراة لانه في الاخر هناك منطق اصبح للنادي الاهلي زي كل مرة بيكون النادي الاهلي حاضر في المعاد عشناها فترات طويلة واستعادت مع المجلس حالي وكابت حمود الخطيب نتمنى له يا رب خالص الشفاء يكفي انه في ظل هذه الحالة المرضية يفتح يعني تليفونه على اللاعبين والجمهور ويؤكد لهم عادة الاهلي ان المشهد الاهلاوي اولا حتى قبل المكاسب للقروية معلنا الاهم انه ده بيدي كل التفاصيل للناس انه النادي الاهلي لديه خطة وتكتيك 10 لاعب يبدأوا وغيرهم منتظر اذا كان هيكون ليه دور انا شايف ان مراوان محسن النهاردة قد تكون الاقدار بتكافؤ على التزامه وعلى انه واقف عند الاصابة واكتهت كثيرا في الدفع به كمهاجم وحيد حتى لو كان النادي الاهلي بدون اذاره يفقد جزء من قوته لكن قد يعود ده جاييه قد يعود ده باكة الحاوي وليد سليمان وبالتالي حسام البدري منش انه يلعب بتشكيل يرعب كرويا طبعا المنافس والمنافس مين الزمالك اللي طبعا لما حضرك تتكلم عنه هتلاقي فعلا تحصينات دفعية لكن الاهم انه الفرقة دي اللي انت جبت لنا تشكيلة متوقع مع الزملاء بتقول ان اللقاء هجومي احمر ان اللقاء فعلا زي ما البدري او البدري هو زي ما جمهوره بيقوله استعد له لاستعادة ارقام قياسية فوق المستوى اللي اعتاد عليه سريعا شايف الغيابات بالنسبة لنادي الاهلي غياب وليد اذارو بسبب شد في العضل الخلفية في المبرأة الاخيرة امان بترجيت وغياب علي معلول رغم جاهزيته الطبية ممكن يكون غيابات مؤسرة لنادي الاهلي النهاردة سريعا بنسبة لكن زي ما قلت لحضرتك التعويض قائم لان انا مصر ان الاهلي بقالوا سنوات طويلة اتقطع منها جزء كده نتمنى الا نعود لك ان استعاد كامل عفايته مع المجلس الجديد والاجهزة الفنية وبالتالي النسبة عالمية يعني الاحتياط من البنك ده يعود لانه دول مش بودلاء تمام شكرا استاذ عصام وحنعود لاحقا ونتكلم على تفكيل نادي الزمانيك شكرا استاذ عصام طبعا ده كان لقاءنا مع استاذ عصام شلتوت طبعا النقد الرياضي الكبير للحديث عن هذه المباراة وزي ما اتكلمنا مع جمهور النادي الاهلي التشكيل المتوقع لكابتن حسام البدري خلال المباراة اليوم بشكل عام نتمنى الاهم هو التوفيق للنادي الاهلي والفوز في هذه المباراة والوصول للنقطة رقم 38 عشان هيكون حدث تاريخي ورقم تاريخي بالنسبة لنادي الاهلي ورقم كياسي جديد يضوف لأرقام النادي الاهلي هذا الموسم والآن عودة لك كابتن فاروق تفضل شكرا كامير طبعا نشكر استاذ عصام شلتوت النقد الرياضي ورئيس تحرير التنفيذي لليوم السابع استاذ عصام الختم بها زمنا امير واكيد الأرقام مهمة جدا في جزئية الصحافة وتبني عليها توقعات ممكن تحصل من خلال اللقاء بالضبط ودائما بنقول الأرقام لا تجزل يعني دائما لما الصحفة بيجيعمل تقرير بيعتمد كتير على الأرقام لأن الأرقام بتدي مدلول في نهاية المطاب بتوري لك الفرق الفروق مش قضيت بقى كلام إنشاء وكلام عشوائي لا أنا بقول بالأرقام دي كم بطولة دي دخل في كم جول سجل كم جول الحسابات دي كلها تقدر تبني عليها التحليل بتاعك وتقدم معلومات دقيقة لمطلق هذه الرسالة سواء كان قارئ أو مستمع أو مشاهد في تصوري إن الحالة اللي احنا بنتبعها نهاردة لا الجميل في الأمر من رغم الفرق الكبيرة اللي بين الفرقتين لكن كل واحد بيحاول يخلق دوافع جديدة دوافع جديدة خلال المباراة يعني إيه تحفز اللاعبين على تقديم أفضل معده يعني نهاردة لما حسام البدري بدخل المباراة وعز النقطة 88 هو وصل 85 عز 88 لأن الزمالي كونسل في 2014 إلى 2015 ل 87 نقطة يبقى كده بيكسر رقم قياسي النهاردة خالد جلال لما بيكلم مع لعبة الزمالي لا ده أنا عايز إن أنا أصح أوضاع وأرض جماهيري وأصالح جماهيري يعني دوافع حتى بتحول المباراة كالمعتاد إلى بطولة خاصة بغض النظر عن الأرقام والإحصائيات والفرق من الفرقتين التاني نحن بنقول النهاردة موضوع التحكيم موضوع مهم لأن عودة بعد غياب للتحكيم المصري كان طبيعي جدا يبقى تاقم حكام أجنبي كالمعتاد لكن بعد 2014 إبراهيم نور الدين أعتقد قعدنا أربع سنين لغاية مزار النهاردة أو هيظهر النهاردة محمد الحنفي في المباراة محمد الحنفي عشان نقول معلومات دقيقة أولا أدار مباراتين للزمالك السنادي أمام مصر المقصة وخصر الزمالك أمام الانتاج الحربي وتعادل الزمالك مع الأهلي أدار خمس مبارات الأهلي كسب ثلاث مبارات وتعادل مباراتين ده اللي يمكن بيرد شوية على المنشط إياه يعني المسألة في الآخر بالعكس ده الأهلي عمل نتائج معها أحسن من النتائج اللي عملها الزمالك معها السنادي تحديدا وإن إحنا كلنا واجبنا أن ندعم قطاع التحكيم قد من إقضاء لعبة تلتزم شما أقول أنا لما يجي الحكم الأجنبي أنا لا أعرضه تماما في أي خارب يعمله مهما كان قاسي في حكام طرده بعد خمس دقائق في حكام بحسب ضربات جزائق ما حدش بيحتاج على لها أعتقد من باب أولا نحن ندعم التحكيم المصري خاصة أن نحن نتكسل عالم سواء منتخب أو تحكيم وإذا شرف كبير للقرى المصرية عينا هنتمنى طبعا زي ما قلنا كل التوفيق خاني يا سوى شيف وكلمك وهرجع لك لأن كل ما أجي أسألك السؤال ده بنروح في حتة تانية وبينجيل لتقرير جزئية النجوم وظهورهم في مواليد القمة زهورهم في مباراة زي لقاءات القمة بقيت قليلة شوية يعني هل النهاردة تتوقع مثلا من خلال اليوم ممكن ظهور النجوم ممكن تبقى ما كانتش موجودة على الساحة بشكل كبير في النجوم فعل زي ما أنت قلت بس عايزة أؤكد على جملة بس يعني حتى التحكيم السنة دي أو الموسم ده أخطاء يعني مش مؤسرة أو ما فيش أخطاء خالص من ساعة الحكام الخامزي يساهم بشكل كبير جدا في حصن حاجات كتيرة في يعني لأ والنهاردة برضو في حكم خامس ده برضو يقلل كتير إن شاء الله من الأخطاء النجوم الأهلي كلهم لعبوا المطش تقريبا أو لعبوا الأهلي لعبوا زمالك أبليكاد ما عادة يمكن أحمد حمدي ملعبش بكماني ملعبش قبل كده يمكن فرصة مثلا عدم وجود عبدالله السعيد وعدم وجود مؤمن زكريا المؤمن زكريا الناس اللي مش عالم معلول عالم معلول وكلام حتى منح فرصة اللعبة تانية تظهر النهاردة أو ترع على الجانب الآخر في الزمالك طبعا فينا كلها جديدة يعني باستثناء أحمد توفيق وحزم إمام وشناو البعيد يجب أن 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 ي محصن. اللي جيه. اللي هي الصفقة الاهم في الشتاء. لكن باقي اللاعيبها كلهم لعبوا احمد حمدي. ده اللي هو ممكن يبتدي بيه. يعني فيه كلام. مبتدى في المبارات ممكن يبتدي بيه. يعني فيه كلام. بيحاولوا ان هو يعود غياب عبدالله السعيد. يدور على لعيب. لغاية ما ييجي اتقالات الصيف او عودة ناصر او المعارين بره. لكن بشكل عام. معادش زي زمان. لان كان معروف. ممكن برضو او عايز اقول. كان زمان. يعني مرة محمود محمد صبري. في اربعة وعودة صعيم مع الكابتن جوهري. الانطلاقة بتاعت محمد صبري. بزرح. كانت مبارات القمة. امانويل امونيكي. نفس حكاية. اه كان لعيب جاء كويس وكل حاجة. بس مع مبارات القمة كان متخصص. او كان الجمهور زمالك يعني اه بيحط سيخته في امانويل. اكتر من اللعيب على مدار القديم. كان اشرف اسم. نفس حكاية. في الاهل يعني رمزي. حسان ابراهيم. والجيل بتاع. تلاتة وتمانين اللي هو الشباب كله. اللي كسب ماتش الكاس. زمالك تلاتة اتنين. فكم بيحصل زمالك. لكن دلوقتي زي ما قلتلك زي ما هي النتائج الافضل بيكسب. فالافضل باين لوحده. يعني انت. حتى في الفريق. حتى من الفين واربعة. ابو تريكا براكات. اه عماد متعب. اه محمد شوقي. اه حسان عشور. اه عماد متعب. فلافي و جلبرتو. اه الحضري. بعد كده جي شيف اكرامي. فكلهم نجوم. احمد فتحي. فكلهم نجوم. اسلام الشاطر. سيد معوض. عماد النحاس. اه. كل ده كان نجوم. موجود. احمد السيد. واي الجمعة. فكان الاهل. اوسام حسني. كل دول كان موجودين نجوم. فمعروف مين النجوم. اللي بلعبه القمة. فما كانش فيه. يعني قليل اولا ما كان. ممكن يعني ماتش الستة واحد. زي ما قول. ان خالد بيبو يجيب اربع اهداف. اه. ده كانت. اه. طفرة. اه. مش حكاية نجم بازغ بس. هو جاي نجم للاهلي. بس في ماتش الستة واحد. لا. دي كانت. هو طفرة. حاجة حالة سليك. كابت المحب. حسنين. لعب المواردي. وكان رقب ستاشر عن ستة واحد. مش حقاية. ملاحظة. ملاحظة هايلة يا دي. خسيرة يعني. ان انا قد نبس ستاشر ومارش خلال ستة واحد انا ستت. هه. ها. هه. ها. ها ها. ها ها. انا خدت شبالي. هه. هه. هما شفت الموارا دي قبل. قبل البرنامج على طول. هه. ها. هكيد مؤسرة مبارا مؤسرة. اه. شكرا دي. اه. عسب بذكرات المؤلمة. هه. 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 لكن اه.ه. جزئية الزكريات ونحن نتكلم لا وليس أردنا أن أسألك برضو يا كابتن محمد أنا بتفهم جزئية النجوم طبعا قالت ولو حصل هيبقى من الزمالك مش من الأهل لسبب الأهل المستقر برضو ده عضوية استقرار وعضوية استقرار مش قضية إنه ميزة مش قضية ميزة إنه نفري المستقر التشكيل تواضحة تعرفها ومتغمض وليه الأول اللي بدخل التشكيلة هناك بقى لها تشكيلات مختلفة كتير تتوقع إنه بقى فيه وجه جديد أو وجوه جديدة تظهر في القمة وزي ما أنت بتقول إذا كانت القمة بتشهد أو بتقدم شهادات ميلاد لبعض النجوم هي بتطلع شهادات وفاة يعني طبعا بين قصين بعض النجوم بيختفوا أو يتأثروا كتير لو حد ارتكب خطأ معين بسبب الفازين متفريقهم تعس إنه في الآخر بينالغضب والجمهور لغاية القمة اللي بعدها يعني بسألة كده القمة اللي فاتت بتاعتها أو الموراول لها بجلال كان عبدالله جمعة وأحمد بدبول ثلاثة؟ ها ليه تنسف لأنه عبدالله جمعة وأحمد لأنه المغامرة اللي عملها كبدالجلال عبدالله جمعة وأحمد بدبولي اعتمد على العناصر الجديدة كلها وقعد عناصر الخبرة السسناء منحفني بتاعك ورجع باسم بالفاة وطبعا كانت مشكلة إنه أحمد بدبولي تم تبديله بين الشرطين زي ما بقولها مش كل لعيب هي دي ما أتأكد للمعنى ده يبدد الفنين ويلعبات تقالي وفي جزيه أساس شريف احنا بنقولها دايما أنه فيه دعيبة بتبقى اللي هو يومها دائما في المبارات اللي زي كده يعني أنا فيه أبو تريكا مثلا في مية وخمس وشهر في مية وخمس وشهر اللقاء اللي فاتوا كلهم بالنسبة للنادي الأهلي وزمائك في الدوري أبو تريكا هو هدف فريق نادي الأهلي ب13 هدف ناحة تانية جمال حمزة بتسع هدف فيه دعيبة كده تحس إنه هما ذي ما تشعب يعني تعلي باختصار شديد وبعدين الحاجة التانية إن فعلا زي برضو بلس شريف بيقول إن المتشاط دي عايزة وماشى معين صحيح معلش واحد عنده خبر وعنده طموح واحد عنده قدرة يتحمل الضغوط لإن في الآخر معلش لبقى قدرة إعلامية وجماهيرية مش قضية 300 و300 في الملعب لا في ملايين برا هي دي اللي في الآخر عاملة ضغط شديد انت بتعيسي بقول الله زي ما ورا يأمة الأنطلاقة يأمة وصفة وراءات ولادي النادي صحيح وعندنا ما تيجي الجمهور الجمهور ما بيعزورش معناها أنت عارف هو ده الحكم الحقيقي يعني تعرف النهاردة إما توفق إما تنال غضب يشارك بالحسابات صحيح لا جيت في الجد ما لقيتكش في المباراة المهمة انتهى حيح ما ما عملت في المتسج خلينا نروح نشوف ونحن نتكلم على هدافي القمة نروح نشوف تقرير عن هدافي القمة القمم بالنسبة للفترات السابقة طبعا أنا زي ما قلت لكم كده أبو تريكا واحد من هدافي النادي الآلي في هذه اللقاءات وأيضا جمال حمزة بالنسبة لنادي الزمالك أيضا تسجيل الأهداف في لقاءات القمة يعد أمرا مميزا ومهما في نفس الوقت لأي لاعب وفي الغالب تعد تلك المباريات من أهم محطات اللاعبين الذين شاركوا فيها هداف الأهل في القمة خمسة لاعبين استطاعوا أن يحفروا اسمهم بأحرف من ذهب في التاريخ يأتي في صدرة الترتيب محمد أبو تريكا برصيد 13 هدف بينما يحل أماد متعف في المركز الثاني برصيد عشرة أهداف فيما سجل المايستر الراحل صالح سليم أسطورة النادي الأهلي ثمانية أهداف بالتساوي مع حسين عطية الشهير بتوتو وسجل أحمد ميكاوي سبعة أهداف على الرغم من عدم تسجيله لعدد كبير من الأهداف في مرمى الزمالك إلا أن خالب بيبو لعب الأهل السابق استطاع أن يسجل اسمه في التاريخ بعدما سجل السوبر هاتريك في مباراة القمة الشهيرة التي انتهت بفوز الأهلي بسداسية مقابل هدف موسم 2001-2002 تعتق يادة الساحر البرتغالي مانويل جوزي هو الموسم الذي توج فيه الأهلي بلقب دور أبطال إفريقيا موسيقى 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 خلينا سلسانس الشيف نشوف النهاردة الصحافة كتبت عن الأولى التقرير ده كابتن محمد عن الهدف يؤكد المعنى اللي احنا بدأنا به الحلقة إن في الأخذ ده تاريخ خاص ناردة لما بنقول أبو تريك صحيح تاريخ خاص ما لغناش التاريخ ده عشان الفرق بين النقط بين الفيدي لا ده تاريخ بيتسجل سؤال العيب موسيقى 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 ياخد الجمهور نفسي يقول لك أنا عشت كم أنا حضرت المباراة ستة واحد تاني عبد عيد موسيقى ستة واحد خلي بلا موسيقى موسيقى طيب يقول لك شوف هو هذا التاريخ اللي بتسجل في المباراة دي بغض النظر محدش بقى يقول أفس المباراة دي كان الفرق بينهم قدقان مهم أبناء أبناء مشاعره فياضة أكتر من جوة مصر تحسي دي حاجة تمس بلده قمة كروية تخص بلده تحسي أن فعلا فيه مشاعر غير عادي وتفاعل غير عادي واستعدادات غير عادي المصريين لهم أكتر من نادي في الإمارات نادي المصري في دبي وفي أبوظابي وفي الفجيرة تحسي تجمعات كاملة الاستعدادة للمباراة وحالة الطوارئ بتعلن تفاعل أكتر يمكن من الموجودين جوة مصر رغم أن القمة هي قمة في كل مكان تحسي أن ده بينعكس على الإعلام الإعلام هناك رغم أن في الآخر نحن بكل أسف ودائما كنت دائما أقولها أن نحن ما نتعاملش بحياد مع الرياضة بر نحن نجي مثلا هنا لو في قمة الدوري الإماراتي ممكن لو جيه خبر على العمود في الصحف المصري هناك ممكن يفرد صفحة كاملة على الأهل والزمان حقيقة كده شوالفرق يعني فده ده وقع حاصل تحسي أنك في الآخر لا ما نتعاملش سواسية أن هناك لا تحسي أن فيه جمهارين لما جاء الصبر المصري والأستاذ شريف تابع هناك اهتمام سدقني أكتر من الصحف المصري صفحات وصبر الأهرامات في ضيافة الإمارات وحاجة كده يعني وعناوين زي ما أنت عايز أقول ويعني بيتفننهم في تجسيد الحالة المصرية ده بأمانة والله يعني أنت عارف تفاعل خناة أبو ظبي الرياضية هناك ما خصصة قناة خاصة طول الوقت كانت للصبر المصري ده بيحصل فيه انت ما كانت للصبر الأمارات هنا لو عملنا عنهم برنامج ده نقولك الترخيل الدنيا لكن في النهاية لا هم هناك حسين بين أوي ده اللي أنا عايز أقوله وإن في الآخر لا بيعتبروا كأن المباراة تخصهم هناك شعبية 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 كمان شعبية غير عليها لا لا ده حقيقة لأهم هم فرضين الإسمين والكبار فرضين نفسهم على كل المنطقة فيشكلام يعني ونهاردة هتلاقى أنا بقولها لك وإحنا قاديم مع بعض لا هناك هتلاقى فيه حالة طوارئ الناس متامة اتمام غير عادي وبعد المباراة هتلاقى مسيرات فرح سواء للجمهوردة أو الجمهوردة وجو يعني استعداد كما بقول لحضرتك في كل حتة في العالم الوطن العربي وأفريقيا حتى يعني فيه اكتشاف لبعض اللعبين اللي ممكن كمان عندهم القدرة على الاحتراف من خلال مباراة زي كده يعني أنسب مباراة قوة فرقتين بقوتهم الكبيرة أن يبان لعيب مميز من خلال لقاذة كده يطلع برها مدالين هكتور كوبر حضر المباراة النهاردة عشان نتفرج على محمود عبد العز في الزمالك وعمر السلية في الآهل تحديدا يعني ده كل هدفه النهاردة عايز يشوف دول موقفه في المباراة صعبة بهذا الشكل وفيها كل الضغوط هيقدي ازاي ويظهر ازاي ويستهلي خش المنتخب كاسعالم ولا لا لا يعني يعني متحن برضو البعض اللعيبة مدل لنني ما بالزبط ولا لازم يفكر فيها فهو في الآخر المباراة في عناصر كتير وكل الناس مهتمة كل واحد يشوفها بزاويته سيد شريف أبرز ذكرياتك وأبرز ما كتبته وفي لقاءات قمة قبل كده لا كتير بس أبرز ذكرياتي ماتشة 4-2 4-2 ده كاس مصر سامح وثنين 78 اه لا اوكي اتكار 4-3 أنا كنت حضره في الملعب ده بتاع الكابتن الخطيب وطاق 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 وتفرجت على الأهداف فيديو يعني ملحيتش كمان لعدف ناشر التسعة والكلام ده فتفرجت عليه فيديو بعد نتيجة تحاولت من 2-1 للزمالك لـ 4-2 للأه وماتشة 4-3 في الكازة وماتشة 4-3 في الكازة أنا كنت بشتغل في الـ ART وكنت موجود في الملعب فقعد في المدرجات بتاعت الصحفيين لأسنا المباراة فكان جابي طبعا تعرف فنحنا ساعة بندخل أولياء أمور وجماهير عادية في الوقت ده قعد جابي على الكراسي بتاعت الصحفيين والده قعد على السلم الطفل أهلاوي طبعا والده يعني وكده فالمهم لما جيه الجن بتاع زمالك عاية الولد حاجة بتاع 8 سنين كده أما رد عماد متعب جون التعادل أن الولد ده يعني عارف شهاية الموت وانا وأخده ووالده مش معايا والده بيشجع وانا وأخده في حظه ما تزعلش ما تخافش عارف انت الشهاية دي يعني ده موقف ده لا يمكن أنسال يعني حاسيت أن الولد عيموت من يعني من الفرحة ومن الحزن اللي الآله كان جاي في جون فردة الفعل فيها دول أهم موقفين يعني عشرتهم في القمة طبعا ما تشترى واحد ده حدث ولا حرج بالنسبة للذكريات والتحفيل والكتابة نفسها الكتابة ما تشترى مارك بوتا ده فكرني الحكم الفرنسي الحكم الفرنسي اللي هو تلغى ده اللي هو أيمن عبدالعزيز كان بعد خبز بلعام جاكت بلعام جاكت بلعام جاكت بالزبط وبغطيل مارك بوتا الجنان الجريدة عربية وكنت في الملعب وكان جنبي زميل العزيز واخوية مهر غريب وهو زمالكاوي هو في قطر هو زمالكاوي شديد جدا وكان بيغط وأول مرة يعني قعد في الجو ده يعني بجنبي واحد زمالكاوي بحبه ماشي وصديقي يعني هو شبه حتى المهم فإحنا عاديين نازلين لعبت الزمالك فهو هني بص بقول لك الزمالكاوي اللي عبت زمالك ركابهم بتخبط أنا مش مستريح للماتش كان عب حبيد باسيوني وكده وكان جيل ماهو ده فريق الأحلام صح طبعا أول زمالك نصحب كان سعيد جدا لكانتصابل عامل الماتش ده حق غريب لو كان عامل عبد العزيز كان من أهامل 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 ده ما كانتصابل ده لكان هولمن تصابل 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 لا تصابل لا تصابل لا تصابل لا تصابل هكتبت ماتش ماشي لعب ثلاثة مواجمين حد إذا أحد يفكرنا من الأداد عشير عايز أكسب شريف الصراحة كان تشكيل وليد صلاح وحسام حسن وفليكس الاثنين ثلاثة قدام ثلاثة قدام وكان عاملين حالة بين ثلاثين ورعب لدفاع الزمالك في اليوم ده فده الماتش ده وكان بقى الانسحاب ده تعناوين باكر بين ثلاثين كان لأول مرة في التاريخ ده صموة أولا حصل الانسحاب لا حصل أبدا كذا أكيد وحسن والأهل انسح تعرف الماتش بتعديب بتعديب أنا كنت في الاستاذ وضربة جزاء وفروغ جعفر مع مرهان لا ستنات إنت تودينها تقدرنا أوكد دليل لا يا راجل لا بالستنات أواخر السبعينات كان الديبة حكم الديبة يعني الحكم وكان وفي تجر أشوف تجر وفي تحصل وفي الماتش تلاغة لما فروغ سجل ضربة الجزاء في مرهان كان عملت أزمة كبيرة وكان بقى شك يعني كان الجمهور الأهل أولا بقابة الأهل بيحتاجوا ضربة الجزاء كانت عاملة دوشة يعني لا يعني احنا بنتمنى طبعا الزهور السلدي دي مجرد الزكريات لكن إن شاء الله المغرر نار تكون دون شوائب هيتمشي العالم كله بتفرج علينا المفروض قبل أيام من كاس العالم احنا قال من خمسين يوم على كاس العالم نقول للناس بقى البلد الوصلة كاس العالم لقى فالسلوكيات حضرية كبيرة وكرة قدم على أعلى مستوى واحترام للتحكم المصري هعتقد أنها مباراة المفروض تكون رسالة مهمة قوي منك كمصريين لكل الناس اللي تفرجوا على المباراة خلينا ناخد الصحافة وما كتبته الصحافة في مباراة اليوم هبتدي بالأهرام أصلاح صم حضرتك وراحة تتقرى المنشت وتعليقا على هذا المنشت لكن تعليقا يعني حذر من البدري في موجهة كابتن جلال ولا ناح العكس مفروض والله يعني أي وجهة نظر لكن في النهاية أكيد أكيد كابتن خارج جلال يعني هو اللي حذر المباراة اليوم لأن طبعا فدي يكون ولا الحذر أعتقد أن الاتنين حذرين لأن لازم في حذر برضو لازم فيه إلى أي رزق ممكن يجي بنتيجة عكسية بس برضو احنا منتكلم الشريف من منطلق أن السخة عند الآلة أعلى خبرات كمان الخبرات خبرات مهم ما فيشكلة صحيح طب سوشريف مع هزة الأخبار لازم فيه إلى الأخبار لازم فيه إلى مكان تعريبا على سوش قربنا مشاهر رمضان ألف ليلة وليلة يعني يعني أهل الليلة والزمالك عايز يقول أن الازم فيه إلى تاريخ كان أقوى من كده أو يعني هو عايز يقول كده طبعا هو عمتا كلاسيكو بالنسبة لأهل زمالك هو تشبيها طبعا بمبارات لريال مدريد وبشلورة وكلاسيكو لو تعبيد كان أقوى مكان أنه كان كان كلاسيكو كان بقيمة كبيرة أعتقد أنه مازال ولكن الحكاية أنه قيمة أو دي ليه فيها الكلام لكن هو مباراة مهمة طبعا الأحمر يتطلع يا الشريب عندك تفضل تفضل بقيت عنوان الأخبار بقول للأستاذ الشريب الأحمر يتطلع للسماء كاملة وقيمة يعني حاجة طريقية يعني عنوان طريف يعني يعني ما معرفش هل هو دي مدرسة الأخبار اللي أنا أمدي مثالي لا يا صدر صاحب واستكمالا استكمالا طبعا زيادة اللي الأهلي ابتسامت بتكتمل بمباراة زي زمالك النهاردة أنا زيون نقول هي مباراة يعني هي الأهلي تستنيها ومكسب على هي تطرفة يعني إلا رغم المسائبي القمة أمنزها الليلة الأهلي والزمالك في الكلاسيكو الكبير ماشي يعني يعني هو العنوان الأولان اللي شوية يعني يعني بيعمل المفرقة هل هي قمة حقيقة ولا فسحة في السادة القاهرة في نهاية المطاف بالتأكيد الإجابة هي قمة في كل الحالات والأحمر يبحث عن الرقم القياسي والأبيض يريد النصر المعنوي هذا حقيقي ممكن يشتوف في هذه الجزية إن النادي الأهلي بيكسر مازال بيبحث عن تكسير المعنوي يعني حاجة إنقاذ ما يمكن إنقاذه في نهاية الموسم في هذا الموسم لسه طبعا عنده كاس مصر أيضا عنده وعنده ده ربط الأفريقية بنسبة لأهلي يعني كمان يعني عنده بطلتين كبار لسه فبطرية المسا يا شريف صراع الكبار تحت الأمطار ده يعني تقريبا أنوان تحزيل عشان يستخد الشماسي ورايها أنت بس يعني أنت دايما مرور طابت بالحدث أنه في أمطار يبقى أنه كذا يوم في أكتار والاستدنة حيط قريب من التجمع والمطرة كثيرا كثيرا والمطرة كثيرا كثيرا وكيرت محمد وعانة كثيرا من أمطار التجمع عشان كده محاصرين بالأمطار لكت صراحة مطرة غير متوقعة ولكن أعتقد أن سرقه هرى عنده أمور الصرف بالنسبة له مشا لاي أي مشكلة وده المترجمات ومترجمات بالنسبة له أمير قال أن الأمطار خليف الشكل وبالعكس هو نادي الآني يرش الملعب قبل أطع سرق وانتون الماء رجعت البنجيلا لا صح الشروق لكي أستاذ الشريف لا 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 لأنه لا 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 حق نحن في المسا ويقولنا المسا في الشريف الوطن الوطن الأهلي تسلح بأسرعة وأخضر أبيض والزمالك يراهن هذا الشارح المفروض للمسا الوحيد هذا الشارح المفروض بالضبط مرأسو أنوان بقي على عنوان رئيسي المفروض مختصر مفيد ونخش في التفصيل لكي تقول نتجاوز لأمور الفني هو كده دخل في الأمور الفني يتسلع بإيه لكن احنا عزين بقى لأول تقول القنب إيه القنب مية وستاشر كلاسيكو دا يمكن اللي مكتوب على يعني بالظبع هو عمله غراف عمله غراف ومسك الصفحة وكلها برضو طبعا عشان نبدو محقق أمهم طبعا لا بالأكس كشكل فني هو بالأكس شكل فني يمكن في الجول كموقع يعني لا قيمة لها بسبب المنافسة بالنسبة لجزئية تقارير بقى تقارير عن القنب بالظبط وبعدين ما تخليش طالب برضو صحفيا يا كابتن محمد ما بنطلبش من المواقع العناوين اللي بتشد زي الصحف صحيح هو بيعمل تقارير في المقام الأول يعني مش محتاج العنوان اللي يعمل ضجة ويبيعمل عنوان يخليك يحفزك لنت تخش على المواقع بالظبط طيب أنا هرجع تاني بقى لصحفة وليجزئية بقى الشروب اه خلينا في الشروب القمية وستاشر شكلية شكلية ده يعني تحس من وراها يعني هوية اللي عامل العنوان يعني في الآخر بأمانة فهذه القصة مش أنا مش أنا بتوجهاته على الأقل بتوجهاته مش أنا إن أنا في الآخر بعض الناس فعلا بتحاول بتقلل بالموضوع محسوم وإن مباراة تحصل حاصل معادي ده من حقهم لكن احنا بنقول لا القاعدة بتقول لا القمة قمة وقمة جماهيرية على الأقل طبعا النتيجة مؤسرة في كل الحالات اللي يخرج منها شوف سواء الأقل أو الزمالك بنتجة جيدة هتعمله دفعة كبيرة لو بنتجة سلبية هتنعكس فعلا سلبين عليه شوف الأقل مع كل انتصارات السنة وإنجازاته هو علوان مهد لو خسر النهاردة لا بتعمل إنعكاس سلبي كبير جدا على اللعيبة وعلى الجمهور وعلى الكام لكن لأن الجمهور لو عايز ياخد كل حاجة السنة تعرف فلما تيجي أي ضرب أكيد هنعكس سلبين عليه بشكل كبير والزمالك لو كسب بالعكسة صلح له مشاكل كتير أعتقد أنه في أحوض ما يكون للفوز الزمالك عشان يصلح موسم كامل مليئ بالمشاكل اختيارك لأفضل مهدئ مهدئ انت متهدئ دين مهدئ ان شاء الله هادئ يعني شروح لا توزع توزع مهدئات كسب كسب لا لا طبعا اطلاق اطلاق عملا يعني في موقع موقع في الجول ويمكن هو كسب بخصوص مباراة اليوم هم أنت أحسن يا أستاذ أصام معنا أحسن يا أحلى بس أقولي في الجول وبعد كده أستاذ أصام يختار أفضل أفضل المنشتات بالنسبة لمباراة اليوم لا قيمة ده في الجول لا قيمة للقمة 116 بسبب المنافسة يعني ست أسباب تدفعك لمشاهدة مشاهدة القمة بشغف يمكن ده بالنسبة الموفع في الجول بس كده المضمون متنق لأنني أقول لها قيمة وأنا أقول ستة أسباب تدفعك للمشاهدة تبدأ كواستة أسباب مخنعة جدا لأنني تابع المباراة يبقى ملاشي قيمة إزاي يبقى ملاشي قيمة ده أنت بتقول الأهل وأرقامه القياسية فرصة الزماء فرصة الحكم المصر الطرابة الأحوال جوى السادة الكارة فرصة اللاعبين لإزبات جدارات متعلقهم فرصة المدارب الجديد كريس سانجروس السويسري أهل يصدم بالزمالك في قمة فاترة وأجواء تحكمية متوترة يعني أنا مش عارف أجواء تحكمية متوترة لي ولكن بدافع المنشدة إياه هو ده باختصار شديد لكن هو في الآخر يعني من قال أن التحكم متوتر يعني من قال داع بالعكس السقة كاملة فرصة ضيبة والرجل طلع وقال تصريح ده نكون ممكن أحكم القمة بقالي ثلاث سنين وتم تأجيلها والاستعانة بالحكام الأجانب وأنا الأول إن إحنا نحكم القمة اللي نبسناها بقال كتير وفرصة للنجومية والشهرة وإن أقدم نفسي كحكم كبير لكل جمهير الكرة بصري طبعا النهاردة كل طفيل نأكد على هذه الجزئية لإن جزئية التحكم هتخرج المباراة سليمة إن شاء الله وأمر اليوم السابع الأهلي يبحث عن تحقيق الأرقام القياسية أمام الزمالك في القمة الليلة شريف تعليقك على جزئية طبعا حق الفوز واصل العقدة الزمالك ما تكسبوش الحق الفوز عدد مرات فوز متتالي ييجي وصل للنقطة 88 ويدرب الرقم الكاسي بتاع الزمالك في موسم 2014-2015 فعلا لكن بالنسبة للزمالك هي قمة لعودة الثقة خاصة في الظروف اللي بيمر بها نادي إداريا وماليا وفنيا وكل الكلام ده الآن ما ييجي المدرب اللي تم اتعاقد مع جروس فهي فرصة لمجموعة اللاعبين الحاليين لأن اعتقد إن لو المبراه خرجت بنتيجة سلبية للزمالك حيبقى فيه مقصلة بالتأكيد حيبقى فيه مقصلة اللعبة كتير جدا جم في بداية الموسم وحيمش ممكن مفيش أصلا ممكن مفيش فيه أصلا حتى لو أي حاجة حصل لا بس هتزود بقى يعني هتخلي يعني لو فيه حتى إن نحن ندي فرصة لبعض العناصر تنهاية موسم هتختار اللعيبة اللي هتقعد هتختار هتزود عدد ضد ضحر هتزود عدد ضحر يزيد أكيد التأكيد أو هتسبت عدد هتسبتهم على الجانب الآخر بالنسبة للنادي الاهلي النتيجة تفرف حتة وجود بعض العيبة واختيار الجاز في أن استكمال بعض العيبة المشورة لا الاهلي متماسف أكتر بحاجة دي القصة لا هذا هو المباشر مفعالي يعني مش هتبقى الأزمة للضيع أو تضحط بعدد كم من اللعب هتبقى مباراة وخلاص وأعتقد أستعبها بسهولة لكن الآن إذا ماك مش هتستعبها بسهولة لو خص المباراة هتبقى لا أثار كبيرة خالص أنت بتنسف حمامك الأديم هتبقى كده القصة كل المجموعة دي هتبقى وفلوس والدفع هتبقى هتبقى الناس كتير رغم أنه برضو برضو لازم نقول حاجة بنقصين وأنا مقتنع بيها أن بعض اللعب كتير في الزمالك ماخدوش فلسطة بعد اللعب كتير كانوا ضحية عدم الاستقرار وعدم وجود تشكيلة واضحة وعاد اللعب كتير كانت ضحية المناخ العام اللي جولت الزمالك كتير بيتظلموا في هذه الواقع بين الجهاز الفني يعني يعني أديننا تسقر إمتى وفيه ملامح رئيسية للتشكيل إمتى الموسم خلص وانت لسه عمل تجرب طب يعني جزئية أن وجودك بتخالي الجلال أنا هكلمك شو يا عزمالك رسو الشريف النهاردة في حتة النجاح بيخروج بنتيجة إيجابية إذا كانت حتى التعادل هل ممكن بتخالي الجلال يكمل مشواره مع الجرس لا لا خلاص المفوض إن هم في مفوضات مع مدرب سويسري يعني لسه لم تأخذ التوقيع لما يتم الغالي دلوقتي لكن ما أعتقدش إن الكابتني إنها بجلال حتى لو كابتني خالي الجلال لو قدوا لي الفوز أو التعادل حتى إنه هوا هيكمل مع لا هوا خلاص هوا متجاين مفوضير فني معقض لمرحلة انتقالية يعني التعاقض مع مدرب سواء مدرب مصري وإن كنتم شايف على الساحة مدرب ما دربش الزمالك في مصر لكن فهو مدرب أجنبي يعني ما شفتش ما فيش مدرب تالي الرضا عبد العال فاضل تقريبا هو اللي عارب نفسه اللي فاضل يدرب الزمالك يعني في مصر لكن فهو الحين التعاقد مع مدرب أجنبي لا ولا الصورة واضحة يا كابتني محمد إنه في الآخر قال له انت مدرب مؤقت وراجل قابل هذا الوضع بالكتير قوي قوي ويبقى كانت الخير جرس لما قبلهم دربعه لأنه في الآخر اللي بيجي عايز عايز شروطه عايز الصف بتاعه وراجل حطت شروطه والشروط الجزئية يعني انت عارف جاي داخل من الباب الواسع قول اللي انت عايزه ايه عن حضري فالمسألة ما فيش حد يفرض عليها حد المعلومات خمال لو وصلاله كمان مخليها 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 على كل شروط ثلاث شهور مقدم اه خالص ثلاث شهور مقدم اه وتقال له الكلام ده وان امن نفسك قد ما تقدر المسألة ما فيهاش فهو دي لا اعتقد ان محسوما لكابتن خالد غلاء ممكن تكون دي اخر مباراة باختصال لنزمك منيش مؤجلات دي اخر مبارا لوف الدوري بعد كده الكاس ممكن يكمل الكاس برضو قريب لكن الراجل كمان من زكاؤه ودا تحترمه قولك ابدأ من بداية الموسم وعمر معسكر واختار لا اخذ الفرصة كاملة مش قضية ان انا ادخل فرص المسابقة واتحاسم في الاخر فهو المسألة محسوما بالنسبة لكابتن خالد غلاء طب صام والنهار ده كانت حسيني بادي بيختار التشكيل بيفكر في مباراة الترجي يمكن ده جزء من اللي اتكلم عليه كمان مع العيبة مية في المائة اه يعني اختياراته في التشكيل هل تبقى يعني مرتبطة بمبارار قادمة هو القمة قمة معلش خلينا برضو ما نخلطش الورق لكن في النهاية هي خير اعداد للترجي يعني تعرف في النهاية اه بالتأكيد تجربة قوية جدا قبل الترجي التجربة فيها كل الضغوط لان برضو مرشتنا مع شمال افريقيا مليانة ضغوط فحلو انك تبقى خارج من هنا على هنا في نفس الاجواء الصعبة تعلم خدم قبل كده انا اقول لحياة صغيرة لما لاعز اهل اللعب في البطولة اللي فاتت مع الترجي وعاد يومين في تونس وراح النجم السحلي تعس انك عايش حالة كاملة على بعض هو باكت جاء على بعض يعني كان قرار مماز جدا واني ميرجعش مايرجعش ويقعد ناك واستقر بالظب ووفر للعبة راحة عايش دافس الجو وخلاص انت عايش فيها بكل الضغوط الموجودة والصحافة التونسية وكل الضغوط نحاق نتيج ويدة يعني نغم الهزيمة 2 واحد في النظام الزاب والعودة بتيجا جيدة مفيش كلام فهو اعتقد دي انا اعتقد وباكت جاء على بعض بس تبقى القمة قمة والان دي بتدخل في التاريخ لوحدها مفيش حاجة اقول بعد كده الزمالك والترجي فلكن خير اعداد فعلا وتايقة نفسية وفنية وبدنية للعبين قبل الترجي طيب وجود حسام غالي النهاردة في قائمة الفريق وعتبر خلاص تعتبر اخر مباراة اهلي وزمالك لياقص الشريف هل يكون كابتن حسام بدل بيحاول يقرم حسام في الوقت لا ليه تكريم ليه لا لا كلاعب لا يعني مش هو لعب مميز طبعا وفي ظل وجوده ومازال قادر على العطاء وممكن لو الدم الدفع به يكون مؤثر جدا في نتجة المباراة اكيد لكننا بكلم على جزئية ان خلاص حسام اعلن عن مباراة اعتقد تعتبر اخر مباراة قمة ليه فوجوده النهاردة ممكن يبقى شيء مؤكد من وجهة ناظر حدثك ولا وتكريما لحسام طبعا مش تكريما لحسام ولكن وجود حسام غالي اعتقد ان حتى اللعيبة اللي هتلعب المباراة عايزة تهديله قمة فوز بالقمة اللعيبة الصغيرة الشباب حتى زمال جيله الجيل بعده كلهم كلهم عايزين ويمكن هتلاقي حرزين حتى ان هو يحققوا النتيجة بحيث ان حسام لما ينزل جوء احتفالية في وجود حسام غالي لكن اعتقد ان حسام غالي حتى هذه اللحظة ومع المباراة وجوده مؤسر مؤسر مش كورة بس قيادة جوه الملعب قيادة وتوجيه ومن نظرة العين يعني فيه لعيبة من نظرة العين بينها وبين حسام غالي بترفع ما هو عايز ايه بيروح فين الكلام دوت كله مشوفنا هو يعني اللعيب لمسته جميلة كمان يعني مش لعيب ديفندر اللي هو قاطع لعيب كورة يعني لعيب كورة موهوب كمان موجوده مؤسر يعني مضي شلال مدريد لا مصعد كمان من خلال الشئين ان شاء الله حاجة كان مجهود طبعا ويس طبعا ويس طبعا ويس حتى في المؤتمر الصحة في الكابت الميم شبيل رغم كاتش فيه مسابقة لسنه لكن كان فيه إصرار من الكابت الميم شبيل ويفضل عادي صحيح ورغم ان تم تسجح يجادر الأهلي بسجولة احنا تذكر بقى مباراة يعني بعيد عن مباراة القمة مباراة الأهلي وسان داونز في ناية أفرق انا حسام غالي ده جيري جاري يا عصر الشريف انا ما شفتش بن قدم او العيب جيري بالشكل ده بالكمل جاري ده زكي جدا زكي جدا العيب كان قويس جدا وقوال ويعرف حسام غالي هو يطلع امتى ويقف امتى هو نيستا مصر حلو نفس الجو طبعا مباراة كان نائك كاس بالنسبة لليستا كاس بملك اسبانيا وقال كده خلاص وبكرة الجمعة تحديدا هيا رسميا خلاص باي باي بارسا حاجة كده وتحاول الدور الصيني نفس الجو ده حسام غالي حسام غالي في مواصفات قيادية من النادر ان تجدها في اي لعب في مصر زي ما قاله استاذ شريف شخصية غير عادية في الاخر منظر كريزمة كمان كريزمة غير عادية لما يجي النهاردة اخر مباراة لعبها كابتن محمد والناس بشو اخده بالها منه خد فيها اغلى شهادة في حياته من ديجو ارماندو ماردون فماتش الفجيرة مع الاهلي اللي كان في المنازل 50 سنة على تأسيس نادي الفجيرة واربعة صفر وجاب جول تاريخي جاب جول من اروع ما يمكن حسام غالي ومتعمد ماردون ان يصفح في اخر المباراة ويشد بأداءه ومسألك انه في عز عطاء ومش واحد يقول خلاص انا بني وبقفل الملف بالعكس كان مدي احساس انه في عز عطاء بفكرة متعة حسام غالي في الملعب مش في التلفزيون اكيد متعة تفرج على حسام غالي في الملعب في التلفزيون انا حقيقي انا مانا بقول لك انا حسيت ديها لان لعبت الوسط لعبت الوسط تحديدا ومظومين جدا في التلفزيون خلينا نروح محمد سعيد من فندق الاقامة ومحاضرة دي بقية الفنية ثم بقى التوجه لملعب المباراة استاذ القاهرة خلينا نروح لمحمد فضل محمد شكرا لك احمد فروت تحياتي لك وتحياتي للزميلين طبعا الناقض الرياضي لأستاذ عصامبا سالم والأستاذ شريف عبدالقادر هنا في هذه اللحظات يمكن فريق النادي الالي بيستعد بعد دقائق قليلة للتحرك من فندق الاقامة صوب استاذ القاهرة واستعداد لهذه المباراة مباراة الزمالك في ختام مسابة الدور العام يمكن المحاضرة بدأت بالضبط من حوالي ربع ساعة لكن سبقها بحوالي اكتر من نص ساعة يمكن تلك لعبين اخرين غادروا معسكر فريق النادي الالي شام محمد اقرم توفيق باسم علي بالاضافة الى السلاسي الذي غادر في الصباح احمد حمودي ومحمد شريف وبالتالي ست لعبين خرجوا من قائمة فريق النادي الاهلي في هذه اللحظات غير متواجدين مع فريق النادي الاهلي هنا في فندق الاقامة وبالتالي الفريق سيتحرك الى السادة القاهرة بقائمة قوامها واحد وعشرين لعب وسيتم باختيار قائمة التمنتشر فور الوصول لسادة القاهرة وسيخرج أيضا ثلاث لعبين من قائمة فريق النادي الاهلي لكن سيحرص مرمى فريق النادي الاهلي اليوم عمام فريق نادي الزمالك محمد الشناوي إذن محمد الشناوي سيعود لحراسة مرمى فريق النادي الأهلي في هذه المباراة لكن باقي التشكيل الأساسية هناك أمور كثيرة هناك مفاجآت عديدة قد يدفع بها الكابتن حسام البدري في هذه المباراة تتمثل ممكن في أحمد حمدي بقى إلى عديد من اللاعبين لكن أنا في هذه اللحظات معك وديك صورة مباشرة وعلى هواء مباشرة من داخل فندق الإقامة فريق النادي الأهلي في هذه اللحظات كابتن محمد فروق خلاص بيغادر فندق الإقامة وبيغادر المحاضرة بعد انتاءها مباشرة من الكابتن حسام البدري بعد انتهاء المحاضرة الرئيسية والكابتن حسام البدري أعلى من خلالها التشكيل الأساسية واللاعبين الذين سيتوجهون في هذه اللحظات إلى أستاذ القاهرة لخوض هذه المباراة الهم مباراة تنادي الزمالك ممكن في هذه اللحظات احنا معك على هواء مباشرة كابتن محمد فروق كل اللاعبين أو الواحد وعشرين لاعب المتوجدين في قائمة فريق النادي الأهلي حاليا هم اللي بيتوجهوا الأستاذ القاهرة لخوض هذه المباراة بعد خروق ست لاعبين من تشكيلة فريق النادي الأهلي وانقلك في هذه اللحظات لقاطات حية على هواء مباشرة كابتن محمد فروق لهذه اللحظات خروج اللاعبين من فندق الإقامة والوصول إلى طبعا اللحافلة إلى تقل الفريق من الفندق حتى أستاذ القاهرة الدولي إليك الكلمة كابتن محمد فروق بشكرك محمد ويمكن طبعا مهم جدا اللاعبين واضح أنهم حالة تركيز هاني باكة أمامنا على الشاشة يعني وإحنا بنتكلم من الخروج من الفندق المسافة ما بين القتيل لغاية الملعب بتبقى أحد تركيز أخرى يعني أنت بتركز في التعليمات المدرب من خلال المحاضرة الفنية ثم بتاخد التعليمات حطاها في الماء وبتدي بقى تركز بشكل مختلف أنت هتعمليه في الملعب ده كله بيبقى موجود في خلال الطريق أما بقى غرفة الملافس بيبقى آخر تركيز بالنسبة لللاعب في مبارزة أي كده بيغمط كده يعني يبقى كل واحد على حسب أسلوبه وعلى حسب طريق تركيزه ولكن خلاص هي محارة التركيز الأخيرة قبل اللقاء بداية من بعد المحاضرة والطريق ثم غرفة خلع الملابس يعني نتمنى إن شاء الله يبقى الفريق النهاردة في أعلى حالات تركيزه وأعلى حالاته الفنية سيد رصان هل تختاره بقى أفضل منشات انت وترف الأخذ كده ماذا الاستاذ شريب تعرف أنا أبقى فوضف كلاسكو كانيا مكان ده لطيف وزريف وطريف ومعبر سريع لأ ومعبر ولي علاقة بالأجوال احنا دخليني على الرمضان لأ جميل عجبني بالله بجد بالذلك إن أنا بيفكرني بالفنانة زوزو نبيل تأريبا طيب حاليا خلاص خلاص أنا باتفهم على السريح ما اقدرش عرضه يعني لا 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 يا رئيس لا 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 ما بيش كلام لن بجد معظم العانوين التقريرية بشكل كبير يا دير نمطية يعني مش ما فيش الحاجة اللي تلفت او الانتباه احنا دايما بنعتبر لا بعد المباراة ولا قبل المباراة لا قبل المباراة اتعايز بعد المباراة لا والله انا بقول لك طبعا اتصور ان القمة تبقى قمة في نهاية المطاف اعتقد هذا الاهتمام الكبير على كل الاصعب هيديها جو غير عادل نهاردة وانا برضو دايما بقول ما فيش حاجة محسومة في هذا القمة فيش حاجة اسمها فلقي 28-27 نقطة ما فيش حاجة اول وثالث لا القمة تبقى قمة في نهاية المطاف والعطاء داخل الملعب خلال السن دي هو اللي بيحدد مصار المباراة في لحظات وانت راجل كوير لهذا القمة بتتلاهب على في لحظة كده تقليل موازين المباراة كاملة من خلال حتى لو لعب خد انظار بيبقى تضغطه طول الوقت خيف من الانظار التاني ترد بتحجمه حد خد كارت احمر حد قصيم حد قرار تحكيم قلب الموازين هي التفاصيل السؤرة دي اللي بتوصنع في النهاية تفاصيل القمة وتحدد نتيجاتها في نهاية تفاصيل السؤرة سوالشريك بالنسبة لاتنين مديني فنين اللي ممكن تنجح كل واحد فيهم النهاردة بتشوفها ايه ثقة في اللعيبة اللي موجودة يعني انت تبقى واثق في اللعيبة اللي موجودة هتنفذ يعني دي طبعا دي تفصيلة مهمة جدا ان انت برضو تختار صح البداية لان دايما تشكيل البداية ده بيحدد حاجات كتيرة طبعا ماشي خاصة في المباراة الحساسة والناس بتلومك طبعا اللي خلي بالك الجمهور بيفهم وبعارف تشكيل البداية تشكيل خاطئ دفع سامن التشكيل خاطئ في البداية الضفت دايما دايما التشكيل البداية والاختيارات والتركيز يعني التفاصيل التركيز دي لان خلاص الفريتين حفزين بعض يعني وانت عارفة ده ايه وده فهي التركيز بقى لان زي ما قال فيه تفاصيلة صغيرة هي خطأ لاعب اللي هو عدم تركيز تقطيع عكسية مش عارف نزار الحاجات دي تفاصيل صغيرة فهي لازم بيبقى فيه ثقة ولازم بيبقى فيه اللي هو الاستعداد التأهيل التأهيل نفسي دي ممكن هي حتكلم فيها الأسدزة المحلين تأهيل اللاعبين لمهورة زي دي خاصة اللاعبة اللي ليس اللي دايخيبرات عم هذه المباريات ازاي تحفزه ازاي تدفعه انه هو حيواجه اهل فريق كبير بحج موقيمة مثلا الزمالك او العكس النادي الآلي فازاي تحفزه لما يكون حتى لعيب لسه جاي جديد او ما عندهش خبرات تعمى مغرية دي طيب خلينا نروح سريعا لزمنا كريم احمد من ملعب استاد القاهرة ولقاءات مع الجمهور والاجواء قبل اللقاءات فضل يا كريم شكرا لك يا كابتن فاروق تحياتي لك واهلا بكل مشاهدي ومتبع قناة الآلي في كل مكان نجوب من الستوديو التحليلي هنا من استاد القاهرة القمة 116 الأهل والزمالك في الساعة الثامنة مساء كالعادة وفي البداية بنتمنى كل توفيق للنادي الآلي وكابتن حسام البدري في هذه المباراة رغم حسم بطولة الدوري العام لكن ستظل مباراة الأهل والزمالك مباراة القمة لدى كل جمهور النادي الآلي أعضاء الجمعية العمامية مجلس إدارة النادي الآلي إن شاء الله النهاردة يكون التوفيق حليف فريق النادي الآلي في هذه المباراة عارفين إن في إصابات في غيابات لكن إن شاء الله عندنا سيقة كبيرة جدا في كابتن حسام البدري وفي كل اللاعبون المتواجدون في قائمة هذه المباراة يمكن قبل انطلاق المباراة بأكثر من ساعة يمكن تصل إلى أربع أو خمس ساعات جمهور النادي الآلي متواجد كالعادة في المدرجات عارفين طبعا إن القرار الذي صدر من اتحاد القرى بـ 300 مشجع لجمهور نادي الآلي وعلى الجانب الآخر 300 مشجع لجمهور النادي الآلي بجانب 25 فرض لأعضاء مجلس الإدارة لنادي الآلي و25 لأعضاء مجلس إدارة نادي الآلي بنتمنى إن شاء الله رغم قلة عدد الجمهور يكون لهم تأثير كبير جدا النهاردة في مؤذر التفريق النادي الآلي هنحاول كابتن فاروق طبعا إن إحنا نستطلع الرأي كده ونشوف الحضورة وجمهور النادي الآلي المتواجد قبل انطلاق المباراة بأكتر من خمس ساعات في البداية ورح أبيك وقول لي بقى اسمك إيه وجاي منين أنا اسمي يوسف نصر وجاي من حلوة قول لي يوسف انت جاي الساعة كام هنا في الاستاد وبتحب النادي الآلي يا دي أنا طبعا يعني حبي في النادي الآلي ما يتوصلش لدرجة اللي أنا جاي من الساعة عشر عشان أقدر أدخل عشان أتابع الماتش رأيك في أداء النادي الآلي الفترة اللي فاتت وحاسمين بطولة الدور العام قبل المباراة بتشوف أداء النادي الآلي إزاي الفترة اللي فاتت ده أولا يعني باشكر ربنا عليه والتاني حاجة بيرجع لكابتن حسام الفادرين بصراحة يعني نتمنى اللي هو يفضل أهد في الأهلي مدرب الأهلي إن شاء الله قولي النهاردة الأهلي والزمالك يعني هتشوف الجيم إزاي هتشوف المباراة إزاي تتوقع مين النهاردة يحرز أهداف أو مين يتقلق النهاردة في المباراة يأكد ما طبعا بس الأهلي هو يعني دي حتى قبل ما تبقى أنا عايز كده لا تتمنى أصلا أنا أتمنى للأهلي يقدي أداء حلو أتمنى اللي هو مفرحنا ويعني أنت كنت أول واحد من الأسباب اللي إحنا نبقى حضرين من بدري وعاز أقول كلمة الغالي هتوحشنا جدا نروح بردو كمان لواحد من الجمهور قولي أنت اسمك الأول وجاي منين وجاي من الساعة كمان نهاردة المباراة أنا اسمي محمد شامل مليس جاي من محافظة غربية مركض كافرز هنا من الساعة عشرة ولي على طول رأينا هل ترى الأداء في الدوري الفترة اللي فاتت وكاس وحسم بطولة الدوري قبل انتهاءها بشكل رسمي دي معروفة طيب المعروفة الأهلي الأهلي بيحسم الدوري وكاس وافريقيا وإن شاء الله بأمر الله بأمر الله ربنا يأخذ أمره كله ونفسي إن شاء الله هيحسم البطولة دية إن شاء الله بتاع دوري البطولة وحيروح كاس العالم بإذن الله ايه الرسالة اللي انت عايز تقول لكابتن حسام البادري للعيبة قبل انطلاقها دي المباراة وحابب تقول رسالة اللي مين تاني كالترال في خيرك يا كابتن حسام اللي انت مربنت خلينا نروع بس المبسوطين دي احلى حاجة في الدنيا دي كلها والله العظيم كي يكفى لهم من اللي جوانا بس اللي احنا بنفرح لما بنجل للأهل كالترال في خيرك على انت بتعمله معنا والله العظيم جميل لك اخفاء دماغنا شكرا جدا ربنا ايزك بنشكر اكيد كابتن فاروق ممكن الرجالة دولة طبعا اللي بمتواجدين هنا قبل انطلاق المباراة كالعادة جمهور النادي الاهلي وارا النادي الاهلي سواء هنا سواء في برج العرب مهما يكون النادي الاهلي متواجد جمهور النادي الاهلي على طول في ظهره اكيد يبقى لي سر النجاح خلال المباراة من التشجيع المثالي لكل جمهور النادي الاهلي واحنا كمان كابتن فاروق بنتمنى النهاردة كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراة نقاط المباراة أداء الفن العالي من النادي الأهلي تحتيم الأرقام القياسية إن شاء الله الأهلي على موعد اليوم مع كل تحتيم الأرقام القياسية خلال مباراة الأهلي والزمالك مستمرين معاكم كل مشاهدة قناة الأهلي في كل مكان وتخطيئة خاصة لي كوليس مباراة الأهلي والزمالك القمة 116 هنا من أستاذ القاهرة عود إليك كابتن فاروق وكل نجوم من أستاذ تحليم بشكرك يا كريم وبشكرك طبعا على لقاءاتك طبعا اثنين طبعا من جماهير النادي الأهلي الاحتياجات الخاصة متواجدين مصممين متواجدين وبتكلم إن هو متواجد في كل المباراة للنادي الأهلي يعني هو ده حب النادي الأهلي وجماهيره بالنسبة لفرقته بيبقوا سعاداء دي بكل فوز بيحققوه بكل بطولة بيحققوها يعني أكيد النادي الأهلي كبير وعشان كده دائما اللعيبة حطى الموضوع ده في دماغها وعارفة أن حالات الفوز ديهم بتخلي الجماهير دي سعيدة بأفسط حاجة أنت ممكن تعملها بمكسابك بحصولك على بطولة يعني الأمور بتختلف نفسيا بالنسبة لهم ده طبعا أوتوبيس أو الباص الخاص بفريق النادي الأهلي وتوجهه لملعب اللقاء ملعب استاد القاهرة إن شاء الله يبقى يوم جميل ويوم كده بيفرح جماهير النادي الأهلي ويطلع بقى لجماهير مصر كلها مباراة رائعة مباراة تكون كده شفانيا جميلة الأمور تبقى سهلة وبسيطة تحكميا جميلة ولسه طبعا بعد الفاصل هنكون معنا كابتن سامير عثمان وكلام عن جزء التحكيم ولقاءات القمة حاجات كتير جدا هنتكلم عليها وتخطيطنا خاصة من خلال قناة النادي الأهلي سعصام يعني آخر حاجة ممكن نتكلم عليها عن مباراة القمة النهاردة وتحب توجهها وتوجه لسوبة الجمهور للمجلس الارتحاد القرى لكل محب كرة القدم في مصر هو احنا عموما ما بنبلغش لما نقول ان برات القمة دائما هي عيد للكرة المصرية هزيني أبو عيد بجد يعني ما في النهاية خالي من الشواب خالي من المشاكل نقدم أفضل ما أنتجته كرة القدمة المصرية حتى الآن سواء على صعيد اللاعبين سواء على الالتزام الجماهيري سواء المستوى التحكيمي أعتقد أن المنظومة يجب أن تكون متكاملة حتى نخرج في أفضل صورة ونقدم رسالة للعالم كله أن مصر في سنة كأس العالم تقدم أفضل ما لديها من كرة القدمة هاي وإحنا بنكلم يعني هروح لأستاذ شريف وأقول برضو نفس الرسالة اللي ممكن توصل لكن فعلا النهاردة يوم أو نهاية الدوري يعتبر إن كان احنا بنكلم لسه فاضل الماتشل للنادي الآن لكن نهاية ما بين فريقين كبار بيوصلوا صورة بالظبط رسالة 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 طبعا بإذن الله صورة شريف لو حابب تقدم لسان هو طبعا لو هاي النهاردة عيد الكرمسي برمضان خلص رمضان خلص نتمنى إن شاء الله يعني أنه زي ما قال لأستاذ صامنا يبقى ختام جيد لموسم الحمد لله تم على خير ما فيوش مشاكل تحكمية ناصق في الحكامنا يعني ناصق أكتر في الحكامنا الحمد لله السنة دي مكاشفين مشاكل تحكمية مؤسرة حتى في أي مباريات نتمنى إن شاء الله يكون ده فعلا ختام جيد نتمنى نتعلم بقى من اللي بنشوفه في ملعبنا في أوروبا إن كلام ده يتنقل في ملعبنا إزاي الفائز بنقوله بعد المباراة مبوطة نهاردة لك يعني بلاش جلد الزاد يعني آه ماشي الدعابات اللي تبقى بعد المباريات دي ماشي كويسة جميلة لطيفة ولكن لا تخرج عن نطاق إنها دعابة متخشش بقى في الأزمات اللي بتحصل والتراشقات اللفظية دي شيء جميل لعب فيه أهل وزمالك بعد يوم يعني أسبوع حافل لمحمد صلاح بفوزه بجائزة أحسن لاعب في الدولة الإنجليزية أو في إنجلترا وجاء فوز قيادة ليفربول للفوز على روما خمسة اثنين واقترابه من التقاقل مع ليفربول إلى نائي دوري الأبطال فيه وإن شاء الله ربنا يكرمه حقا إنجاز كون تاني عربي لعب عربي بعد الجزائري رابح مجر فاز بدوري الأبطال وإن كان رابح مجر في تصريحه قالك محمد صلاح لا أقارن به لحاجة طبعا تصريح حايل من نجم كبير زي رابح مجر خلينا نروح زمننا أدها من أدها ونبضى المركز إعلامي بالنادي الأهلي من خلال المقر نادي الأهلي الجزيرة والأستاذ محمد القوسة يكون متواجد معاه في هذا اللقاء فضل أدها برحب بيك زميل محمد فاروق برحب كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان ومن دخل المركز الإعلامي بمقر نادي الأهلي الجزيرة نرصد لكم انطبعات رجال الصحافة والأعلام حول قمة 116 ما بين النادي الأهلي ونادي زمالك أنضم إلينا الآن النقد الرياضي الكبير الأستاذ محمد القوسي أستاذ محمد براحب بك عشي شقانة النادي الأهلي أهلا بك وتحية خاصة لجمهور الأهلي وكل مشاهدين النادي الأهلي في هذا اليوم الكبير مباراة قمة كبيرة جدا بين النادي الأهلي ونادي الزمالك القمة 116 دايما مباراة الأهلي والزمالك بتحزع بهتمام كبير جدا مهما كان ترتيب الفرقين مهما كان وضعهم مهما كان الأهلي واخد 40 دور الزمالك واخد 12 الأهلي 85 تبقى القمة لها أميتها قمة هذه القمة من جماهيرية الناديين الأهل والزماكية أكبر قاعدة جماهرية في مصر وفلوطنا العربة من هنا يأتي الاهتمام بالمباراة هي مباراة هي بطولة خاصة دائما بين النادي الآلي ونادي الزمالي لذلك يكون بيها اهتمام كبير جدا حتى كل وسائل الإعلام من الساعات الأولى من الصباح مهتمة بدرجة كبيرة جدا من اللقاء يعني البعض بيحاول يقول انها مش قمة لا هي قمة وستظل قمة جماهرية شعبية في مصر العالم العربي كله على الأقل بيتابعها المصريين كلهم النهاردة بيتابع المباراة أي حد بيقابل حد الماتش النهاردة بيتكلموا عن الماتش عن التشكيل جماهر الأهلي بيخشوا فيه مناكفات مع جماهر الزمالك لأن دي بطولة خاصة حتى الزمالك الذي لم يخرج من الموسم بشي والآن في المركز الرابع لديه أمل كبير جدا أنه حقق نتيجة طيبة يعني نتعاوضه حتى معنويا النادي الأهلي محقق انتصارات كبيرة جدا غير مسبوقة يعني حتى 27 انتصارات كبيرة جدا حسم الدوري قبل المسابقة ب6 أسابيع بهذا الكم من النقاط غير مسبوك بهذا العدد من الأهداف لما أهلي بيكسر هذا الموسم رقم الأهداف بشكل تاريخي ما تحطمش من 50 سنة على الأهلي فدي يعني حاجة عظيمة جدا بالنسبة لنا دي أهلي نتمنى النهاردة أن نشوف مباراة تليق بالفرقين مباراة كبيرة إن شاء الله تنتظرهم عايزين نشوف مباراة تقدم الكرة المصرية لا سيما أن الكرة المصرية يعني بدت الناس تبص لها بعد الإنجازات العظيمة اللي عملها محمد صلاح وبعض المحترفين المصريين لكن الإنجاز اللي عمل محمد صلاح يعني جعل كرة القدم المصرية لها مكان على مستوى العام أعتقد أن كلنا نظرة مختلفة أتمنى أن المباراة النهاردة تخرج بالشكل اللي يليق بالنادي الأهلي بالنادي الزمالك بالكرة المصرية بالشكل اللي شرفنا كلنا جميعاً ده الأهم والأهم من كل ده أن المباراة ستقام بعد فترة غياب طويلة بتحكيم مصري كابتن محمد الحنفي نتمنى ليه التوفيق النهاردة في المباراة وهي فرصة كبيرة جدا ان التحكيم المصري يعني يثبت وجوده بعد ما عمل موسم جيد بشكل كبير جدا وبعد ما وصل لنا حكم لنهاية كاس العالم الكابتن جهاد جريشا ان شاء الله يوفق في المباراة النهاردة وتخرج المباراة بشكل كبير جدا ويسعد الناس بنتيجة المباراة اللي هتكون بالنسبة يعني فتح خير بالنسبة العدد كبير جدا من اللعبة فيه لعبة بتولد في القمة يعني طول عمره القمة بتولد نجوم لان من يسجل في هذه القمة دايما اسمه بيحفر فيه زاكرة الجماهير ان شاء الله تكون مباراة محترمة ومباراة خالية من اي ازمات خالية من اي مشاكل خالية من اي اخطاء تحكمية يعني بإذن الله هاخد من كلام حضرتك القمة بتأتي بالتزامن مع 111 سنة اهل النادي الاهل بيحتفل ب111 سنة 111 سنة من الانجازات والبطلات تاريخ كبير كتبه مجالس ادارات متعقبة اجهزة فنية لعبين اعتقد ده بيزود المسؤولية على لعبين والجهاز الفن للنادي الاهل طبعا يعني ممكن 111 دي تشعر وانه كل الاهلوية يعني بيحاولوا يعني يقدموا هدية للنادي الاهل يعني لما الاهل بينظم اربع بطولات افريقية بتنطن في اليد وبتنطن في الطائرة وياخد تلاتة منهم فدي حاجة عظيمة جدا لما الاهل يحسم الدوري في هذه السنة تحديدا قبلها بستة اسابيع فدي هدية في 111 لما الاهل يعمل ارقام خاصية ويحطم ارقام كبيرة جدا فدي 111 الاهل بيؤكد ان اللي بدأ 1907 لغاية 2018 ما زال الاهل مستمر على عزيمته واصراره وقدرته وبحثه دايما عن الفوز وبحثه دايما عن المركز الاول الاهل بيحافظ على مبادئه وحافظ على قيم وحافظ على تقاليده الاهل بكل هذه الاشياء يعني يظل عظيما في هذه السنة 111 رقم 3 وحاية داي رقم كبير جدا ويمكن حصADE احتفالية كبيرة جدا سواء داخل النادي الاهل او في المركز الاعلام ن прям موقع الرسمي للنادي الاهلي او في قناة النادي الاهلي او على مستوى مجلو سدارة النادي الاهلي ده النادي الاهلي اللي بيعزم كل رموزه واللي بيحتفل بماضيه زي ما بيحتفل بحاضره لان ما ليس له ماضي فليس له مستقبل اعتقد ان دي سنة عظيمة جدا النادي الاهلي والنهاردة هيكون يوم فرحة كبيرة جدا لجمهار النادي الأهلي في كل مكان دائما ما نقول أن الأهلي بمن حضر هل غياب وليد أزارو النهاردة عن اللقاء هيؤثر على الجبهة الهجومية للنادي الأهلي أم مروان محسن هيقدر أنه يحدث الفارق النهاردة ومن ثم يكون الانتصار لنادي الأهلي قلت أن الأهلي بمن حضر دائما الأهلي بمن يحضر سواء كانوا أولا لعبين كبار أو نجوم الأهلي لعب في 85 بفريق من الناشئين أمام عملقة الزمالك في تطبيق رائع وعظيم لقيم وتقاليد ومبادئ النادي الأهلي الأهلي بمجموعة الناشئين اللي حضروا في هذه المباراة فاز على الزمالك 3-2 وكسب بقيت المشيط حتى حصل على الكاسب حدثت في مباراة كثيرة جدا الأهلي لا تأثر بغياب أحد هكذا الفرق الكبيرة صحيح أن هناك نجوم كبار لهم بصمات ولهم إضافات ولهم إسهمات لكن تظل الفرق الكبيرة لها شخصياتها لها قيمتها لا تهتز ولا تقع لمجرد أن يذهب لعب أو يأتي لعب لا أعتقد أنه هيكون ليه تأثير مرون محطن لعب كبير جدا وهو مهاجم منتخب مصر وفرصة كبيرة جدا أنه هو إن شاء الله النهاردة يعني يقدم مباراة كبيرة جدا بعد ما ظهر بشكل جيد منذ عودتهم للإصابة طبعا وجود وليد أزاره في المرارة النهاردة كان أكيد هيكون ليه تأثير لأنه ده هدف الدوري والأكثر تهديفا فأعتقد أن غابه ممكن أثر بعد شي لكن في مجموعة من لعابة الأهلي القوى الهجومية القادمة من الخلف في مجموعة ترصف فيه وليد سليمان فيه أجايي فيه مروان محسن فيه باكا ممكن يشارك النهاردة يعني فيه حسام عشور فيه عمر السلية فيه كل المجموعة فيه أحمد فتح فيه عدد كبير جدا فيه الشنو موجود في حراسة المرارة أعتقد أن الأهلي لا يتأثر أبدا بغياب أي لعب وشوفنا ده حتى بعد مع عبدالله السعيد اللي هو الأحس اللاعب في مصر واللعب اللي كان مبنع عليه بشكل كبير جدا فيه نادي الأهلي عندما حصلت مشكلة وخرج من النادي أهلي لم يتأثر النادي الأهلي كثيرا يعني فأعتقد أن الأهلي قادر على تعويض أي لعب عن ناقد الرهاد الكبير الأستاذ محمد القوسي بشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا مشاهدين كان لقاءنا مع ناقد الرهاد الكبير الأستاذ محمد القوسي من داخل المركز الإعلامي بمقرر نادي الأهلي بالجزيرة نتكلم بقى خلاص ويمكن بنقترب شيئا في شيئا من المباراة يميني برضو أعرف بالحس الصحفي توقعات أستاذ أسام المباراة اليوم قبل التوقعات موسم 2017-2018 ده بنعتبره يعني أجمل وأروع مواسم الكرة المصرية اللي فيه نهاية اللي فيه وصلنا نهاية أفريقيا اللي وصلنا كاسعالم اللي خدنا أحسن متخب في القرى أحسن مدرب في القرى أحسن لعب في القرى النهاردة الألوي الزمالك هم وجهة الكرة المصرية مفروض النهاردة أن نقدم للناس زي ما قلنا يعني أفضل وجه للكرة المصرية وأنا متصور أننا نخرج من المباراة ونقول كانت قمة الروح الرياضي وده اللي يهمنا في المقام الأول متفقية لا بالضبط لأن ده هيدا الرسالة اللي احنا عايزنا توصل لكل العالم أننا شعب متحضر الكرة عندنا متعة مش فتاعة مشاكل ده اللي يهمنا في نهاية المطاق وأن العالم كله يخرج عننا بأفضل انطبعاتنا كم كم أصوح أقول لك تعادل عشان أخلص منه شس الشريف هل أفضل حيفوز طبعا هل أفضل حيفوز الإعجاب اللي التاية هو كده هل أفضل حيفوز لا ديبلو مسئية ديبلو مسئية في وقت مسابق كانت الممكن تبقى أفضل وما تقلق بذلك بيحصل هل أفضل حيفوز نورتونا شرفتونا شكرا لكب شريف يعني سعيد جدا بتواجد حذك لأول مرة بقى متواجد مع حضرتك ده أنا شرف لي كان لي الشرف قبل كده مشرف لي أكون معلوس الشريف حياتكم في يوم زي كده ويعتبر عيد لكل الكورة المصرية ولقاء القمة دايما باستمرار نورتونا وشرفتونا بعد الفاصل إن شاء الله هيكون معنا كتن سامير واسمان وجزء التحكيم هيكون يعني بقدر شوي لكن دائما الجزء التحكيم مهم جدا خصوصا النهاردة عندنا التحكيم مصري مية في المية فبالتالي يهمنا يكون كتن سامير واسمان معنا قبل اللقاء اشتركوا في القناة 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 بس أهم حاجة منطقة الجزاء أهم حاجة منطقة الجزاء الأخطاء خارج منطقة الجزاء تبقى مقبولة لحد كبير إنما دخل منطقة الجزاء لا دي هي الاسبوت التي تعمل عليها دي الناس تبقى مركزة علىها قوي فإن شاء الله نرضى ربنا يوفقه وأنا جايب إحصائية كده سريعة محمد الحنفي السنة دي لعب مباراتين لنادي الزمالك لعب مباراتين فقط لنادي الزمالك أول مباراة خسر فيها من المقاصة والمباراة التانية تعادل مما عن إنتاج الحربي محمد لعب مباراتين بس للزمالك واحدة مكسأ وواحدة خسارة والتانية تعادل أما لعب للأهلي لعب خمس مباريات ثلاثة مكسأ واثنين تعادل دي بعض الإحصائيات فيه إحصائيات برضو برضو لحد الملوحد بيحب يشوفها أول مباراة لمحمد الحنفي كانت للزمالك سنة 2006 كان حكم درجة ثالثة كان حكم درجة ثالثة بيلعب كاس مصر في دورة 32 وأول مباراة له مع الأهلي كان ساعته في 2008 كان حكم درجة ثانية أمين عمر النهاردة الحكم الإضافي أمين عمر السنة دي لعب أربع مباريات حكم إضافي للأهلي كسبهم ولعب أربع مباريات حكم إضافي للزمالك والأربع مطشاط للزمالك خسرهم سامير جمال طبعا من الحكم المميزة النهاردة اللي هيساعده عبد الفتاح هيساعده إن شاء الله بإذن الله محمد الحنفي في المباراة ومعهما عبد الفتاح ريشة خبرته كويسة جدا وطبعا سعية حمزة من الحكم بتوأسكندرية اللي برضو هم إضافين النهاردة معه إن شاء الله فبإذن الله النهاردة تبقى ممطش كويس بس أتمنى اللعيبة تساعد محمد في إدارة المباراة لأن المباراة النهاردة وده كان سؤال من الأسئلة لأسألها لكبت أن حيثة الجمهور كمان معدم تواجده بالكم الكبير لقاء زي ده بيخلي الحكم برضو معندوش ضغطة الجماهير هو معندوش ضغطة الجماهير بس وجود الجمهور برضو يا كابتن محمد بيدي حافظ للحكم بيخليه يجري أكثر زي العيب بيدي له حافظ يعني لوحد ما كان بيلعب ويلاقي فيه جمهور بيبيز الكسارة جهده إنما حتى عدم وجود الجماهير في حالة زي ده نهاردة برضو تساعد النهاردة بعيد لحضرتك محمد وطاقم الحكام المعاه عليه مسؤولة كبيرة جدا جدا إن شاء الله إنه يرجع التحكيم المصر الثاني لمبارات الأهل وزمان تفتح أن النهاردة في حالة نجاح حكتنا محمد الحانفي بإدارة المبارة بشكل جيد إنه ممكن جزئة ثقة تحكمية بالنسبة من التحدي الكورة أو من الأندية المصرية أو من نادين الكبار في حتة اللقاءات الخمة إنها تبقى متواجدة ويبقى زي ما تقول كده الدور السوداني فيه أكبر فرقتين في الدور السوداني المتواجدين دايما بيبقى حكام سوداني ما بينهم بالضبط حتى أكون أمين مع حضرتك حتى وفي حالة نجاح محمد الحانف النهاردة إن شاء الله وهينجح بإذن الله وأكد لك المصر اللي جاي برضو لأهل وزمانكي بحكام أجانب مش حكام مصري النهاردة لي وضع تاني يعني حمنا كان في 18 طاقن أو 18 حكام مصري حكموا اللقاءات دي بالضبط بتتذكر كابتن أبرز الحكام اللي حكموا اللقاءات دي يعني فيه كابتن زمان بقى زمان اللي حنا نتكلم فيه كان الزكريات فيه كان كابتن محمد حسام وكابتن الله يرحمه وكابتن محمد عثمان الله يرحمه لعب تلات مهورات منهم فيه كرة لغاها الكابتن ربيع ياسين هدف هو أحرزه في مطش الأهل والزمالك والزمالك سأتكسب واحد سيفر وثليسة بعدها دلوقتي طوعان وحتى هذه اللحظة كل من يشوفني يقول فاكر الجول الكابتن لغهولي يعني ده هو أصلا حيثة لغوان كابتن ربيع يعني بيبقى مميز جدا يجيب جولين كده بول كان يبقى جولين تاريخ آه آه والخخمة طبعا طبعا وبعد كده كان فيه كابتن مرشدي وكابتن بلال وبعد كده بقى في الجيل اللي جيبي بعده كده محمد فاروق لعب المباراة وإبراهيم نور الدين لعب مباراة برضه النرد يا رب محمد يوفق إن شاء الله في المباراة خاصاتنا دلوقتي عندنا عالم جهات جريشة كمان فدي برضه بيدي طبع جيد للحكام النهاردة بإذن الله ده شكل جمهيري المتواجد في التوقيت الحالي طبعا النهاردة أتمنى أن العدد كان يبقى أكبر من كده زي ما أنت بتتكلم كده كابتن من سمير هو مش اللعيبة بس ده الحكم كمان بيستمتع بوجود الجمهير بيدي له حالة إبداعية أكتر وحالة يعني زي ما نقول فنية أعلى فعلا بمجرد هو بيسخن كابتن محمد إن ما بيشوف الجمهور ده وكل ما بيزيد يعني بيهتم بالتسخين أكتر أول ما بمباراة بتبتدي طبعا بتعيشه كابتن طبعا الواحد كان بيستمتع ما لقي جمهور في الملعب مالي الملعب بصراحة بتديك الكمام يعني تعاوز تبزي الكسارة جهدك عشان يبقى شكلك أفضل وطبعا مع أول بداية صفارة المباراة أنت بتنسى الجمهور خالص وبتبقى مركز عشان تعمل المباراة كويس لكن أنت بتدي نصيح لكابتن محمد الحالف يعني يبقى مركز بشكل كبير حتة السيطرة على نجوم مفروضة كابتن مفروضة في الأهل وفي الزمالك نجوم هو طبعا هو مفروض النجومية الموجودة في لعبة الأهل والزمالك دي ما تزغللش الحكم بالمعنى اللي احنا بنقولها لازم زيما هم نجوم لازم برضو يعتبر أنهو بيحكم للنجوم لازم يركز في كل كرة هم زي دولتي حضرهم بيعينوا ملعب موجودين بيعملوا تشيك على الشباك وعلى العرضية وعلى كل تفصص المعب مهمة لهم بالنسبة لهم أهم حاجة طبعا بوص على الشباك بتاعت المرميين وخطوط هم متفقين هم متفقين ما شاء الله شكرا هو عيد يعني النهاردة هو عيد صراحة إن شاء الله يا ربي وينجحوا يا رب كلهم النهاردة إن شاء الله يعني تفضل كتب أن تتكلم على حتة النجومية وأنه سيطرة على جزئة سيطرة الملعب طبعا دي مهم يعني بوص هنا محمد هو بيتمشى في ملعب قاد بير القرآن ويتمنى الموتش يعدي على خير وتبقى الأمور كلها سهلة بالنسبة له سامير جمال طبعا دي حكا مساعد رقم واحد النهاردة من الحكام السعادين طبعا أمير عمر كان لسه راجع من أفريقيا هو ومحمود البنة كان عمدهم كورس نرجع بسرعة للسيطرة على المباراة النهاردة محمد بإذن الله لو قريب من كل كرة بإذن الله بسيبا عن مناطق الالتحام ومركز في كل كرة بإذن الله إن شاء الله المباراة هتخلص عليه بإذن الله قرز الصعبات اللي ممكن كابتن محمد فروق واجهها في الملعب وفي مباراة كبيرة وتعتبر النهاردة مباراة كبيرة يعني ممكن تقول لكابتن الحالفي يعني يكون واخد باله منها لازم أول ما الكرة تبقى فيها هجمة مرتدة والكرة تخش بسرعة في منطقة الـ 18 لازم يبقى قراد منها أولا يا كابتن محمد لأن المشاكل كلها بتحصل في منطقة الـ 18 لو أي مشكلة زي ما قلت لحضرك بتبقى بره الـ 18 العملية بتعدي إنما جول الـ 18 هي اللي بتبقى فيها مشكلة كبيرة نحن متعودين عليك دائما إننا بنابقى عدل لقاء عشان الحالات الفنية لكن حتة التحكيم هي بأن فترة فعلا مش بناش تحكيم المصري متواجد في لقاء قمة يعني أتمنى إن شاء الله الأمور تمشي بشكل سليم بشكل سهل وبسيط إن المباراة مش يعني أبقى شوف إنها مش محتاجة يعني إحنا نشوف الجزء الفني تحكميا وفنيا من العيبة أيضا يبقى مميز جدا فبالتالي مهم جدا إن احنا نشوفها في هذه الجزئية النهاردة يا قبت سامير يعني أتمنى يعني ده اللي احنا عايزين أنا شايف فلن أنت يعني أنت بتقرأ كمان العيون كله مركز ومحمد هتلاقي تمتما كله قد يعني بيرجوا كده إن شاء الله بس وما برا بص يا كابتن تاريخي لأي حد كل واحد فيهم عاوز النهاردة يعمل يبقى نجم هو في المباراة يعني إن شاء الله بإذن الله ينجحوا يعني إن شاء الله بإذن الله مع التركيز اللي هم هيبقوا موجودين فيه دور الله اللعنة يا كابت النهاردة مع النهاردة عندنا دورين دورين مساعد الحكم طبعا اللي هو مساعد الحكم اللي هو بيبقى على الخط التماس اللي هو سامير جمال وعبد الفتاة عريشة مهم جدا جدا في حالات التسلل في الكهر اللي جنبهم لازم يساعدوا محمد الحنفي هو لا يمكن أن التسعين دي هياخد قرارات سليمة لازم بمساعدة الناس معهم الحكمين إضافيين أمين عمر وسعيد حمزة لازم يمركزين جدا في حاجتين الاحتكاكات اللي داخل منطقة الجزاء الكرة لقدر الله اللي بتبع على الخط المرمى هل الكرة عدت ولا ما عدتش لازم يمركزين فيها جدا لأن دي اللي عملوا بسببها منطقة الحكم الإضافي اللي وراء الجول هم جدا يجبون يمركزون فيها جدا في مساعدة من الحكم يبقى فيه بادي لانجوج شاغلين وفي اي كونتاكت هم الستة مع بعض تولي المباراة عشان إن شاء الله المباراة تعدى على خير أنا كنت تتعلم عارف يا كابتن محمد تبقى صعبة احنا ما عندناش الكاميرا المحيدة الكاميرا المحيدة دي بتبقى تبقى الاتحاد المصري أو الاتحاد الدولي ولازم تتحطف أماكن معينة معينة الزبط هم ستة شركات بس الاتحاد الدولي هو المفق عليها يعني بوسينا محمد أكيد بيقر قرآن بقى هنا جوه كده خلاص بيقر بيقر أي دعاء أي دعاء أي حاجة أي دعاء هو عاوز الجول اللي ييجي بقى جول سليم وما فيه مش مشاكل أو احتكاك وهتلاقي اكتر اتنين هبقى يبقى بوصة على الشبكة بقى هتلاقي مساعد الحكم رقم واحد في المرمى العالمين والحكم الإضافي اللي هو برضو رقم واحد بيقر مركزين طبعا فيها وهنا خلي بالك برضو هنا كابتن محمد هم بيدينهم برضو بعض التعليمات قبل ما يخشوا على القوضة عشان فتلاقي في غرفة برضو الحكام هتلاقي برضو هتلاقي فيها زحمة من الإعلاميين والناس اللي بيأخذوا أسماء اللاعبين بتطفعوا على بعض اللقاءات لو فيه أي حاجة في الملعب مشايفينهم ومعهم رمضان اللي هو مسؤول عن أستاذ القاهرة بيتابع معهم لو فيه أي مشكلة التخطيط مش واضح أو الشبكة عاوزة تتشد الحاجات المتعرف عليها كالراجل من دون بتاع الأستاذ برضو ماشي معهم رمضان ده بيشوفوا الملعب بيتطمينوا على الخطوط الثمانتاشر بس هم كل ده مركزين مع أول سفارة محطة التمشية دي كتير أنا شايف أنها كتير هو لازم يبص على الملعب كله هو لازم يبص على الملعب سوفر أول سفارة عشان إيه يندمج جوه المباراة إن شاء الله وربنا يوفقهم إن شاء الله إن شاء الله يعملهم مباراك وإيسا بإذن الله هنكون مع بعض كابتن بعد اللقاء إن شاء الله كابتن إذن الله إن شاء الله نتمنى طبعا الأخطاء الفنية التحكمية إن شاء الله النهاردة نقول حاجات إجابية إجابية بس أنا زي ما أقول هلو كابتن محمد برضو أحمد لسه في البداية ممكن تحصل حاجات بس مفيش إن شاء الله حاجة موسيرة المرائب الموراة طبعا الحكم الدولي كابتن أحمد عودة هو اللبس بانطنون بيجو خارج معهم دلوقتي وربنا يوفق طاقم طاقم كله نحنا كمان نهاردة في تخطيتنا خاصة بالمباراة دي إن شاء الله يوم جميل لكل الأهل وأنا بشكرا كابتن سمير هنكون مجهودين طبعا بعد إن شاء الله وجزء التحكيمي والأخطاء النادي الأهلي في 111 سنة وأيضا هيكون في تقرير خاص بالأقام القياسية لالنادي الأهلي وبعد كلا إن شاء الله هنكون التحليل الفني مع نجوم مصر كابتن شريف عبد المنعم كابتن ربيع سين وكابتن عادل عبد الرحمن على سلامتكم تحية لكم مبروك عليكم العيد رقم 111 للنادي الأهلي قلعة البطولات والكووس عزام شوالي علاقته بالأهلي بدأت من 99 هذا منكم من الأسرار وأنا في ذاعة الشباب التونسية بعثت فاكس وقته أستفسر عن تاريخ النادي الأهلي في الرياضات الجماعية وفي الألعاب الفردية والنادي المحترم هذا وقته كان الحاج سمير عبدربو مدير نشاط الرياضي رجعني في فاكس بثمانية صفحات تاريخ الفريق الأحمر بكل الفروع تاريخ التأسيس الفروع متاع الأهلي ألقابه أبرز نجومه ولذلك الفريق هذا عنده احترام خاص يعني عندينا لأنه فريق محترف وتأكدت السنوات وأكدت الأعواب أنه الفريق هذا بالحق قلعة فريق منظم فريق عنده جمهورة والشعر فريق ناجح بالألقاب حبيتنا أنيكم بالدوري رقم 40 وهذه من عادات الأهلي ولكن خاصة الألقاب الخارجية اللي أنا نمن بها لتعم الأمجاد الأندية والألقاب الفريقية في الطائرة ولا دبنات واليد يعني من يومين كان خاتمة سنة وبداية سنة إن شاء الله ماليق بالنجاحات والتوفيق تحيات عصام الشوالي لعمره ما ينسى كاس العالم الأندية 2006 وتكريمه في قلعة النادي الأهلي بك الهرم اللي تكرموا به معناها الناس اللي تراهم ممكن يستحقون هذا التأهيل وهذا التكريم ترجمة نانسي قنقر لم يكن حسب نادي القرن للبطولة هذا الموسم عادياً لكنه موسم استثنائي حقق خلاله أبناء القلعة الحمراء العديد من الأرقام القياسية والمبهرة التي أكدت حقية الهلي في الفوز باللقب لهذا الموسم 2017-2018 لتكون البطولة رقم 40 في مسيرة هذا القرن عبر تاريخ مجاركاته ببطولة دوري منذ بداياته عام 1948 خاض المارد الأحمر في المسابقة حتى الآن 32 لقاء حقق خلال الفوز في 27 مباراة تعاذل في أربع مباريات هزم مرة وحيدة التي كانت أمام فريق مصر المقاصة في الدور الأول بنتيجة ثلاثة أداف مقابل هدفين بعد هذه المباراة لعب الأهلي 20 لقاء حقق خلال الفوز المتتالي في 16 مواجهة بداية من مباراة بيتروجيت في الجولة السادسة عشر التي فاز بها الأسبوع الثلاثين وحقق المارد الأحمر الفوز بها بأدفين مقابل هدف ولولا تعادل سلبياً في مواجهة اسموحة في الجولة الحادية والثلاثين نتيجة الغيابات الكثيرة في الفريق لاستمر أبناء القلعة الحمراء في مسيرة الانتصارات المتتالية حقق الفريق رقماً قياسياً جديد وهو إحراز 72 هدفاً في موسم واحد متخطياً الرقم السابق للترسانة وهو 71 هدف الذي حققه قبل 54 عام بالتمام والكمال وذلك عندما سجل فريق الترسانة 71 هدف في موسم 63-64 ظل هذا الرقم صامضاً على مدار ما يزيد عن نصف قرن من الزمان يتبقى لأبناء القلعة الحمراء ثلاث نقاط من المبارتين المتبقيتين له في المسابقة ليحطم رقم أبناء القلعة البيضاء وكان الزمالك نجح في الوصول إلى النقطة 87 موسم 2014-2015 الذي حصد فيه الدوري حلاء قيمة المسابقة بمشاركة 20 نادي ما يعني أن الفريق لبيض لعب في ذلك الموسم 38 مباراة أي أربع مباريات أكثر من التي يخدها الآلي في الموسم الجاري والتي يشارك فيها 18 نادياً يملك الآلي في رصيده 85 نقطة كما أن الفريق لم يخسر أي مباراة منذ بداية هذا العام 2018 سواء محلياً ببطولتي الدوري والكأس وخض في الدوري 22 لقاء وفي الكأس مباراة واحدة مواجهتان بدوري أبطال إفريقيا تغلب فيهما على فريق مونان الجابوني ذهباً وإياباً في دوري 32 جاء تتويج المارد الأحمر باللقب قبل نهاية المسابقة بستة أسابيع ليحقق ثاني أسرح حسم دوري في تاريخه بعد موسم 2004-2005 على مستوى الألقاب الفردية لا يزال التوربيد المغربي أزارو يتصدر قائمة هداف المسابقة برصيد 18 هدف ينافسه الغني جونان طوي لعب مصر المقصة والكولمبي كالديرون نجم الإسماعيلي بـ 14 هدف وأخيراً الجند المجول ومسمار خط الوسط وحد كبات القلع الحمراء حسام عشور الذي حقق بطولة الدوري رقم 11 له مع الأهلي هي البطولة رقم 34 التي يحققها المسمار بقميص المارد الأحمر طوال تاريخه فصاحب الـ 32 عام حقق منذ تصعيده للفريق الأول 11 لقبال الدوري 9 بطولات للسوبر المحلي 5 بطولات للسوبر الإفريقي وأيضاً 5 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا و3 بطولات لكاس مصر ولقب وحيد الكنفدرالية الإفريقية فكل التوفيق للمارد الأحمر ونجومه بتحقيق المزيد من الألقاب والبطولات ومعها أيضاً العديد من الأرقام القياسية ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 الأهلي طبعا في المركز الأول برصيد 85 نقطة وهو بطل هذا الموسم أيضا الزمالك في المركز الرابع برصيد 58 نقطة أذكر أيضا حضراتكم بنتيجة وآخر مباراة بين الأهلي والزمالك وكانت فيه الدور الأول هذا الموسم وفوز النادي الأهلي بثلاث أهداف مقابل للا شيء لنادي الزمالك ومؤمن زكريه بيحرز الهدف الأول كان في ديئة ثلاثة ثم عبدالله السعيد في ديئة 42 من ضرب الجزاء ثم وليد أزارو الهدف الثالث في ديئة 54 شريف خليني أكلمك النهاردة مباراة لحد ما تحصيل حصل بالنسبة لنادي الأهلي استعدادا ممكن يكون أكتر لمباراة قادمة وده يمكن لتكلم كنت حسام البادر عليه مع لعيبته في الفترة أو من خلال اليومين اللي فاتوا النهاردة أهمية المباراة أنت بتلعب فريقك أو الفريق الغريم التقليدي بالنسبة لك ولكن الاستعدادات بالنسبة للعيبة وكل واحد زي ما بتتكلم دايما هو تحقيق تاريخ لكل واحد من اللاعبين لنفسه وأيضا كابتل حسام البادر اللي يمكن لعب تسع لقاءات أمام ناد الزمالك لم يهزم تماما يا رب إن شاء الله برضو النهاردة يبقى بالتوفيق إكمالا طبعا إن شاء الله إكمالا لتسعى مباراة إن شاء الله مباراة عادية في ظروف عادية جدا لا يوجد أي تنافس يعني الزمالك داخله هو الرابح حتى لو لو قدر له كسب يعني مش هيفيده حتى للمركز التالت ولا المركز التاني في الترتيب العام بالنسبة للدوري وإن كانت المنرات القليلة أول للأهل والزمالك بالأم مع بعض بتحسش إن فيه تنافس في اللقاء المباراة من على بطول الدوري أو كايس أو كايس سوبر يعني النهاردة فيش أي حاجة للتحديد ملامح أي حاجة غير نابروفة جيدة للنادي الآلي قبل الدخول في نصابة منطقة مصر والتنافس فيها والمباراة بتاعت الترجل كبيرة نزى مالك برضو مباراة كلاسيكية يعني بالنسبة نادي الآلي وبنحاول فيها النهاردة إن احنا نقدر مجوه جديدة برضو نكتسب فيها نجوم نقدر يحطوا نفسهم على الخريطة أنا بعتبر ده المباراة الترجل هي أهم المباراة اللي موجودة على الساحة بالنسبة للنادي الآلي في نفس الوقت إذا رفز النادي الآلي كالعادة مثلا نهاردة بظروفه الفردية والجماعية نهاردة أحسن بكتير الحقيقة من نادي الآلي وكان التوفيق ليه حاجة جميلة أوف إن احنا بنبركله في عيد ميلاد 111 سنة على مرور النادي الآلي فيبقى مواكب الحدث الجميل ده مع الفوز برضو على الغريم اللي هو نادي الزمالك اللي أنا مش شايفه خالص بقاله سنتين الغريم خالص في الحكاية فإنما بطلب من لعبة النادي الآلي بأخذ المباراة الجدية الدائمة اللي هو أخذ بيها الحقيقة كل المباراة السنائية بيقدم فرديته وجماعيته النهاردة على حساب أي شكل فريق إنما الميزة والجمال النهاردة إنه حيلاعب الفنالة البضة بجد يعني حيلاعب نادي الزمالك اللي هو دايماً بيبقى فيه إحساس بالكلاسيكو كلاسيكو اللي هو الأهلي وزمالك ريال مدريد وبرشلونة بتاعمل حد ده بتاعدين يبقى المطش إن شاء الله يعني شكله كويس فنياً لإنه ما فيش أي ضغط عصب يعني هو حتة الضغط العصب يعتقد أنها متشالة كمان من على الفرقتين يا كبتن يعني خلاص سننادي الأهلي برابو عليك شراحة برابو عليك حط التكبتن أو خلاص أخذ البطول عنه الله يفي ضغط عصب ولا متشط يعني زملك حتى لو لعبوها وفر مش عارب فيه بدون جمهور ليه لإنه خلي بالك الضغوط بره بالنسبة لجمهورة محمد بتبقى مهمة جداً بمطالبة انت خلي بالك ما انت المشكلة إنه إحنا يعني إحنا لعبنا كورة ولعبنا المتشط دي ففيه أوقات كتيرة جداً كنا نقضين الدوري ولكن الحفاظ على الكيان الحفاظ على زمالي كابتن الشريف الاحتفالية الحفاظ على إن انت واخد دوري إنك انت ما فيه ضغوط محمد فيه ضغوط متشط الأهلي هتبدل ضغوطه لو ما نرى في الإعلام هو وضول كبير جداً بس أخبتنا أنا رصدي بس بتفرق طبعاً من مواجه على دوري بس بتفرق طبعاً من مواجه على دوري مثلاً ضغوطها أقل بنسب فيه ضغوط خمسين في المية في ستين في سبعين لا تقبلك في تلاتين النهاردة الأمور مفروض أسهل من السهل النهاردة مفروض أن نستمتع بمبارات كبيرة بين فرقين كبار عندهم الخبرات عندهم الفنيات عندهم الأبعاد البدنية والمهارية والخططية والإرادية مفروض حاجات كتيرة جداً كورة مفروض النهاردة أهلي وزمالك احسب الملايين على الأرض الملعب محمد فيه النهاردة يمتعونا أولاً بأخلاقيات وصوليكيات والتصرفات سانياً طبعاً طبعاً فيش كلام إن مصلحة الوطن فوق جميع زي برقود وفي نفس الوقت كورة الزمالك بكورة الأهل بكورة والنتيجة دي نتعطى الله سبحانه وتعالى لكن لازم يشوف كورة قدم حقيقية النهاردة من اللعيب الأهلي من اللعيب الزمالك النهاردة بيعرض نفسهم النهاردة بيمتعوا جماهرهم النهاردة بيساعدوا الكيان الكبير بيحافظوا على حاجات كيان كبير جداً فالمفروض بقى نشوف النهاردة متش كورة حقيقي في الملعب فيه فنيات فيه فنيات ده نفسه نفسه نتزموا بالحكم إن شاء الله نساعد الحكم النهاردة ونساعد الدنيا ونخرج على خير بإذن الله تعالى ونختم الموسم أحلى ختام الكذبان نقوله مبروغ ونخسرنه الوضع يا كابت النهاردة ويعني كابتن طبعاً حيثة الضغوط دي أكيد هي متواجدة عند كل الأجهزة الفنية واللعبين في مباراة زي كده لكن بتشوفها النهاردة بتبقى أكتر عند مينة كابتنة هي أكتر عند الناد الأهلي مش نادي الزمالك أعولاً لأن الناد الزمالك ما عندوش حاجة يبكي عليها النهاردة تخيل نادي الزمالك من 20 أو 25 سنة عمره مكان مكان اتغلب في موسم واحد نادي الزمالك اتغلب في موسم واحد مباراة كتيرة قوي وطريق ستسنية اشتركت الهزيمة يعني أنا أقدر أقول لك أنه اتغلب تسع مرات وأول مرة برضو من وقت كبير قوي كسبان 17 مباراة بس في الدولة الحاجة الثانية المهمة أن نادي الزمالك تخيل الفرق ما بينه ما بين النادي الأهلي في التهديف ده 72 هدف وده 43 هدف نادي الزمالك الرابع من حس التهديف في الدولة دي أول مرة تحصل نادي الزمالك حتى في الحتة الدفاعية دي في الحتة الدفاعية الرابع وبرضو في التهديف الرابع في الدولة يعني فيه فرقات بس الضغطة هيبقى على مين هيبقى على النادي الأهلي لأن النادي الأهلي دايما في الفترة نادي الزمالك دلوقتي مغلوب كتير في الدولة وكل حاجة بس هو دماغ لعيبة نادي الزمالك أو الناس المسؤولة في نادي الزمالك ولكن ننكد على النادي الأهلي باللغة ودي أنا بتيالي في الاحتراف لا تسوي شيء ولكن برضو في مجمع المباراة أهل وزمانك في مصر بتبقى فيها الحل تاريخ أو يكب أن تبقى بداية بالنسبة لهم برضو يعني مش عايزين يخرجوا برضو من الموسم فيه زي ما نقول لي حالة حزن مستمرة ما هو دي كتب محمد الحاجة المهمة أوي اللي هم بيفكروا فيها إنه لازم يستندوا على شيء في المصر لازم يستندوا على ما كسب حتى النادي الأهل في الوقت ده لكن أنا بكلمك الفروقات الكبيرة بكلمك فروقات 27 نقطة ما بين الأهل والزمالك والأهل اللي مباراة مؤجلة يعني مرشح يبقى 30 هقولك على دابل سكور في الحتة التهديفية في الحتة الدفاعية دابل سكور علشان كده أنا عايز أقولك إن النادي الزمالك النهاردة النادي الأهل هو اللي مضبوط لأن الناس دايماً كانوا بيكلموك وإحنا في الشارع وفي كل حتة وانا جاي والناس بتعبني تقولي الأهل يكسب كام وهي دين مشكلة كبيرة الناس فهم وحصل حاجة زي كده تبقى نفس فهم الجمهور وللعلم يعني إحنا عايزين اللي كسر حتة المباراة الأهل والزمالك ملهاش مقيس مستر مانو البوزيه في البداية اللي كسرها فعلا الليب حوالي 16-17 مباراة 14 منهم كسبوا مورة بعد كان الأهل والزمالك المفترض إن بتقول حتى لو الأهل كان كويس الزمالك ممكن يكسب حتى لو الزمالك كان كويس الأهل ممكن الكلام ده تغير تماما بقى لو يجي عشر سنين النادي الأهلي فرق كتير قوي لو حسبت النزمة ما بين المكسب للنادي الأهلي ومكسب للزمالك هتلاقي نسبة كبيرة أول صلح النادي الأهلي ولكن يبقى في الآخر إن دي مباراة أهل والزمالك مباراة قمة مباراة جمهور حي يعني أكثر من 11 سنة دلوقتي موجود النادي الأهلي على جزء المكسب باستمرار ويمكن ده يعني يعني رقم كبير من حيث عدد الساعات والدقايق في كرة القدم رقم كبير فعلا خلينا أقول لكم بقى تشكيل فريق النادي الأهلي وتشكيل فريق الزمالك النهاردة يمكن كابتن حسين البدري يعني وإحنا بنتكلم حتة القوام الأساسي هتلاقي موجود النهاردة من خلال التشكيل اللي أقول له حضراتكم مبتدى كابتن حسين البدري بكولا من محمد الشناوي ومن يمين الشمال أحمد فتحي سعد سمير أيمن أشرف وصبري رحيل خط الوسط عمر السلية وحسام عشور أمامهم وليد سليمان وكريم ندفد وجونير أجاهي وفي الأمام كرأس حربة مروان محسن بودلاء النادي الأهلي شريف إكرامي محمد نجيب ومحمد هاني وباكا وصلاح محسن حسام غالي وإسلام محارب ده تشكيل فريق النادي الأهلي أمامكم على الشاشة أقول له حضراتكم مرة تانية وهو أمامنا على الشاشة محمد الشناء وفي حراس المرمى من يمين الشمال أحمد فتحي سعد سمير أيمن أشرف صبري رحيل خط الوسط عمر السلية وحسام عشور وليد سليمان وكريم ندفد وأجاهي ومروان محسن ده تشكيل الأساسي لفريق النادي الأهلي أما تشكيل فريق نادي الزمالك النهاردة في حراس المرمى جنش وفي خط الدفاع أحمد فتوح ومحمود علاء والوينش وحمدي النقاز خط الوسط طريق حامد معروف يوسف محمود عبدالعزيز أيمن حفني أما خط الهجوم فأوباما وكاسونجو بودلاء نادي الزمالك عمر صلاح وإسلام جمال ومحمد عنطر ودونجا وأحمد مدبولي وباسم مرسي وعبدالله جمع ده تشكيل الفريقين وابودلاء الفريقين كابتن شريف يعني تعليقا على تشكيل اليوم النهاردة كابت حسين بدي لحد ما حتة الجزء الأساسي دايما اللي بيعتمد عليه كابتن حسين متواجد من خلال لقاء اليوم وتشكيلة اليوم كريم ندفد لحد ما هو المتواجد كلعب يعتبر جديد بالنسبة للقاوم الأساسي يعني كريم ندفد لعب ماتشي اللي فات ولعب جايد جدا حقيقة وخلى نفسه قدام الجهاز الفني له حرورة الاختيار بس خلى نفسه بفورمس عالي أو جدا ابتدى ياخد الكورة ويعدي خطوط وعنده بقى لغة التصويت دلوقتي على المرمى وبيهدد الخطوط اللي موجودة في أي فرع بقى عبدالدار حياة ابتدى يرجع تاني للصورة اللي كانت لها بدايات فكان كابتن حسين ما احنا عارفين كابتن حسين برضو يحب ويحب يدعمه دايما فالولد تساعد ولو بقى موجود في مورة زي داي يبقى عندك من الأحد الوجوه اللي انت برضو في أي إخفاقات هتحسن أو أي حاجة هو برضو سنة جامد جدا في نص الملعب ولو النهاردة ربنا كرمه هيبقى عندك شكل شكل جامد تستخدمه في المورات اللي جاية المهمة خاصة في البطولات لكن التشكيل بشكل عام كابتن تشكيل عادي وطبيعي جدا فيه الشكل قوم الأساس اللي انت قلت عليه محمد فاتحية صبر رحيل دول مفهومش حوار ساعة سمير بيرجعوا أيمن أشرف ومحمد شنوي سولية وعشور طول السنة هم الأساسيين ووليد سليمان متعاود دايما في المورات أهل الزمال كله نفتكر اللقاء الأخير عمل الجولين حقيقة على أعلى مستوى أجايي ومروان محسن دول من الأساسيين فعلا أننا بعتبرهم كمنتخب مصر مروان محسن الحقيقة أشبه بالكرة عالمية الحقيقة هما الاتنين في دويد ورايب لو أمكن السولية أو ندفت مع أجايي ومع مروان محسن ونكونش يحب بس أجايي يرجع لي تحت قوي عشان أنا أخلي يوريد سليمان هو اللي عنده الشغل الشغل والتحركات وأن أجايي عنده اللغة اللي هو دايما بيشوف فيها مروان محسن عينه تبقى مروان محسن يترجمه الحقيقة أهدافه إن شاء الله وإن كان أنا أتمنى أن لغة التصويب اللي شفتها في المباراة الأخرانية تبقى لغة المباراة النهاردة بالنسبة لنادي الأهلي غير أن الباص الكتير طبعاً اللي بيعملوه وما باش عندهم باص مقطوع خالص عشان ما عميش كونتر أتاك لنادي الزمالك اللي هو بيعمل نهاردة كابتن أنت بتتكلم كده لقطة كابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمن نادي الأهلي وكابتن أيمن طار بيسلمه على بعض شريف بيتكلم كدساد معه طبعاً ده اللي أنت عايزه بقى النهاردة ده الروح اللي هم طبعاً هيدا بقى عدم الشكل التنفسي اللي موجوده النهاردة غير أهلي وزماني بس وهذه الروح موجودة والناس الحقيقة بزي ما أنتو قلت وكابتن قال بيساعدوا بعض كلهم من هون اللي طلعوا وشكل كويس أو لينا والمصر ويساعدوا الحكام كمان في مباراة زي دي فإحنا بنتمنى دايماً الشكل ده ودايماً المشهد ده بموجود قبل المباراة قبل المباراة ما بيقولش زي ما ربيع قال لاهم نفسه شريف في تنافس على اسم أهلي وفي تنافس على اسم زماني وده مشروع ده شكل مشروع إن شاء الله يبقى كل واحد بيقدي كل اللي علينا ده نتيجة عند ربنا تربيع التشكيل ويعني ما فيش جديد في تشكيل نادي أهلي التغيرات بسيطة ده برضو بيخدينا النوح لجزئية ما بعد مباراة الأهلي والزمالك يعني كبت حسن بيفكر من خلال التشكيل النهاردة لم بعد مباراة أهلي والزمالك مباراة الترجي طبعاً كل ده في الحسابات لكن من هم ده ما تشخص لسه الترجي لوقت بعد الكاسب وأمر الله تعالى بعد أسيوتي إنما هو عودة الشناء والنهاردة يمن أشرف في سامعة شهور ثلاثة وإنه بدأ النهاردة بالكريم كريم ندفت ودي برضو مفاجأة كبيرة لأنه يبتدي دي بتشوف المفاجأة كافة أه مفاجأة لأنه كريم ما بتريفش خالص على فترات وليلة جدا خلال الموصل وكان بديل بديل مهم جدا لحسام البدري زي إسلام محالب بديل مهم جدا بينزله في وقت معينة خلاص وابدأ بين النهاردة هو ليه فيك ليه شغل ليه في النهاردة حسام عنده شغله فني رائع لازم يعتمد عليه في شكل كبير جدا وأنا مقلت الأبعاد الأبعاد هي إن شاء الله بإذن الله اللي بتفصل أم حمد فيه مانشاة النادي آلي والزمالي الملعب سير المباراة نفسه جانب الفني جانب المهاري وتطويره شغله وإدارته جانب الخططية في شغل الخطة تكون له خلال أحداث الممبرأة على المستوى الدفاع الفردي والمستوى الهومي الفردي والجماعي حاجات كتيرة جدا نبعات فنية من وقت نظر هي بتفصل دائما عمل التوفيد مهم جدا لكن خلي بالك العمل الفني في الأبعاد اللي بتكلم فيها مهم جدا القدرات اللي بتشغل نادي الأهل اللي عنده قدرات خاصة في تلتين الملعب من تلت الملعب من تلت الملعب من تلتين الأخير اللي هو المنافس بيوصل بأخصى سرعة بيفنش بأخصى سرعة بأقل عدد من الأمسات كل دي مواصفات النادي الأهلي بيتميز بها والسرعات محمد القوة الجاري الكتير النهار فيها أبعاد بدنية في خلال آخر ماتش في الموسم فيها أبعاد بدنية مهمة جدا في الجاري في القوة في السرعة كل دي أبعاد النادي الأهلي بيتميز بأنه بيشتغل بجانب فني مهم جدا بيكسب به المنافس بتاعه قد لك فالنهار ذا إن شاء الله لازم يترجم بالتشكيلة يترجم بالتوزيم يترجم بالإدارة يترجم بالتدوير يترجم بالتغيير بإذن عشان المحصلة في النهاية يبقى فوز وأداء رائع للعيب النادي الأهلي والمدير الفن وهي عادة أهداف النهاردة متواجدة كابتا عادل من اللقاء اليوم ممكن التصريحات كابتا حسام وكلامه مع لعبين وفي نفس الوقت هدف آخر هو التجهيز لمباراة قادمة وده شيء مهم جدا لكابتا حسام البادلي وتركيزه على المباراة دي أكيد طبعا كابتا محمد بس يعني إحنا عايزين يعمل مقارنة سريعة كده ما بين أهل والزمالك في التشكيلين النهاردة اللجومية يعني نازل الزمالك في حرص كبير أول نهارة أسهزانة كابتا عايزك تعمل مقارنة ولكن خلينا نروح لإزمالنا محمد سعيد من أستاذ القاهرة وأكيد يعني وجود الجمهيات دلوقتي في التوقيت ده آه هو عدد قليل ولكن مهم جدا أن احنا نشوف النبض ونشوف ما هي أجواء أستاذ القاهرة في توقيت الحالة تفضل محمد شكرا لك كابتن محمد فاروق تحياتي لك وتحياتي لجوفغي القرام في الستوديو كابتن شريف عبد المنعم كابتن ربيع ياسين كابتن عدل عبد الرحمن يعني بالتأكيد ده تشكيل فريق الندي الأهلي خرج في هذه اللحظات الأهلي يبدأ بمحمد الشناوي في حراسة المرمى خط الدار من الميل الشمال أحمد فتحي زهير أيمن صبر رحيل زهير أيصر اتنين مساكين سعد سمير وأيمن أشرب أمامهم اتنين وسط ارتكاز حسام عشور وعمر السلية أمامهم وليد سليمان جونيور أجاي ثم كريم مندود وفي الهجوم مروانة محسن على دكة البودلاء شريف إكرامي إسلام محارب حسام غالي محمد نجيب محمد هاني بكاماني وصلاحة محسن يمكن خرج من قائمة المراء فور الوصول إلى أستاذ القاهرة أحمد حمدي خاصة الفريق أو كابتن حسان البدري عندما وصل إلى أستاذ القاهرة كان الفريق قوامه واحد وعشرين نلاعب أن خلاص حوالي ست لعبين خرجوا من قائمة فريق النادي الآلي هناك بالتأكيد في فندق الإقامة لكن لم يذهبوا مع الفريق إلى أستاذ القاهرة لكن بالتالي هي هذه التشكيلة الأساسية التي اخترها الجامس الفني بقائرة كابتن حسام البدري وبالفعل يبدأ محمد الشنوي كما ذكرنا صباح هذا اليوم في حراسة مرمى فريق النادي الآلي والتشكيلة الأساسية بخلاف تغيير أو اثنين على التشكيل التي خضى الآلي خلال المباراة الأخيرة تلك التشكيلة وبعد القرير سينزل لعبي فريق النادي الآلي هداء عمليات الإحماء والاستعداد لهذه المباراة مباراة نادي الزمالك في ظل حضور جماهيري ما يقرم من 500 إلى 600 مشجع من جمهور النادي الآلي وأيضا مستقلهم من جمهور نادي الزمالك متواجدين في الدرجة الأولى يمين ويسار المقصورة الرئيسية في استعداد لهذه المباراة اللي تنطلب في السامنة مسام بقيادة الحكم محمد الحنفي إليك الكلمة من جديد كابتن محمد فاروق بشكرك يا محمد وإحنا أيضا بنشوف كواليس النادي الآلي وتشكيله هروح لزميل أمير الشام وأيضا كواليس النادي الزمالك وتشكيله أيضا تحياتي لك كابتن فاروق تحياتي كابتن شريف عبد المنعم كابتن ربيع عسين كابتن عادل عبد الرحمن وتحياتي لكل مشاهدي ومتبعي قناة الأهلي في كل مكان أكيد مباراة غاية في الأهمية بالنسبة لنادي الأهلي النهاردة أمام نادي الزمالك حتى بعد ما النادي الأهلي قدر أنه هو يحسن بطولة الدورة لكن تظل هي مباراة قمة ومباراة قوية وبيتباح أكيد كل الجمهور الوطن العربي فبالتالي نتمنى كل التوفيق لنادي الأهلي في هذه المباراة لكن سريعا خلينا أتكلم عن تشكيل الزمالك طبعا رقم 24 حمد النقاز رقم 12 أحمد أبو الفتوح رقم 33 كباك كاليفت في نص الملعب سلاسي كل من محمود عبدالعزيز رقم 27 طارق حامد رقم 3 معروف يوسف رقم 15 أيمن حفني رقم 14 يوسف أوباما رقم 10 وكاسونجو كابونجو المهاجم الوحيد رقم 23 ده الحداشر لاعب اللي حيبتده طبعا مباراة الزمالك النهاردة لكن في المقابل دكت البودلاء بالنسبة لفريق نادي الزمالك عمر صلاح رقم 31 باسم مرسي رقم 17 رقم اللي هو كان بيعاني مصابة مؤخرا لكن متواجد في قائمة هذه المباراة عبدالله جمعة رقم 22 اسلام جمال رقم 5 أحمد مدبولي رقم 21 محمود عبدالعاطي دونج رقم 6 ومحمد عنطر رقم 18 ده التشكيل الخاص بفريق نادي الزمالك استعدادا لهذه المباراة الهمة إن شاء الله النادي الأهلي يكون موفق في هذه المباراة ويواصل أرقامه القياسية ويقدر يحقق ثلاث نقاط ثلاث نقاط جديدة تضاف لرصيده في بطولة الدوري العام عشان يقدر يكسر رقم القياسي بنسبة لنادي الزمالك وهو 87 نقطة إن شاء الله النادي الأهلي يقدر يفوزه النهاردة يحقق 88 نقطة ويبقى رقم جديد في تاريخ مسابقات بطولة الدوري العام كل التوفيق لنادي الأهلي النهاردة والجهز الفني واللعبين ويقدروا حقوم مباراة قوية ونتيجة إجابية كبيرة إن شاء الله أمام نادي الزمالك أعود اليك كابتن فاروق بشكورك أمير كابتن عادل كنا نتكلم على المقارنة ما بين التشكيلين وما بين الأهلي والزمالك فضلك التشكيل الأولاني التشكيل نادي الزمالك يعني تشكيل فيه حرص كبير قوي ممكن نادي الزمالك الدوري الأولاني لما لعب المباراة الأولى مع هاب جلال أنا حسيت أنه هو كان عايز يخلص الموضوع وأنه هو يكسب النادي الأهلي فعمل ريسك كبير قوي أنا شايف أنه خالق جلال بقى المرة دي يعني عارف اللي هو حاب يحصل نفسه قوي فأكيد هيلعب أربعة خمسة واحد لكن النادي الأهلي سابت في تشكيله سابت بطريقة لعب اللي هو أربعة اثنين ثلاثة واحد سأسألك هل طريقة اللعب ممكن تختلف النهاردة لا أفتشو بالعكس أن الجراءة من الكابتن حساما النهاردة أنه هو بيدي الكريم نيدفيد هي يعني هي يعني الكابتن ربيع يتكلم فيها وقال أنه أنه دي مفاجأة هي فعلا مفاجأة لكن هي دي المبارات اللي بتصنع النجوم ممكن كريم نيدفيد نشوفه في شكل تاني أو ممكن يصالح الناس كلها وممكن يبقى حاجة كويسة أو أنه لعب مبرك ويسا لكن طريقة اللعب النهاردة المكرنة ما بينهم نادي الزمالك هيعمل منطقة وهيشتغل من وراء وهيشتغل على هجمة المرتدة لأنه عامل أيمن حفني هو الوحيد مع كاسونجو ويمكن أوباما ممكن هيلعب على الطرف من الأطراف عشان ينزل يدفع في الحتة الدفاعية عنده اثنين فوسة ملعب طريق حامد ومحمود عبد العزيزي هيقوموا بالواجب الدفاع كاملا وعنده الأرباع اللي وراء أحمل فتوح ومحمود علاء والوينشي والنجداز يمكن خبراتهم هي اللي قليلة لكن النادي الأهلي برضو بيتمثل في الحتة الهجومية عنده في السرعات بتاعت وليد سليمان وبتاعت أجايق وثبات مروان محسن ودي حاجك ويسي ممكن أنا أنا سعيد قوي بمروان محسن الفترة دي عاوزوا إنه هو يزيد قوي لإنه إحنا محتاجينه في كنادي أهلي ومحتاجينه كمان للمنتخب القوم إنه هو يقدر الوحيد اللي ممكن يلعب كأساسة في المنتخب عمر السلية وحسام عشور يمكن اللي اتنين أنا كتير أو ما بحبش إن اللي اتنين يلعبوا مع بعض دايما لأيهني النادي الأهلي لو بيمتلك الكرة بيمتلك الكرة بواحد من اللي اتنين حسام عشور لما بيلعب يبقى معه شام محمد لما بيلعب السلية بيبقى معه شام محمد أو حسام غالي ممكن يلعب لكن أنا بتكلم على إنك تعتمد على إنك تمسك الكرة كويس ثبت تشكيل النادي الأهلي أقدر أقول لك من جرائط كبتن حسام البدر إنه هو شايف إنه حالته أفضل حرص نادي الزمالك عشان نادي الزمالك شايف إنه هو حالته أقل ولكن المباراة هتبقى فيها في البداية عصبية هي اللي هيقدر يمسك نفسه اللي هيقدر يشتغل تكتيكيا كويس لإن المباراة أهلي الزمالك أكثر حاجة فيها التكتيك اللي هو بينجح اللي أعصب اللي عنده هدوء كبتن في البدر كبتن أشريف خانيها كنامك طريقة لعب النادي الأهلي كبتن عادل كده مش هتتغير حتى طريقة اللعب يعني التكتيك نفسه اللي هو طريقة اللعب بتتكلم في 4-2-3-1 على الجانب الآخر من الزمالك 4-3-2-1 يعني بتتكلم في عدد زيادة في وسط الملعب بالنسبة ليه الجوز الدفاع حتى في وقت الدفاع بالنسبة لنادي الزمالك انت بتتكلم في معروف يوسف طريق حامد محمود عبدالعزيز بيعتمد على أيمن حفني وأوباما وكاسونجو ممكن يبقى هو الرأس حربة اللي ممكن يكون وحيد انت هنا عشان تحاول تغطي هذه الجزئية والنقص مش هايزة يقول نقص عادي دي انت من خلال حركاتك ممكن تشتغل على الجزئية دي من هو اللي هيكون عنده القدرة في حتة الرجوع هل وليس ريمان هل أجاية في حتة الرجوع لوسط الملعب ومالء نص ملعب بالتساوي مع فريقنات الزمال والله عشان كده هو حط كريم نتفيد يا جابت يعني كريم نتفيد يعني انت قلت حد تقارف خالص غير لنا أقولته أنا عارف أقولك كريم نتفيد هو حطه عشان يعوض نزول أو يخلي أجاية في الشكل الهجومي في التعامل مع مراوة محسن المراوة محسن اللي أنا بطلب منه كمان هجومية نرد أن يكون بلعب مع آخر واحد في نات زمالك عشان يعمل لي العمق الهجومي اللي هو أحمد فتحي وصبري لما يجي لعبه بالقراب العرضية يمجي حتى مساحة لا يحد يبينطلق جاي من خلف العين كل أحده على مراوة اللي أنا شايفه أنه وليد سريمان بتحركاته والسويتشاته العرضية والأمامية مع أحمد فتحي اللي هو اللغة الدويت اللي احنا بنكلم عليه طبعا وفيه عمر رسولية بيسرق وبيروح وبيشود دلوقتي الشكل السراع اللي انت عايز بتعنص الملعب ده المجهود الوافر هو الوحيد اللي حيترجم الحكاية دي اللي هو عدم الباص المقطوع اللي هي دي الأهل اللي بيلعب الطريقة الطبعية بتاعته اللي هي باص 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 وفيها مافيش ميز باص فيها هيحصل برضو تاني لأي فرقة بيتلعبه حتى لو كان نادي الزمالك حتى لو كان نادي الزمالك مزود ومحترم من نادي الآهل النهاردة في الشكل اللي هو عايز يطلع به إيجابي حتى ما يتغلبش النهاردة فدا دي حاجة تحترم في نادي الزمالك النهاردة انه هو بيحترم جماعية النادي الآلي وفردياته نات الزمالك النار ده عنده فرجيات هائلة انما الجماعية المتمثلة الموجودة ان هم بيدغاروا عليها ومفقودة لحد دلوقتي انا اشايفهم ان كل حاجة عندهم العفر دي كل واحد عايز يثبت لنا الزمالك النار بتقف المبارات اخيرا انت شفتها كده او اشفتها وبشوف كل المبارات اللي فات يعني اللعيبة بتحاول تثبت ان هي تقدر كل اللعب فيهم يعمل اختراق للخطوط اللي هي بتلعبهم فما بتكملوش الكرة بيخش اضمن واحد عادل واثنين وثلاثة فبتتقطع الكرة فبتحصل عليهم رد فعل رد فعل في السرعات والهجوم اللي هما مش شايفين مش عندهمش ثقة ان اي لعيب ممكن حيروح على ناحة تانية ويجيبه فبيتقلبوا في اخذ دقيقة بيخش فيه مجوار فانما هما النهاردة بيحترمين نص ملعب بتاعك انت الاداء الطبيعي بتاعك عمر السولية وحسام عشور فاهمين الوضع وشكلينه وبيمسكوا الكرة ازاي بتلعوا الاطراف يمين بتلعوا الاطراف شمال انت عندك الحركة الدائبة النهاردة لانت عشان تترجم المطش كمان انك تكسر العجام مش ان انا عايز امسك كم تلك نص ملعب بس انت عندك ماشاء الله جزء الامامي مرعب اه ماشاء الله وغد نظر مين متواجد فيه وماشاء الله عايز اقول لك الحاجة لازم يبفيد اقرب من الخطوط لازم عمر السولية داي رايح ساعة سامير وقام عشر على طول الكرة الناس ده هو اللي مستلمه هو حسام عشر وعلى طول هو اللي بيترجم الكرة الى قدام اختبالك مش هينفع ان انا اكبر وليد سليمان النهاردة بشكل يحسسني ان انا بدافع الايه بينزل لتحت بجنب احمد شاتعي واجايه بينزل جنب صبري حلو او ان انا ساعة انما كمان حلو اوي انما احس ان اللعيبة بتاعتي في قمة اداءهم البدني اللي هم بيقدروا يعوضوا اي تحركات لللايم فروت بتاعي فانا شايف النهاردة ان هي مباراة هتبقى فردية من نادي الزمالك في مص الملعب وكرة سهلة وجماعية من نادي الآلي في منتصف الملعب وده مش وحش حقيقة احنا هنتفرج على الحق كويس لأكل بتانية اللي هتحسن الكلام وانا بقول ان يمكن على طريقة اللي بكاتها موجود بس على الورق لكن وضع الملعب كالترابية بيختلف تحركات فبتتطور الطريقة من مثلا من 4-3-1 لشكل مختلف بالنسبة العدد اللاعبين في منطقة معينة خلينا بواقعين جدا انا بص انا احب الجوانب الفنية هي اللي دايما بتفصل المتشطة الكبيرة طبعا بتفك كتير جدا الوعي الفني هو اللي بيوصلك لانت عاوز النارد خلي بالك 11 طب انا انا اسفكاتي انا اروح سريعا بس الاستاذ وارجع اكمل محاتك مع زمينة محمد سعيد وايضا زمينة العزيز استاذ السامن شلطوت رئيس التحرير التنفيذي لليوم السبع وايضا اجواء ما قبل اللقاء شكرا لك كابتن محمد فروض يفق القرام كابتن شريف عبد المنعم كابتن ربا ياسين كابتن عدل عبد الرحمن هنا من استاذ القاهرة واثناء اجراء طبعا اللاعب في فريق النادي الال عملات الاحماء استعداد لمواجهة الزمينة يمكن في هذه اللحظات سعيدنا ان يكون معايا الاساس عصام شلطوت الناقض الرياضي بالتأكيد عصام برحب بيك على شاشة قناة النادي الالي في هذا الحدث المهم مباراة القمة لكن في هذه اللحظات احنا معاك على الهواء لقطة جمهور فريق النادي الالي وبيندا على حسام غالي طبعا كابتن ونجمهم العظيم واستحق اكثر من اشادة وراح كمان لجمهور الزمالك وحضراتكم طبعا اكيد شايفينه حاجة كبيرة وحاجة جميلة ان نستكمل بها حاجة اتكلمني فيها انا وانت قمة هي كلاسكو العرب هي كلاسكو القارة ايضا هي كلاسكو الشرق اوسط ومع ذلك لا تجد ممر شرفي في وجود الكبار الاهلي والزمالك تحكيم مصري وتلفزيون مصري وقنوات مصرية واعلام مصري هو دائما ما يمكن ان يكون موجود معنا في هذا المحفل ومنستاذ القاهرة كنت اتمنى الحمد لله اليوم جميل لكن كنت اتمنى ممر شرفي والدرع يظهر نهاردة نهاردة حتابة دوري مباراة كمة حتى لو بقت مباراة محمد انت نفسك وافيتني على ده واحنا بنتكلم وبنقول يا اليوم ده كان نحتاج التجميلة دي صح بس ليه بتدير النهاردة بطل الدوري بيختات المباراة في الدوري اي نعم هناك مباراة موجلة في اواخر شهر مايو تحصيل حاصة لكن النهاردة مباراة مهارية ديربي الكل بيتفرج عليه بالتحديد فكتبه افضل صحيح صح ده كلام كان يبقى مهم لكن خلينا ناخد من اللقطة دي حاجة كبيرة اوي ان ينادي جمهور الزمالك على الكابتينو فده شيء الحقيقة في القلب ده شيء يجب انه يبنى عليه من الان لان احنا بقبل جمهور عائد للملاعب لا محال ان شاء الله خاصة مع منازلات الاهل الافريقية عدد الجمهور ده سؤال اخير سعيصاب عدد الجمهور الموجود دلوقتي داخل استاد القاهرة بين جمهور الاهل وجمهور الزمالك 500 الى 500 فيه روح بس روح بسيطة داخل استاد القاهرة لقدر نقول مؤاشر للأدوار النهائية في كأس مصر خاصة الاتحاد القرابي طالب وحريص فانا تمنى للكأس حتى يكون فيه حضور جمهوري اكبر من كده اعتقد انه عند رقم 3000 هتكون الحزبة معقولة وتكون مبشرة كمان يا محمد بموسيم ان شاء الله اكثر من رائع خاصة انه يعني دماسة الجمهور النهاردة وطريقة الدخول شغل غير عادي من امن القاهرة بالفعل لم يكن هناك اي ملاحظة لم من الجمهور ولا من الاعلام شيء الحقيقة عبقاري يبنى عليه فعلا كلاسيكو نتمنى ان يسعدنا بقى بمستوى فن يليق وكباتن في الستوديو اكيد بعد ما يقروا التشكيلين هيقولولنا ازاي ممكن يتفوق احد الطرفين شكرا جزيلا عودة من جديد الى كابتن محمد فاروق بعد هذا الحوار والحديث مع الأستاذ عصام شلتوت الناقض الرياضي والحديث عن مباراة القمة بين الاهل والزمال وختم الدوري ممر شهر في تسليم الدر بروتوكول كان يبقى مهم جدا في ختم هذه المسابقة لايك الكلمة كابتن محمد فاروق شكرا جميعا شكرا جميعا شكرا جميعا واشكر أستاذ عصام شلتوت كابتن عربيع ونحن نتكلم على الجزء الفني حتى يعني مهتم جدا بيكسب الفرق يعني بيكسب المنصق ومنظم مهم جدا التمركز الدفاع مهم جدا الترابط الخطوط مهم جدا نارضة محمد 11 ضد 11 سنائيات بلك أحمد فتحي عمر السلية السليمان فتوح محمود علاء حفني صبري حسام عشور أجيئ النقاس معروف يوسف أوباما بلك عمر السلية حسام عشور كريم ندف الطريحة من محمود علاء يوسف معروف كسنجو سعد السمير أيمن أشرف بروان محسن محمود علاء الوينش سنائيات التفاوض بيجي منين بقى كتف السنائيات التفاوض بيجي منين هل من الشهل الجماعي ومساعده وتحركات معينة واحد القدرات اتنين التنفيذ يعني النهاردة حسام أخذ بالك أو خالد جلال واحد يعني الاتنين هيرتحوا في قوات معنا هيرتحوا اللعيب هنا خلي بالك زكاة اللعيب وتنفيذ اللعيب محمد خلال 45 ديار تحشوتها المهمة جدا عشان كده المدربين بيتعفرته ويبقوا عصبين جدا أنا ما أقول حاجة وملاهاش أكثر حاجة تعليقات نفسها الخضال لك محمد الالتزام أنت عندك 100 زفتين من ندر الأهل ليه ندر الأول الدورة ليه ندر الأول الدورة ليه ندر الأول الدورة يبقى لبس التسبيع ليه عشان الأهلية عنده قدرات وملتزم اللعيب عارفية عن تركيز والتزام وإصرار وعارفين يعني جهاز الفني فيه ترابط النهاردة مهم جدا نخلي بالك الترابط ما بين المدير الفني واللعبين اللعيب النهاردة عنده واجبات ووظائف فنية محمد لازم أديها عليك والمدير الفني بيقرى المنافس بيحضر فريته بيدي المباراة خد بالك بيدور حاجات كثيرة جدا فأنا لما بنتكلم على جانب خططية عشان تسيطر على المباراة لازم يكون في جانب خططي من غير خطط النظر محمد الدفاعي والهجومية الفردية مش هينفع خد بالك ليه بنتكلم على تطوير الجانب الهجومي جانب هجومي يعني الكرة متحت طول الوقت وعاوز تكسب خلي الكرة تحت رجليك طول الوقت لو انت ما عندكش جانب هجومي وخد بالك في تحرك وتمرير ودقة وتزحاجات كثيرة جدا هو ده فيه واجبات دفاعية وواجبات هجومية المستطيل الأخضر النهاردة 90 دقيقة الفريق اللي هينفز الفريق اللي هيلتزم الفريق اللي هيلعب كرة كرة قدم حقيقية فيها كل حاجة خطبالك هو ده وقم الله تعالى اللي هيكسب بالتوفيق ده شيء لكن النادي الأهلي ملتزم الفترة الأخيرة فيه شكل فيه أداء فيه شغل فني على مستوى وصل اللي وصل اللي موصل شعر شوية محمد الفواري الكبيرة جدا على الورق في كل مباراة كبيرة لا يمكن اللي هيل بيعمل الأداء الأرقام اللي انت بحطامها ده عشان فيها واجبات فنية عشان فيه شغل فني من المدير الفني للعب النادي العب كتنعادل اهم ما في اللقاب بيحصل في مباراة كبيرة زي كده لو عمل انت بتستحوز على الكرة رقم واحد ثم تحضير الجزء الهجومي والهجوم او عملية الشغل اهم اللعبين او اهم الجزء الخططي بالنسبة حسان بدري لتنفيذ زي جزئيات اولا كبير حسان بيعتمد على حجم هم جدا بيعتمد على السلية وحسان عشور في حرية لحمد فتحي وصبر الرحيل بمعنى ان الاتنين بيغطوا لما بيطلق احمد فتحي يمكن احمد فتحي اكثرهم اكثر من رحيل طلوعا لان دي خبراته صبر الرحيل لما بيطلع حسان عشور هو اللي بيميل سن عليه الناحية التانية عمر السلية عامل النهارده كبتن حسان حاجة ازدواجية شوية في الطريقة بمعنى ان كريم ندفت احيانا كتير قوي هينزل في وسط الاتنين هينزل في وسط عمر سلية حسان عشور لان كريم ندفت من اللعيبة اللي يقدروا بدنيا يقدر يجري كويس ويقدر يجري كتير النزول بتا عواليد سليمان وعشاهيه وده كمان مهم جدا لانه ليهم حدود في النزول كبتن يعني هل لو سط ملعب او لو سن التمنتاشر مسلا انت عارف نحية نفسية حدوده ما يبقى مع الأظهرة بتاعتهم اللي بتلعب عليهم اللي من النحياد في نادي الزمالك واللي من النحياد في نادي الزمالك هي دي الحكة النفسية اللي ممكن اللعب بيشتغل عليها بنزول في وسط الملعب ولكن فرحة الدفاعية اه لكن أجاية مثلا من اللعيبة انت لو مدرب قاعد برا هتقول للظاهير بتاعك او الباك بتاعك هتقول له لازم تمسك أجاية كويس أجاية بيبقى مهم جدا جوة عند التمنتاشر مهاري بيعرف يعدي فانت بتخلي اللي ناحية أجاية ممكن يكون دفاعيا أكتر من إنه هجوميا وما يبدرش يهاجم كتير هو دي الجزئيات اللي كابتن حسام البلعب بيلعب بيها كابتن حسام البدري دايما بيشتغل على شق نص الملعب بيقسم الملعب نصين طولي نادر أهلي ما بيلعبش عرضي بيلعب طولي يعني النص اليمين اللي بيبقى فيه أحمد فتحي وسعد سمير وبيبقى فيه عمر السلية وليد سليمان وبيبقى كريم ندفد نبكلم على تشكيل النهاردة ومروان محسن الستة دوره موضي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بيشتغلوا في المنطقة دي نفس الكلام الستة للناحية التانية اللي هو بيبقى كريم ندفد ومروان محسن مشتركين في الاتنين مع عجيو صدري وأيمن أشرف وحسام عشور هي دي الفكرة اللي بيعملها كابتن حسام إنك بيالعب طولي عنده سرعات كويسة في الأمام عنده تدوير كويس في الكرة في وسط الملعب ودي حاجة مهمة النهاردة الحاجة الوحيدة اللي هتتعب بالنادي الأهل في وسط الملعب إن في وسط الملعب في نادي الزمالك فيه عندهم واحد بيقطع كويس طريق حامد عندهم محمود عبد العزيز ممكن بيدافع برضه من الدفاع كويس وبيقدر يزيد النهاردة الزيادة اللي هتبقى خاص بها عمرو السولية من ناحية اليمين اللي هيعمل دياجونال وهيروح وراء الجون عمرو السولية وصل لدرجة إنه هو دلوقتي بيتطور من نفسه إنه هو بيروح وبيشوت على الجون أكتر من هدف جابه وبعدين دائما بيروح خلاص ولما هيروح عمرو السولية هيبقى حسام عشور موجود ولو كريم نزل دميش مشترك في اللحبة ممكن يكون هو الأقرب للنزول جنب حسام عشور يعني فيه هنا مرونة ما بين عمرو السولية وكريم نزل دشوية في حتة النزول والطلوع مكانه لإنه عمرو السولية ظهر بمظهر تاني اللي هو ممكن يروح وراء المضافية هو عنده قدرة الحاجة المهمة إنه في أيمن أشرف النهاردة وسعد سمير لإنه معهم كاسونجو لعب قوي صحيح وعندهم مشكلة بقى في وسط الملعب لو جاء أيمن حفني بكرة ريبل لوحده وده أيمن حفنة يبكون أخطر لعب في نادي الزمالك النهاردة لأنه هيلعب وراء نص ملعب لأنه هيلعب وراء نص ملعب النادي الآلي هنا يبقى فيه مشكلة إيه المشكلة اللي ممكن تتحل النادي الآلي حلا لو نزل حسام عشور هيلعب معه منتو من أحيانا لما كرة تبقى موجودة هينزل كريم نيتفيد هيبقى نص ملعب جانب عمرو السولية وهي دي المهمة لو رأى عند عمرو السولية عمرو السولية هيمسكه كريم نيتفيد هينزل للنحية دي هتتحول الطريقة لأربعة واحد أربعة واحد في الحتة الدفاعية ودائما النادي الآلي مشترى خلينا نروح سريعا لزمنا كريم أحمد ولقاء مع نجم النادي الآلي أحمد الشيخ أكيد كلنا مشتقين نحن نسمع كلام أحمد الشيخ تفضل كريم تجدد ليك التحية من جديد كابتن فاروق كل نجوم من الستوية التحليلي كابتن شريف عبد الماني كل التوفيق للنادي الآلي في هذه المباراة معي في هذه اللحظات ويمكن بالصدفة طبعا كابتن أحمد الشيخ أحد نجوم نادي التفاة السعودية وأيضا أحد نجوم فريق النادي الآلي ورحب بيك في البداية وبنبسو عداء بصراحة كابتن أحمد إن احنا بنشوفك إن شاء الله تكون موفق خلال فترة تحترف الفترة الماضية وأيضا خلال الفترة اللي جاية قل لي النهاردة حضورك مباراة الآلي والزمالك كيف ترى هذه المباراة من وجهة نظرة كبيرة كابتن أحمد محمد رحيم انتحاتي لك طبعا انتحاتي الكابتن محمد فاروق والكابتن مصر في الستوديو أجد طبعا في الشك أنا واحد من أبناء النادي الآلي ووجود النهاردة يعني حاجة طبيعية جدا أن أنا سند زمالي والحمد لله الدورة حسام وكان طبعا مباراة بتبقى لها طبيعة خاصة بعيد عن الدورة خالص فأتمنى ان شاء الله الفوز للنادي الأهلي بإذن الله بتشوف للنادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت إزاي حسم الدورة قبل انتهاء بشكل رسمي ده مجود كبير للعيبة للجهاز الفني وفي إصرار كبير كابتن أحمد ان احنا نحط من الأرفام القاسية بعيدا كمان عن حسم الدورة بتشوف الإصرار ده إزاي مع العابة النادي الأهلي أكيد طبعا طول حياتنا الواحد بيشوف النادي الأهلي ولعيبت النادي الأهلي على طول أي مباراة للنادي بتخدها بشكل جد جدا حتى لمباراة دية فكون ان احنا اللعيبة تقدر انها تحسم البطولة من قبل ما انتهي الدوري دي طبعا حاجة كبيرة جدا وحاجة مشرفة واشكروا عليها بصراحة مع الجهاز الفني والناس كلها تعبت عشان كده ربنا ووفقهم وطبعا بتبقى حاجة كويسة للبعض اللعيبة وردو اللي هي ما بتشاركش في شكل مستمر ان هي تاخد يعني يقدروا الجهاز الفني يقدر انهم يديهم فرص كبيرة واكتر وقت ممكن عتاكب بتبقى حاجة كويسة واتمنى طبعا النادي الأهلي تنلعب مطشاة تنلعب بطولات انه يحقق انجازات دايما رغم قلة الفترة الاحتراف لكن كان اداء مميز كالعادة والتركيز الكبير من كابتان احمد الشيخ لتشوف ابرز الاستفادات اللي استفادة كابتان احمد على مستوى الشخص خلال الفترة الفاتر من فترة الاحتراف كابتان احمد والله يا بحمد ربنا طبعا الفترة دي والحمد لله الواحد يعني الاحد كبير يعني تجربة نجاحة الحمد لله عملنا ظهرنا في شكل واس جدا قدرنا احنا نشرف نشرف النادي الالي لان احنا طلعين النادي كبير اسم النادي الالي طبعا لازم نليق بالنادي اللي احنا جايين منه طبعا وجودنا في نادي اتفاق برضو نادي كبير ونادي محترم الحمد لله ربنا ووفقنا في التجربة وقدرنا ان احنا نظهر معهم شكل كويس كان معايا حصدي كان معايا حسين السيد فده يعني ادينا حافز ادينا تركيز اكتر ان احنا نعمل حاجة لنفسنا والناس هناك والحمد لله قدرنا بعد توفير ربنا ان احنا نحق مركز رابع يعني كان كان تموح الناس هناك ان احنا نعود في الدور كان النادي بيمر بظروف صعبة لكن الحمد لله ربنا ووفقنا وقدرنا ان احنا ناخد مركز رابع في دور كوي اعتقد من اكول دوريات في العرب وفي اس اخيرا اخدك بعيد شوية تقول لي الكابتن الكبير كابتن حسام غالي كابتنه على قرار الاتزال وحابب تقول لي في رسالتك لكابتن حسام غالي على الفترة الموضية الكبيرة اللي ادى فيها كل عطاء النادي الان اكيد طبعا حزين جدا نجم زي ده ولعيب كبير وكيمة كبيرة زي كابتن حسام غالي انه ما يكونش موجود في الملعب اكيد طبعا خسارة كبيرة لنا يعني انا احضرت في الاول ما جئت النادي الاهلي انسان محترم جدا شخصية يعني قيادية فعلا زينا بيقول اتمنى له طبعا التوفيق وان شاء الله يعني باذن بعد ما يعتزلي يكون في في كاركتر افضل وان شاء الله اتمنى التوفيق في اي مكان ان شاء الله حبيب كل الشكر وتأدير للكابتن احمد الشيخ احد نجوم فريق النادي الاهلي وايضا العائد من الاحتراف بنادي الاتفاق السعودي الحب يا كابتن فاروق بيخلي الكابتن احمد الشيخ واحد من نجوم النادي الاهلي يكون متواجد في مأسورة الصحفية انا 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 متواجد في المأسورة الرئيسية لها الصحفين وليس لها الجانب الاخر لها المأسورة الرئيسية حب كبير لكابتن احمد الشيخ وده اللي احنا عارفين عن كل نجوم النادي الاهلي بنتمنى له كل التوفيق خلال الفترة القادمة مستمرين معاك كابتن فاروق كل مشاهد من طبيع قناة الاهلي في كل مكان اجواء خاصة هنا من استاد القاهرة والقمة 116 للأهلي والزمالك عودة لك كابتن فاروق لكل نجوم من استودية التحليل شكرا كريم عودة حميدة لأحمد الشيخ بالتوفيق مرحلة جاية خلاص الاعارك بالنسبة له انتهت في الدور السعود ندل الاتفاق كل التوفيق خليني اروح لتقرير عن الارقام القياسية لكابتن حسام البدري في لقاءات القمة وارجع كامل كلام مع ديوفف للصدي والجزء الفني قبل المباراة مشوار حسام البدري المدير الفني لناد الالي في مباراة القمة حافلة بالارقام المميزة حيث قاد البدري الالي في عشر مباراة امام زمالك فاز في ست مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وهزم مرة واحدة البدري خض مع الالي خمس مباريات للقمة في الدور العام استطاع ان يفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل في اثنين انتهت اول قمة بقيادة البدري بالتعادل السلبي موسم 2009 2010 وفي الدور الثاني لنفس الموسم انتهت المباراة الثانية بالتعادل الايجابي بثلاثة هداف لمثلهم بينما كان اول فوز للالي على الزمالك تعتق قيادة البدري كان في الدور الاول لموسم 2016 2017 وذلك بهدفين للاشيء وهي كانت نتيجة الدور الثاني لنفس الموسم اخر مباراة جمعت الفريقين بالدور الدور الاول للموسم الجاري انتهت بفوز الالي بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي اقيم على استاذ القاهرة بعد غياب طويل بعيدا عن الدور العام فقد فاز البدري على الزمالك بثلاثية نظيفة في ربع نهائي كاس مصر موسم 2009 2010 وفي موسم 2012 وتحديدا في دور المجموعة ببطولة دور ابطال افريقيا فاز الاهلي بقيادة البدري على الزمالك بهدف النظيف ثم تعادل في اللقاء الثاني بهدف لكل ثريق تعد الهزيمة الوحيدة للبدري امام الزمالك كانت في كاس السوبر المصري الموسم الماضي وتحديدا في يوم العاشر من فبراير 2017 عندما انتهت المباراة بركالات ترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل السلبي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تكسب لكن تقدر بلغة العمية انك تسحب فريق نات الزمالك لعنك وانت تقدر تخطفه بشكل من الاشكال ده ممكن يحصل الحقيقة بتتكلم عنه هو ده اللي حصل المصري اللي فات حاول زي ما انت قلت اهاب جلال انه يباغت النادي الالف اول عشر ده وكان كل رد فعل بجول يعني كل رد فعل بهدف حتى نيد دمالك كان عنده حالة عشوائية كده كرة تروح نحي ترمين مثلا مع وليد سريمان وبيلعب كرة ابو الست اربعة بيروحوا مفيش ثوابت في الدفاع بتاعهم او تماركه الصحيح فقال الكلام ده موجود النهار ده بنفس الشكل انت هتعمل حالة ضغط وحالة هجوم عشان صبق التهديف ده برضو ليه حسابات اخرى معنادي نزل هالي هو اللي بيستلم هو اللي عنده اكبر شكل للكونت اقتك في مصر في دلوقتي اعتقد في الكارة كلها يعني فالشكل بس الوحيد انت عندك ان في عمل جديد النهار ده الكابتن حمدي النقاذ اللي هو بيلعب معنادي زمالك ده عامل مساعد كبير او نص ملعبهم ولل ناحية اليمين هو بيضرية من العرضيات شكل نوط الضعفة كابتن اهو نوط الضعف الدمالك نا هي دي الشكل الهجومي الاوحد اللي اعتقد ان هو ممكن اسهل جانب نص الملع بتاعه يعني بتلاقي محمود معروف يوسف ناحية التانية مش الناحية دي بيحاول يكمل طريق حامل يتعالي الدفاعي بحث ممكن يرجع وكرة بتجيله عنده عادة غريبة كده عايش يبتلي من ورا على طول ما عنده الشكل الجماعي انا ما اعتقدش هتلاقي في لعب انجليزي او في فلة ناس الزمالك نادي اللي بيلعب الشكل الطبيعي احنا لين نادي اللي هين سا ده احنا بنلعب الشكل الطبيعي بتاعنا ان كرة هي اللي بتجي وبتوفر على نفسك الحالة البدنية اللي بتباليها حالة صعودية خلال المباراة فندي اللي هو بنفس الطريقة وهو نازل الكريم ندي فدلي النهاردة بيفسد الجاري بتاع أول لاقر البدنية وبساعة عسام عشور وعمر السلية في الاحتواء على شكل الملعب بحرفية بفنيات زي ما قال الربيع نهاردة الفنيات بتفرق كتير او في المتش يعني فنيات السلية وعسام عشور ولا الناس اللي هما لسه بي يعني بيلملموا أوراقهم بيحطهم جمع بعض مش على طول دائمين اللعبة جمع بعض ده مش كوام أساسي لنادي الزمالك أنا بشوف ناس زمالك اختلاف السنة دي كلها اختلاف مدربين على اختلاف لعيبة على اختلاف مراكز على أشكال تعوضية بشكل كبير أو نكتخش حتى نكتكسب 3-4 مبارات بيبقى صعب جدا فكل مشاكل عن نادي الزمالك الحقيقة انهم يعملوا حالة تعودية لهم في نهاية الموسم مبارات زيدي النادي الآلي هو الشكل الطبيعي بتاعه اللي بيفوز وكرة هي اللي بتجري واحنا اللي بنعمل خطوط عندنا ونملك الحقيقة الحمد لله من الفرديات والجماعية فالجماعية بتاعت النادي الآلي هي اللي بتثبت التفوق على أي حد بيحاول يختارك وكذا العيبة سيبك من في كل الفرع عملوا كده مع النادي الآلي السنادي بيحاول يختارك وبيحاول يروح حتى بيت روجي تحاول ويبقى فيه لكن النهاردة عملية الضغط الاستحواز على الكورة والباس باس باس السليم هو اللي بيخلي لك دائما عملية الضغط كتر حسام النهاردة هي اللي ممكن تبقى الأفضل من البداية ولا زي ما بولت حاجتك في البداية يستند زمالك يعني رأي حاجتك كلامك مضبوط كابتن بس قالوا حاجة ان رغبة الأجهزة الفني حاجة واللعيبة هي اللي بتزبط جول ملعب وده نجاح نادي الأهل ان رغبة رغبة الجهاز الفني ماشية مع تنفيذ العبيد تعليمات تنفيذ التعليمات كابتن ربيع النهاردة دور الأطراف كابتن هل النهاردة ممكن نلاقي أحمد فاتحي معلق قدام شوية مع صبر رحيل حتة الضغط على دفاعات نادي الزمالك بتبتدي من هنا يعني مدي حتة الهجومية أكتر للأطراف وتستغل الجزئية ان انت عنك طرفين مهمين وأقوية بشكل كبير في تقدم حمد النقاذ النحاة الثانية ومحمود علاء مساء دي ميزة عندنا ان احمد فاتحي موجود احمد فاتحي رائع في وجباته الهجومية فيش كلام بصة محمد انت لازم تلعب تستغل خلي بالك السلبيات اللي موجودة الفترة الأخيرة عند نادي الزمالك وخاصة في التلت الأمام كل مشكلة لكن مشاكل نادي الزمالك في التلت الأمام انتاحهم الأولان يا محمد فيه أخطائق كثيرة جدا فيش مدمع فيه فرديات فيه حاجات كثيرة جدا فيش ترابط فأنا كنادي أهلي لازم نادي ألعب طبعا ضاغب فيش كلام من الأمام بالبداية طبعا عشان أنا لألعب على الزمالك ومش الزمالك اللي ألعب على الزمالك أنا أستغل ولا شخصية موجودة حاليا دلوقتي فنيا هنجبك حشان تخوفني لكن أنا النهاردة عندي ميزات كتيرة جدا إن أنا بلعب ضاغط وعندي ترابط وعندي صنايات وعندي تحرك وعندي تمرين وعندي سلاسي رباعي مرعب في وسط الملعب مع رأس حرب الصريح مرون عارب بيعمل في التمتدار محمد قد لك الطبيعي جدا إن أنت بتكلم على جنبين لازم يستغليها من الأول أروح لها الزمالك أنا متأكد بنسبة 0% إن شاء الله وضغطنا واشتغلنا وحفظنا على الشكل القوي والسريع في التحول من الدفاع للجوم عشان أخلص وبروح أخلص بابر الله تعالى لأنه عندي أنا أنا فاي أنا الأحسن أنا الأفضل أنا الثقة أنا التحرك أنا التمريل أنا ننسجام حاجات كثيرة جدا فنيا فصارح النادي الأهلي ضد النادي الزمالك لعدة الزمالك الفطر الأخيرة آخر 4-5 متشات بيقصف في التلت الأمام عشان أخطاه مش مش مدافعة عشان فيش تغطية مش مش فيش تزال عشان ما فيش ثقة عشان فيه فواري كبيرة جدا فنية فواري للزمالك فمن أول ديام بوقت نوزل أنا إن شاء الله تعالى يا زميل عبداغل عشان نقدر نوصل عمالية الضغط واستغلال خضراتك الفنية وأيضا الجزء بالنسبة للنادي الزمالك إنه عنده الحتة الفترة الأخيرة طبعا في حتة هزة بالنسبة للعبين لكن جزئية مهمة جدا كابت النعادل بتفتقدها أنت في الفترة الأخيرة خلال البلاي ميكر واللي كانت متواجدة في دور عبدالله السعيد النهاردة مين اللي هيقوم بيها كريم ندفد ولا وليد سيمان هل كريم ندفد ولا يعني على الورق إحنا موجود كريم ندفد في جزئية الوسط لكن ممكن نلاقي هو وليد سيمان هو اللي في وسط الملام أو أجيئ حتى كEZ كلي بالك النهاردة أهل耶 اللامركزية في الحتة الأهجومية إحنا حتى شوفها أفضل الكثب اللامركزية إلى البرagh لما كان موجود عبدالله سعيد كانت موجودة إن عبدالله سعيد لما بيروح نحية الشمال العجيب يدخل لدوها هي دي المرونة التكتика في الحتة الأمامية اللي النهاردة الإهלية مشهور بيها السنادي نادي آلي مشهور بحاجة مهمة جدا بدون أن أعطى كلام حدثك طبعا دلاطة حسام غالي وجمهور النادي الآلي يمكن ده أخذ لقاء قمة قد أن عادل حسام غالي هتكون لي أنا سعيد جدا أن حسام غالي موجود أنه عارضة في الفرقة وأتمنى أن حسام غالي يأخذ جزء كبير قوي من المباراة ويعمل مباراة قويس عشان تبقى ذكرى جيدة قوي لحسام غالي لكن أرجع مرجوع لأننا كنا نتكلم اللامة مركزية في الحتة الأمامية بتاعة أجيه أنت بتتكلم على عبدالله سعيد قصانع لعبة في الحتة الهجومية لكن أنت طول الوقت عبدالله عبدالله السعيد لما كان بيأخذ بيستلم ده في الحتة الهجومية فقدام لكن في نص الملعب طول عمرك إنك الاثنين اللي فوس الملعب حسام عمر السلية وحسام عشور كانوا بيلاعبه ولكن كان بيبقى في فرق ما بين هشام محمد لما بيبقى في الملعب في التنظيم أكتر شوية عشان كرة حيشام محمد ممكن تكون كرة تنظيمية عن حسام والسلية لقورتهم دفعية شوية لكن السلية أتور من نفسه فوالد سلمان دخوله في وسلم مكان كريم نيدوده ممكن يروح ناحات المين أجيه ممكن يخش برضو ممكن يروح ناحات الشمال أجيه ممكن يروح مكان وليد سلمان ووالد سلمان يجي مكان أجيه مرهوان محسن هو اللي سابت لأنه اللي بيحدد البصلة بتاعة اللعب بتاعة اللعبين هو اللي بيركزوا عليه هم اللي بياخدوا الكرة من عنده هم اللي بيسندوا عليه فعلشان كده بقولك النادي الأهلي عنده كزا مرحلة المرحلة التانية بقى اللي بالكابتن حسام البدري دايما يعملها اللي هي المرحلة بتاعت كريم ندفة دا لما عمر السلية على حسام عشر متأخر هيشيل واحد من الاتنين وينزل واحد كارسان على اللعب في السلملعب اتمنى طبعا التوفيق زي ما احنا شايفين كده خلاص الفرقين في أرض الملعب وهيبتد اللقاء نتمنى طبعا كل التوفيق الفرقين هنكون متواجدين ان شاء الله من بين الشوطين تحليل فني ان شاء الله يكون رائع وايضا شكل فني لخلقنا النهاردة يكون رائع من خلالي طبعا استاد الالي هنكون متواجدين مع حضراتكم اشتركوا في القناة 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 وفي القناة اشتركوا في القناة وفي القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفي 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 القناة وأنا وفي القناة 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 تصرف أحمد فاتحي تصرف ولي تصرف أجهير هاتلي كورة صلاح مواصل كده كالتربيب يتكلم طبعا دي مهمة جدا ده هدف يعني واحد أولا اللي واحده قد بقى لك هو أخذ زاوية الزاوية دي تخليني أنا أفكر بموهبتي ومهارتي أحط الجولي إزاي مش شروطها وخلاص هو شطها بالداخلي الداخلي ده وداها في نفس الزاوية اللي هو فيها جنش ما تروحش لا ده بالخارج بعيد لأنه قفل لك الزاوية هو ده في نفس الزاوية ده هدف مية في المية مفروض ده يبقى عليه حساب لأنه ما ينفعش احنا طبعا بنشق اللعيب هدف البيرن مبارح كان بنفس الأسطوب كده هدف البيرن كان برضه بنفس الزاوية كده نفس المطقة بوش الرجل طبعا محمد يعني قيمة اللعيب في بص يعني هو بص كده جول بوش رجله خلي بالك نفس الزاوية أو بنفوه بعيد له في البعيد احنا عمدوا الله مشاكل عندنا احنا بنتكلم عادي هم عندنا مشكلة انه مصلاح بس اللي ضايع عادي يعني الامور في السير مبارح فالعيب زغير ولسه قدامه قدامه محمد وبنون ان الاهلي النهاردة ضايع 45 دقيقة ما كانتش هو ده النادي الاهلي فيش فوقان في بط في تأخير في بعد في أخطاء نهاردة أول مرة خلال مشوار الدولي وبطولة الدوري يبقى في أخطاء من النادي الاهلي تكلفه مهدفين في عشرين دي ما حصلتش خد بالك ده كله كان موجود الأداء الشوت الأول هو اللي فرع العشرين دي فرعت في هدفين الأهلي حمل ما رجع والنهاردة من وجهة نظر لنا الشوت التاني كله لنادي الأهلي الزمالك راح مرة كم مرة بكورن كم مرة بكورة بتاع غير رسونجو اللي جات له الخبرات في كورة زي دي كابتن وققت بكورة وممكن تمام ده برضو صلاح محش التالي كان صلاح أخذ بالك لا ما ينفعش دي هدفين عنده الفرصة أن يوقفها هدفين يا محمد انت خلي بالك انت ليه كنت بتروح وتخلص وتكسب سرعة التصرف دي مهمة جدا في التلت الأمام فالشوت التاني من وجهة نظر لأن الفنية أن الأهلي راع عملوا اللعيب فعلا شكر للحسام البدل شكر اللعيبة حاولنا ونحن نخلي بالك زي ما برضو لازم نقبل التوفيق التوفيق عن جهد عن كفاح عن التزام عن التركيز نارضة خمسة هربين ديها سيئة بعيد بكل البعد عن أداء نادي الأهلي لكن برضو بنكرر نقول مبروك نادي الزمالك هردو لك نادي نكملين في أسباب كابتن عادل يعني الأسباب الهديمة والزور بالشكل في الشروط الأولين اللي احنا شفناه لكن هنتكلم أنه فيه تغييرات بالنسبة لك حسين بدري كاتل طرارية يعني تغيير سعد سمير ونزول محمد ناجيد كان ممكن يستفاد منه في حالة وجود طبعا سعد في الجزء الهجومي إسلام محيار حسين بدري فيها في جزئية أن خوفا من أن النزار التاني يعقده عشور وتيبقى حالة طرد تلعب بنائس العيب لكن جزئية كريم ندفيد هل كان ممكن يعني كريم ندفيد يطلع من بدري أكتر من كده أو ما بين الشوطين عشان تقدر يبقى عندك قوة هجومية أكتر من خلال صلاح محسن في الشوط التاني بس إحنا نفتكر أن الكابتن حسام ده تغيير بيبقى كان مميز عنده كنا بنشيد بيه كلنا في التغيير اللي كان بيغيره لما كان بيحط حسام عشور وبيحط السلية ولما يكون متأخر كان بيجيب إسلام محارب وينزل عبدالله سعيد نص الملعب هو نزل كريم ندفيد نص الملعب لأنه يمكن ما عندهش اللي هو الديفندر التاني اللي ممكن صنع علعب يمكن أنا أكلمتك في البداية قلت لك أنا محبش حسام عشور معه السلية يبقى فوس الملعب كتير الاتنين واجه واحد في حتة الباص والتحرك ما بينظموش الملعب يمكن أنا قلت لك شام محمد لما بيلعب مع واحد من الاتنين بيبقى أفضل كتير أو في التوزيع واللعب يعني واعد وهو مش عايز يخسره يمكن لو كان طلعه في وقت زي ده كان ممكن يخسره ده وجهة نظري الحاجة التانية المهمة الحاجة التانية المهمة حتة التغيير في الملعب دي وجهة نظر مدرب سيناريو بيعمله بالليل بيعمله طول الأسبوع وبيلعب نادي الزمالك لكن أنا بكلمك في أحوال غير عادية للنادي الأهلي النهاردة لقى فرقة منظمة دفاعيا وليس منظمة لعبة كامل يعني نادي الزمالك النهاردة دفاعي يعني كأنه احترام نادي الزمالك كأنه بيلعب مثلا فرقة يعني لسه صعدة الأهلي فهو نادي الزمالك بيعمل دفاع منطقه وعمال يستغل الفرصة في واحدة رغم أننا كنا الأفضل بس الأفضل بعد إيه ممكن كنت حساب البدري قالها في مجمل كلامه قال احنا اتخطفنا وهو ده اللي خلى نادي الزمالك يبقى مستمر يعني الحتة النفسية بتاعت نادي الزمالك الفترة اللي فاتت كان بيخسر من نادي الأهلي دائما وعلى طول صح النهاردة خد السقة بعد ما جاب الجون الأولاني والأول مرة ممكن يجيب الجون الثاني في وقت قليل أوي من الشوت الأولاني تمسك بالفرصة كمان فحصل ان النح النفسية بتاعت لقيمة النادي الأهلي اللي هم كان أعلى قعب نفسي على الزمالك والزمالك هو اللي حكين هيبقى محبط فاللي حصل في الآخر ان تغير الموضوع ان النادي الزمالك هو اللي بقى أقصر ثقة بقى يدفع كويس قوي رغم النشروط الثاني النادي الأهلي تسايد المباراة كاملة في كرة مروان محسين كانت ممكن تغير والأهلي لو كان جاب الجون الثاني التعادل كان هيكسب المباراة لأن نادي زمالك هيتسلل له ان مش يقدر يكسب النادي الأهلي الحاجة التانية المهمة التغييرات دايما كان ينزل بيكسبك على طول التانية حاجة التغييرات التانية عادية جدا في وقت عادي في وقت في الموسم عادي ان انت كمان بتريح اللعيبة وبعدين حاجة مهمة لازم نقولها النهار ده احنا نسينا ان احنا عندنا لعيبة مصابة مهمين جدا طبعا طبعا عندك هندف الفرقة والد أزارو اللي هو ممكن كان على الجون برضو غايبة عنك في لعيبة كتير غايبة عنك فعلشان كده بقولك ان النادي الاهلي مش مشكلة انه يخسر النهاردة قد المشكلة كبيرة انه ما يستغلش الخسارة النهاردة انه يعمل حاجة يعني قوة تانية لمباراة أفراطيا ودي حاجة مهمة جدا تأثير مباراة كبيرة زي كده نتيجتها طبعا يعني بغض النظر انت حاسم بطولة الدور لكن المباراة كده كنا بنقول قبل المباراة انها هتديك دفع كبير لمباراة الترجي وان كان في مباراة قبل طبعا الترجي هي مباراة الأسوتي في كاسمس لكن مباراة كبيرة زي كده وتأثيرها كمان نفسي على فريق الترجي ان انت بتكسب في الدربي بتاعك امام فريق كبير زي نات زي مالك اكيد تأثير اجابي عليهم او سلبي عليهم بشكل كبير لو لا هجي اقول لك حاجة احنا غطينا وكبير نغطوا قصة المباراة كانش كلاقي الدخول مباراة بط عدم تصديق ان فيه نات زي مالك ممكن يوصل ويحرز هدف من اخطاء الشكل ما كانش بتاع التيم من اول من اول من نزل الملعب كان فيه عدم ألفة بين كريم ندفت بصراحة وليد واجيه ومروان كان بعيد شوية كان مشاوش عارف يلعب ناحية المين ولا يغطي ناحية حسام عشور ولا ينزل يساعد والسولية حتى شفنا السولية كرة عالضايا من احمد فتحي كان ممكن رحلطيش على طول عايز يوقفها في خط الستة ما تكلمناش احنا برضو بتفصيل على الفرص اللي جات لنا في أول تايم احنا كنا ممكن نغير نتيجة بعد الهدف الأولاني وهدف التاني ويبقى لنا شكل تاني في التايم الأولاني بكورتين ثلاثة ساعة سامير نفسه قبل ما يطلع كان جاله كرة وخده على طول وقفها وحب يعملها بكعب المروان محسن حاجات دي احنا ما تكلمناش بتفصيلين فيها انما احنا وصلنا وصلنا بشكل المفاجأة بعد كده ان انت بقيت مينس 2 بعد ربع ساعة او 13 دقيقة في المبارا الاشكال اللي انت بتتكلم عنها والشكل اللي انت بتتكلم عن ان انا ترجح هياخذ عني ان انا اتغلبت النهاردة بالعكس لان اتتلك دي الايجابيات الوحيدة اللي ان انا هارجع في صفوفي تاني واشوف الشكل والكيام بتاعي والاخطاء لشان كده النهاردة دي مباراة اجابية بالنسبالي ان انا عايز ربنا كاتب لي ان انا اخصف اخصف في حاجة ملاش اي اي اما غير ان اهل ازام 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 فدي حاجة كويسة الاحسام البدري والجهاز الفني بتاعه واللعيبة وانا حاجة اللعيبة النهاردة برضو في حاجة ارهاق ومش وعش ان انت تبقى بتجرب خطوط وبتجرب لعيبة وعندك ساعد سامير كمان بيحصل اصابة غير الاصابات اللي عندك انت داخل بيها المبرامج موجودة غير الاعرات اللي انت طلعتها غير غير ساعد تعلم بصراحة احنا نحتاجين تدعيمات كتير او وانا في السجدات السابعة والتيلة انا عندي اثنين وارا هنا لازم اشوف دعم ليهم نريح هم كمان بناس طول القامة ناس بيلعب الفكر الجديد بتاع الادارة انه يعني يدعم الحتة دي مش مالت لاننا ندخينا على هدف اسمة اللي هو بطولة افريقيا هو بطولة الاندية ان شاء الله وبقالنا شكل تاني انت بتلعب كرة دولتي تسمح لك انت تقدر تلعب جوه افريقيا وتمستراجع تقدر لما تقول ان الاهلي راح يلعب الترجي في الترجي عندي احساس ان هو بلعب ان انا مش هتعادل بس هناك لا انا حكسب كمان المراكز والشكل التعويدي لكل مركز عندك بيمثلك خطورة قدام المهاجم ده لابد ان يكون مكتمل مكتمل بعودة الاصابات وعودة عندك نبيل معلول النهاردة علي معلول مش موجود كمان بيحاول يخش رجع لك النهاردة صلاح محسن وان كان دخل في 18 ويوصل للملعب من كمش بيشوفه حتى في الفترة اللي فاتت انه بيخش جوه خطة 18 عجوان المرة الجاي حيستفيد حيستفيد من المرادي اللي هو ازاي يتعامل مع الكورة فالمباريات اللي جاية جنب مروان او غير مروان او جنب ازارو او كل اللعيبة دي كل الناس اللي موجودة القوة اللي عندها في دي كلها الفترة اللي جاية هتعدها احتى اعداد اللعيبة نفسها هتترغل الخسارة النهاردة برد فعل قوي جدا قدام متخم بتاع الكاس مصر ومتش الترجي حي يا كابتن كابتن ربيع بنشوف انحنا المباراة احنا نبتدي بداية من يوم السبت الاستعداد لبطولات تانية بطولة كاس مصر وبعد كده انشاء الله الترجي يعني بتشوف الفترة اللي جاية واستفادة طبعا من اجابات اللي بكنا معليك انشريف في هذه المباراة ايضا اكيد في جبيات كتيرة جدا وخاصة الشوط التاني واكيد في سلبيات كتيرة جدا في الشوط الاول لكن هي دي كورة وفي نفس الوقت احنا هميننا حاجات كده البطولات بفضل الله تعالى ماتش من فترة كبيرة جدا وارد اكيد جاز الفني بخبراته الكبيرة جدا اللعيمة بخبراتها الكبيرة بيفررها وما بين اوات خلي مالك محمد العزيمة بتؤدي للصح ان انا اركز اكتر ان احرص اكتر ففرصة النهاردة جات ايه المشكلة مشاكل لا اي حاجة ففي فرق بين بطولة كاس مصر مهمة جدا بنسع عليها ان شاء الرحمن لا يبقى اتفرق طبعا حسان البده يقدر يخرجهم بخبراته الكبيرة ودوره الكبير اللي هو المجهود الكبير الرائع الاداري والفني بإذن الله تعالى اللعيبة بأدوارها الكبيرة برجلتها بانتماء بحبها باحترامها بقدرتها الخاصة اللي موجودة عندها اكيد اتخرج نفسها ده ماشي تاني خالص لعيب النادي الاهلي بجهازهم بيضع ناس كبيرة جدا في تفكيرها وفي التزامها وفي إصرارها طبيعي جدا بأمر الله تعالى ان هينسوا المواجه اكيد هيتفرجوا على السلبيات اكيد هيتأكد الاجابيات بأمر الله تعالى ودائما النادي الاهلي بيستفيد بالكبار وخبرات وفنيات وإدارته بروحهم وإرادتهم بيتعلمهم محمد كتير جدا واللعيبة دي خلي بالك لعيبة رجالة مشرفين الكان مشرفين النادي مشرفين الجمهور مشرفين الإدارة فأكيد ان شاء الرحمن هينسوا لو حزنين حزنين عشان عاوزين يحافظوا على الكهات عاوزين يفرحوا الجمهور ده لعيب النادي الاهلي فإن شاء الله بإذن الله ماتش الكهات ده بطولة خاصة بطولة بيد عن ماتش النهاردة وأكيد هنقدم عرض كويس وده أخو نكسب بإذن الله إن شاء الله ما في شك كبت كلام مزبوط في جزئية اللعيبة بتبقى عايزة تفرح جمهورها يعني طبعا النتيجة دي بإيد ربنا ولكن أنت تكتهد على أساس أن أنت تكسب وتفرح جمهورك اللي دائما ما بيرضاش غير بالفوز كنت عادل أخيرا يعني الكلمة للعبيين والجمهور إن شاء الله في الفترة القادمة بعد هذا اللقاء أولا ماتش عادي جدا مبروك لأن النادي الاهلي ما يكسبوا الدوري بفرق كبير أو على تاني المنافس اللي هو نادي اللي هيبقى للإسماعيل اللي هيبقى المصري يعني فأنا بقول لك أو نادي الزمالك أيهما سبت هيعلي هو الزمالك عايد فأنا عايزة أقول لك أن النادي الأهلي مبروك عليه بطولة الدوري هارضي لك النهاردة المباراة درس جيد أو يتعلمون عندنا مباراة التراجي وبعد كامبلاستي ممكن نشغل فيه كويس وكاس مصر كمان نقدر نشتغل فيه برضو كويس فمحتاجين إن إحنا ناخد بطولة الكاس إحنا دايما الاحتراف بيقول لك يا كابتن محمد بيقول لك روح لهدفك متروحش للي حوالين هدفك يعني الهدف دلوقت أنت خلاص خدت الدوري قدامك الكاس مناش دعوة بالمباراة قدامك كاس مصر إن شاء الله تاخده قدامك بطولة أفريكا توصل به للنهائيات إن شاء الله تاخد بطولة أفريكا تلعب بطولة العالم اللي انت محتاجه لأيام الجاية إهدفك الجاي يودليك إنك انت ممكن يبقى لازم يبقى فيه تدعيم وتدعيم في أماكن مهمة وفي إعارات عندك بره ممكن ترجع اللي انت محتاجه منه إنك تعيد بناء الفرقة من تاني لموسم جايت آخر وفي الآخر بقول لي كنت حسام البدري النهاردة بحرد لك عادي جدا يمكن عملت اللي عليك اشتغلت كويس لكن هي حتة اللحب العربي المصري هي الحتة السقة السقة زيادة بتأدي إنك إنت لما تتخذ بتقعد فترة طويلة أو بلا ما ترز نفسك فأنا بقول له يعني إنه إنه معلش هي الموضوع كده إن شاء الله تشتغل تاني على التراجي لازم وعلى الحتة وإنك تجيب كاس مصر يبقى تعمل تاريخ قوي جدا عندنا أهداف والأهداف إن شاء الله مش تخرين نبص وراء أنا هر لك طبعا لفري النادي الأهلي ومبروك لنادزة مالك اللي يعني في بداية اللقاء عارف يستغل الفرص بإحرازه هدفين وطبعا زي بقول لحدكم الوقت ما كانش في صليحنا خصوصا الأهداف اللي ضيعها نادي الأهلي في الشوت التاني اعتزال الكابتان حسام غالي يوم 11 مايو ومنها إن شاء الله للمبارات التانية في كأس أو بطولة أفريق إن شاء الله ودر المجموعات مع كامبالا سيتي يعني كل التوفيق عندنا مجموعة مبارات متتالية إن شاء الله ده هو ده هدفنا المكسب في كل مبارات كابتن شريف بشكرك عرف شرفت هارد لك كابتن بشكرك هارد لك ومبروك نادزة مالك إن شاء الله مبارات من أرض ومبروك نادزة الأهل ولعبي نادزة الأهل وجهاز الفن والإدارة الجمهور لبطولة الدورة العام أي كابتن عادل نور شرفت مباروك نادزة مالك برضو شكرا كابتن أكيد وإحنا بنتكلم كنا نتكلم شوي عن جزئة التحكيم ولكن باستفادة أكتر سيكون مع كابتن سامير عثمان عن حكم اليوم كابتن محمد الحنفي وبعض الأمور خاصة بالحالات التحكمية في هذا اللقاء